حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عيش بن أبي ربيعة عن زيدي بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال هذا الموقف وعرفة كلها موقف وأفاض حين غابت الشمس ثم أردف أسامة فجعل يعنق على بعيره والناس يضربون يمينا وشمالا يتفت إليهم ويقول السكينة أيها الناس ثم أت جمعا فصل بهم الصلاتين المغرب والعشاء ثم بات حتى أصبح ثم أت قزح فوقف على قزح فقال هذا الموقف وجمع كلها موقف ثم سار حتى أتى محسرا فوقف عليه فقرع ناقته فخبت حتى جاز الوادية الوادية ثم حبسها ثم أردف الفضل وسار حتى أتى الجمرة فرماها ثم أتى المنحر فقال هذا المنحر ومن أن كلها منحر قال واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت أن أبي شيخ كبير قد أفند وقد أدركته فريضة الله في الحج فهل يجزئ عنه أن أؤدي عنه قال نعم فأدي عن أبيك قال وقد لو عنق الفضل فقال له العباس يا رسول الله لمهل ويت عنق أبن عمك قال رأيت شابا وشابة فلم أمن الشيطان عليه ما قال ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر قال انحر ولا حرج ثم أتىه آخر فقال يا رسول الله فقال يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق قال أحلق أو قصر ولا حرج ثم أتى البيت فطاف به ثم أتى زمزم فقال يا بني عبد المطالب سقايتكم ولولا أن يغلبكم الناس عليها لا نزعت بها حثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا هشام عن قتادة عن أبي حربي بن أبي الأسود عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح عليه وبول الجرية يغسل قال قتادة هذا ما لم يطعما فإذا طعم غسل بولهما حان عبد الله بن أحمد قال حدثني أحمد بن عبدة البصري حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي حدثني أبي عبد الرحمن بن الحارث عن زيدي بن علي بن حسين بن علي عن أبيه علي بن حسين عن عبيد الله بن أبي رافعا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وهو مردف أسامة بن زيد فقال هذا الموقف وكل عرفة موقف ثم دفع يسير العنق وجعل الناس يضربون يمينا وشمالا وهو يتفت ويقول السكينة أيها الناس السكينة أيها الناس حتى جاء المزدلفة وجمع بين الصلتين الصلتين ثم وقف بالمزدلفة فوقف على قزح وأردف الفضل بن عباس وقال هذا الموقف وكل المزدلفة موقف ثم دفع وجعل يسير العنق والناس يضربون يمينا وشمالا وهو يتفت ويقول السكينة السكينة أيها الناس حتى جاء محسرا فقرع راحللته فخبت حتى خرج ثم عاد لسيره الأول حتى رم الجمرة ثم جاء المنحر فقال هذا المنحر وكل من المنحر ثم جاءته أمرأة شابة من خثعم فقالت أن أبي شيخ كبير وقد أفند وأدركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع أداءها فيجزئ عنه أن أؤديها عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وجعل يصرف وجه الفضل بن العباس عنها ثم أتاه رجل فقال إني رميت الجمرة وأفضت ولبست ولم أحلق قال قال فلا حرج فاحلق ثم أتاه رجل آخر فقال إني رميت وحلقت ولبست ولم أنحر فقال لحرج فانحر ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدع بي سجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ ثم قال انزعوا يا بني عبد المطالب فلولا أن تغلبوا عليها لنزعت قال العباس يا رسول الله إني رأيتك تصرف وجه أبن أخيك قال إني رأيت غلاما شابا وجارية شابة فخشيت عليهما الشيطان حثنا أبو سعيد مولى بني هاشمين حدثنا إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن الحريث عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا عوذ مريضا قال أذهب الباس رب الناس شفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما حثنا أبو سعيد حدثنا إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن الحريث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مؤمرا أحدا دون ما شورت المؤمنين لا أمرت ابن أم عبد حدثنا أبو سعيد حدثنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام مدني مولا لآل عمر حدثنا يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن أبي سلمة عن عمر بن سليمين عن أمه قالت بينما نحن بمنا إذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومها أحد واتبع الناس على جماله يصرخ بذلك حدثنا أبو سعيد حدثنا إسرائيل حدثنا عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمني عن علي رضي الله عنه ورفعه قال من كذب في حلمه كلف عقد شعيرة يوم القيامة حدثنا أبو سعيد وحسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر عند الإقامة حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد الواحد بن زياد الثقافي حدثنا عمارة بن القعقاع عن الحارث بن يزيد العكلي عن أبي زرعة عن عبد الله بن نجي قال قال علي كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان قائما يصلي سبح بي فكان ذاك إذنه لي وإن لم يكن يصلي أذن لي حدثنا عبد الله حدثنا إسماعيل بن عبيدي بن أبي كريمة الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيدي بن أبي أنيسة عن الزهري عن علي بن حسين عن أبيه قال سمعت علي يقول أتني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا نائم وفطمة وذلك من السحر حتى قام على الباب فقال ألا تصلون فقلت مجيبا له يا رسول الله إنما نفوسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا قال فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إلى الكلام فسمعته حين ولا يقول وضرب بيده على فخيذه وكان الإنسان أكثر شيء جدلا حثنا أبو سعيد حدثنا إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد حثنا أبو سعيد حدثنا إسرائيل حدثنا سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه قال لبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فانتهينا إلى قومين قد بنوا زبية للأسد فبينهم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخرة ثم تعلق رجل بآخرة حتى صار فيها أربعة فجرحهم الأسد فانتدب له رجل بحربة فقط له وماتوا من جراحتهم كلهم فقاموا أولياء الأول إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح ليقتتلوا فأتاهم علي رضي الله عنه على تفئة ذلك فقال تريدون أن تقاتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أني أقضي بينكم قضاء إن رضيتهم فهو القضاء وإلا حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون فيكون هو الذي يقضي بينكم فمن عدا بعد ذلك فلا حق له اجمعوا من قبائل الذين حفروا البئر ربع الديتي وثولوث الديتي ونصف الديتي والدية كاملة فللأول الربع لأنه هلك من فوقه للثاني ثلث الديتي وللثالث نصف الديتي فأبوا أن يرضوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم فقصوا عليه القصة فقال أنا أقضي بينكم واحتبى فقال رجل من القوم إن علي قضى فينا فقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا بهز حدثنا حماد أنبأ نسيماك عن حنش أن علي رضي الله عنه قال والرابع لديتي كاملة حثن عبد الله قال كتب إلي قوتيبة بن سعيد كاتبت إليك بخطي وختمت الكتاب بخاتمي يذكر أن ليث بن سعد حدثهم عن عقيل عن الزهري عن علي بن الحسين أن الحسين بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفطيمة رضي الله عنها فقال ألا تصلون فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا وانصر فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ثم سمعته وهو مدبر يضرب فاخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا حدثنا عبد الله حدثني نصر بن علي الأزدي أخبرني علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي حدثني أخي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين رضي الله عنه عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد حسين وحسين رضي الله عنهما فقال من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجة يوم القيامة حسن حسن بن موسى حدثنا أبن لهيعة حدثنا عبد الله بنه بيرة السبائي عن عبد الله بن زرير الغافقي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها حسن وأبو سعيد مولى بن هاشمين قال حدثنا أبن لهيعة حدثنا عبد الله بنه بيرة عن عبد الله بن زرير أنه قال دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حسن يوم الأضحى فقرب إلينا خزيرة فقلت أصلحك الله لو قربت إلينا من هذا البط يعني الوزة فإن الله عز وجل قد أكثر الخير فقال يا أبن زرير إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان قصعة يأكلها هو وأهله وهو قصعة يضعها بين يدي الناس حن معتمر بن سليمان عن أبيه عن مغيرة عن أم موسى عن علي رضي الله عنه قال ما رامدت منذ تفل النبي صلى الله عليه وسلم في عيني حسن محمد بن فضيل حدثنا مطرف عن أبي إسحاق عن عاصمين عن علي رضي الله عنه قالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوطر في أول الليل وفي وسطه وفي آخره ثم ثبت له الوتر في آخره حسن عبد الله حدثني أبو إبراهيم الترجماني حدثنا ألف رجو بن فضال حالة عن محمد بن عبد الله بن عمر بن عثمان رضي الله عنه عن أمه فاطمة بنت حسين عن حسين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضموا النظر إلى المجذمين وإذا كلمتموهم فليكن بينكم وبينهم قيد رمح حانا عبد الله حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا هارون بن مسلمين حدثنا القاسم بن عبد الرحمني عن محمد بن علي عن أبيه عن علي قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا علي أسبغ الوضوء وإن شق عليك ولا تأكل الصدقة ولا تنزل حمير على الخيل ولا تجالس أصحاب النجوم حتنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ كفا من ماء فمضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله حثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن حبيب عن فعلبة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن فضيل حدثنا المغيرة عن أم موسى عن علي رضي الله عنه قال كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا ألها فيما ملكت أيمانكم حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم ابن كليب عن أبي بردتا ابن أبي موسى عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه السباحة أو التي طليها حثنا محمد بن جعفر حدثنا معمر أنباءنا الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال ثم شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد ذلك يوم عيد بدأ بالصلاة قبل الخطبة وصلى بلا أعضاء ولا إقامة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يمسك أحد من نسكه شيئا فوق ثلاثة أيامين حثنا عبد الله حدثني سريج بن يونس حدثنا علي بن هاشمين يعني ابن البريد عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافعن عن عمر بن علي بن حسين عن أبيه عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه الدنيا والآخرة ولم يخيرهن الطلاق حدثنا عبد الله قال وحدثناه يحيى بن أيوب حدثنا علي بن هاشمي بن البريد فذكر مثله وقال خير نساءه بين الدنيا والآخرة ولم يخيرهن الطلاق حثنا أبو يوسف المؤدب يعقوب جارنا حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد العزيز بن المطالب عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيدي بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد حثنا محمد بن أبي عادي عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة حتى آبت الشمس حثنا سفيان عن الزهري عن الحسن وعبد الله أبني محمد بن علي عن أبيهما وكان حسن أرضاهما في أنفسنا أن علي قال لابن عباس رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر حنى سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد عن أبني أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقصم بدنه أقوم عليها وأن أقصم جلودها وجلالها وأمرني أن لا أعطي الجازرة منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا حثنا سفيان عن أبي إسحاق عن زيدي بن أثي عن رجل من همدان سألنا علي رضي الله عنه بأي شيء بعثة يعني يوم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه في الحجة قال بعثت بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا حنى سفيان عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قضى محمد صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات حدثنا سفيان عن عطائي بن سائب عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال 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 النبي صلى الله عليه وسلم لا أعطيكم وأدعو أهل صفة تلوا بطونهم من أجوع وقال مرة لا أخدمكما وأدعو أهل صفة تطوى حثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أبي زياد القطواني حدثنا زيد بن الحباب أخبراني حرب أبو صفيان المنقري حدثنا محمد بن علي أبو جعفر حدثني عمي عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفة والمروة في المزع كاشفا عن ثوبه قد بلغ إلى ركبتيه حان عبد الله حدثني أبو كريبا محمد بن العلا حدثنا أبن المباركي عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال علي رضي الله عنه كنت آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأستأذن فإن كان في صلاة سبح وإن كان في غير صلاة أذن لي حثنا سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال سألنا علي رضي الله عنه هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء بعد القرآن قال لا والذي فلق الحبة وبراء النسمة إلا فهم يؤتيه الله عز وجل رجلا في القرآن أو ما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفك كل أسير ولا يقتل مسلم بكفر حدثنا سفيان عن عمر قال أخبرني حسن بن محمد بن علي أخبرني عبيد الله بن أبي رافع وقال مرة إن عبيد الله بن أبي رافع أخبره أنه سمع علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا لوضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تعادبنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة فقلنا أخرجي الكتاب فقالت ما معي من كتاب قلنا لا تخرجن الكتاب أو لنقلبن الثياب قال فأخرجت الكتاب من عقاصها فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم فإذا فيه من حاطيب ابن أبي بلتعت إلى ناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطيب ما هذا قال لا تعجل علي إني كنت امرأة مصقا في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة فأحببت إذ فاطني ذلك من أن سبي فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابة وما فعت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن دين ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقكم فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل لها قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم حدثنا عبد الله حدثني حجاج بن يوسف الشاعر حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن عطائي بن سائب عن موسى بن سالمين أبي جهضمين أن أبو جعفر حدثه عن أبيه أن علي رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني عن ثلاثة قال فما أدري له خاصة أم للناس عامة النهاني عن القصي والميثارة وأن أقرأ وأنا راكع حدثنا عبد الله حدثني وهبو بن بقية الواسطي حدثنا عمر بن يونس يعني اليمامية عن عبد الله بن عمر اليمامي عن الحسن بن زيدي بن حساء حدثني أبي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر وعمار رضي الله عنهما فقالا يا علي هذاني سيدكه لأهل الجنة وشبابها بعد النبيين والمرسلين أنا سفيان عن أبن أبي نجيح عن أبيه عن رجل سمع علي رضي الله عنه يقول أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبنته فقلت ما لي من شيء فكيف ثم ذكرت صلته عائدته فخطبتها إليه فقال هلاك من شيء قلت لا قال فأين درعك الحطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا قالا هي عندي قال فأعطها إياه حنى سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن مجاهد عن أبن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تستخدمه فقال ألا أدلك على ما هو خير لكن من ذلك تسبحين ثلاثا وثلاثين وتكبرين ثلاثا وثلاثين وتحمدين ثلاثا وثلاثين أحدها أربعا وثلاثين حدثنا عبد الله حدثني عبد الأعلى بن حمد النرسي حدثنا داود بن عبد الرحمني حدثنا أبو عبد الله مسلمة الرازي عن أبي عمر البجلي عن عبد الملك بن سفيان الثقافي رضي الله عنه عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحنفية عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد المؤمن المفتن التواب حدثنا عبد الله حدثني محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المنذر عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ حدثنا عبد الله حدثني عقبة بن مكرمين الكوفي حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن اسحاق عن سعيدي بن أبي سعيد المقبولي عن أبي هريرة وعن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك عند كل صلاة حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا مغيرة بن مقسمين حدثنا الحارث العكلي عن عبد الله بن نجي قال قال علي رضي الله عنه كان له من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مدخلاني بالليل والنهار وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلت نحنح فأتيته ذات ليلة فقال أتدري ما أحدث الملك الليلة كنت أصلي فسمعت خشفة في الدر فخرجت فإذا جبريل عليه السلام فقال ما زلت هذه الليلة أنتظرك أن في بيتك كلبا فلم أستطع الدخول وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا جنوب ولا تمثال حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان الهمداني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أن يضح بالمقابلة أو بمدابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جدعاء حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن هلال عن وهبي بن الأجدعي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء مرتفعة حدثنا يحيى بن سعيد عن أبن عجلان حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حناين عن أبيه عن أبن عباس عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أقرأ وأنا ركع وعن خاتم الذهب وعن القسي والمعصفري حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي الليل فقال جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده فقال له علي رضي الله عنه أعائدا جئت أم شامتا قال لا بل عائدا قال فقال له علي رضي الله عنه إن كنت جئت عائدا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن كان مساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح حثنا عبد الله حدثنا السويد بن سعيد في سنة ست وعشرين ومائتين حدثنا مسلم بن خالد الزنجي قال أبو عبد الرحمن قلت لسويد ولما سمي الزنجية قال كان شديد السوادي عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيدي بن علي بن الحسين عن أبيه عن عبيد الله بن رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وهو مردف أسامة بن زيد فقال هذا موقف وكل عرفة موقف ثم دفع فجعل يسير العنق والناس يضربون يمينا وشمالا وهو يتفيت ويقول السكينة أيها الناس السكينة أيها الناس حتى جاء المزدلفة فجمع بين الصلاتين ثم وقف بالمزدلفة فأردف الفضل بن عباس ثم وقف على قزح فقال هذا الموقف وكل المزدلفة موقف موقف ثم دفع فجعل يسير العنق والناس يضربون يمينا وشمالا وهو يتفيت ويقول السكينة أيها الناس السكينة أيها الناس فلما وقف على محصر قرع راحل لتهو فخبت به حتى خرجت من الوادي ثم سار مسيرته حتى آتى الجمرة ثم دخل المنحر فقال هذا المنحر وكل من المنحر فذكر مثل حديث أحمد بن عبدة عن المغيرة بن عبد الرحمن مثله أو نحوه حسنا عبد الله حدثني إسماعيل أبو معمر حدثنا إسماعيل بن عياش عن زيدي بن جبيرة عن داودا بن الحسين عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض العرب إلا منافق حسنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن إبراهيم للطيمي عن أبيه قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة الصحيفة فيها أسنان الأبل وأشياء من الجراحات فقد كذب قال وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعيا لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعيا لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويدي بن غفالة قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلأن أخرى من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم عن غيره فإنما أنا رجل محارب والحرب خدعة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا يخرجوا في آخر الزمان أقوام أحداث الأسنان صفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية لا يجاوزوا إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن مسلمين عن شتير بن شكل عن علي رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن المنذر أبي على عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال كان رجلا مذاء فاستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي قال فقال للمقداد سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي قال فسأله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء حثنا عبد الله بن نمير حدثنا حجاج عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ الرجل وهو ركع أو ساجد حثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعدي بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما لاك تنوق في قريش وتدعنا قال وعندكم شيء قال قلت نعم ابنة حمزة قال إنها لا تحل لي هي ابنة أخي من الرضاعة تحدثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن سعدي بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومين جالسا وفي يده عود ينكت به قال فرفع رأسه فقال ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار قال فقال يا رسول الله فلما نعمل قال العمل فكل ميسر لما خلق له أما من أعطى واتقى وصدقى بالحسن فسنيسره لليسرة وأما من باخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرة حسن أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن سعدي بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم صرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار قال فلما خرجوا قال وجد عليهم في شيء فقال قال لهم أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطيعوني قال قالوا بل قال فقال اجمعوا حطبا ثم دعا بنار فأضرمها فيه ثم قال عزمت عليكم لا تدخلونها قال فهم القوم أن يدخلوها قال فقال لهم شاب منهم إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فلا تعجلوا حتى تلقوا النبي صلى الله عليه وسلم فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوا قال فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال لهم لهم لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا إنما الطاعة في المعروف حثن إسماعيل بن إبراهيم عن محمدي بن عمر قال حدثني واقد بن عمر بن سعدي بن معاذ قال شهدت جنازة في بني سلمة فقمت فقال لنافع بن جبير إشلس فإني سأخبرك في هذا بثبت حدثني مسعود بن الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه برحبة الكوفة وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا الجلوس حان إسماعيل عن سعدي بن أبي عروبة عن عبد الله هدى ناجي عن حضي أبي ساسان الرقاشي أنه قدم ناس من أهل الكوفة على عثمان رضي الله عنه فأخبروه بما كان من أمر الوليد أي بشربه الخمر فكلمه علي في ذلك فقال دونك أبن عمك فأقم عليه الحد فقالا يا حسنكم فاجلده قال ما أنت من هذا في شيء ولي هذا غيرك قالا بل ضعفت ووهنت وعجزتكم يا عبد الله بن جعفر فجعل عبد الله يضربه ويعد علي حتى بلغ أربعين ثم قال أمسك أو قال كف جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وكملها عمر ثمانين وكل سنة حسن إسماعيل حدثنا محمد بن إسحاق حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانت عن عبيد الله الخولاني عن أبن عباس رضي الله عنه قال دخل علي علي بيت فدع بوضوء فجئته بقعب يأخذ المدع أو قريبه حتى وضع بين يديه وقد بال فقال يا أبن عباس ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى في داك أبي وأمي قال فوضع له إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فسك به ما وجهه وألقم إبهامه ما أقبله من أذنيه قال ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمن فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه ثم غسل يده اليمن إلى المرفق ثلاثا ثم يده الأخرى مثل ذلك ذلك ثم مسح برأسه وأذنيه من ظهورهما ثم أخذ بكفيه من الماء فسك بهما على قدميه وفيه ما النعل ثم قلبها بها ثم على الرجل الأخرى مثل ذلك قال فقلت وفي أن علي قال وفي أن علي قلت وفي أن علي قال وفي أن علي حسن إسماعيل حدثن أيوب عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال ذكر الخوارج فقال فيهم مخداج اليد أو مودن اليد أو المثدن اليد لولا أن تبطروا لا حدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد قلت أنت سمعته من محمد قال إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة حتنا أبو معاوية تحدثنا شعبة وعن عمر بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا حدثنا يحيى بن سعيد عن صفيان حدثنا محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إذا بعثتني أكونك السكة المحمد أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب قال الشاهد يرى ما لا يرى الغائب حتنا يحيى عن شعبة تحدثنا منصور قال سمعت ربعيا قال سمعت علي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا لا تكذب علي رضي الله عنه يرى الغائب قال سمعت علي رضي الله عنه يرى الغائب قال حدثنا حسين حدثنا شعبة وعن منصور عن ربعي بن حراش قال سمعت علي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى عن شعبة تحدثنا محمد بن المنكدري عن مسعودي بن الحكامي عن علي رضي الله عنه قال قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى عن شعبة تحدثني علي بن مدرك عن ابي زرعة عن ابن نجي عن ابيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنوب ولا صورة ولا كلب حدثنا يحيى عن هشامين حدثنا قتادة عن جري بن كولي بن عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى عن سليمان حدثني سليمان عن ابراهيم للطيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفة قال ابو عبد الرحمن سمعت ابي يقول ليس بالكوفة عن علي رضي الله عنه حديث اصح من هذا حدثنا يحيى عن مجالد حدثني عامل عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال لعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة اكل الربا ومواكله وكاتبه وشهديه والحاوى المحلال له ومانع الصدقة والوشيمة والمستوشمة حدثني يحيى عن الاعمش عن عمري بن مرة عن ابي البختري عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن وانا حديث السن قال قلت تبعثني الى قومين يكون بينهم احداث ولا علم لي بالقضاء قال ان الله سيهدي لسانك ويثبت قلبك قال فما شككت في قضاء بين اثنين بعد حسنا يحيى عن شعب تحدثنا عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال لا مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا وجع وانا اقول اللهم ان كان اجلي قد حضر فارحني وان كان اجلا فارفعني وان كان بلاء فصبرني قال ما قلت فاعدت عليه فضرباني برجله فقال ما قلت قال فاعدت عليه فقال اللهم عافه او اشفه قال فما اشتكيت ذلك الوجع بعد حدثنا عفان حدثنا شعبته عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال كنت شاكيا فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه الا انه قال اللهم عافه اللهم اشفه فما اشتكيت ذلك الوجع بعد حدثنا يحيى عن شعب تحدثني عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال اتيت على علي رضي الله عنه انا ورجلان فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحمة ولا يحجزه وربما قال يحجبه من القرآن شيء ليس الجنابته قال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام عن ابيه عن عبد الله بن جعفر عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة حدثنا ابن نمير حدثنا عبد الملك عن ابي عبد الرحيم الكندي عن زذان ابي عمر قال سمعت عليا في الرحبة وهو ينشد الناس من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم وهو يقول ما قال فقام ثلاثة عشر رجلا فشهدوا انهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من كنت مولاه فعلي مولاه حدثنا ابن نمير حدثنا الاعمش عن علي بن ثابت عن زر بن حبيش قال قال علي رضي الله عنه والله انه مما عهدى الي رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يبغضني الا منافق ولا يحبني الا مؤمن حدثنا ابو اسامة انباءنا زائدة حدثنا عطاء بن السائب عن ابيه عن علي رضي الله عنه قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة ادمين حشو هليف الاذخري حثنا اسباط بن محمد حدثنا نعيم بن حكيمين المدائني عن ابي مريم عن علي رضي الله عنه قال انطلقت انا والنبي صلى الله عليه وسلم حتى اتينا الكعبة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس وصعيد على منكبي فذهبت لانهض به فرقى مني ضعفا فنازل وجلس لنبي الله صلى الله عليه وسلم وقال اصعد على منكبي قال فصعدت على منكبيه قال فنهض بي قالا فانه يخيل الي اني لو شئت لنلت افق السماء حتى صعدت على البيت وعليه تمثال صفر او نحاس فجعت ازاوله عن يمينه وعن شماله وبين يديه ومن خلفه حتى اذا استمكنت منه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضف به فقذفت به فتكسرا فتكسرا كما تتكسر القوارير ثم نزلت فانطلقت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نستبق حتى تورينا بالبيوت خشية ان يلقانا احد من الناس حانا فضل بن دكال حدثنا ياسين العجلي عن ابراهيم ابن محمد ابن الحنفية عن ابيه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي منا اهل البيت يصلحه الله في ليلة حانا محمد بن عبيد حدثنا هاشم بن البريد عن حسين بن ميموء عن عبد الله قاضي الري عن عبد الرحمن ابن ابي الليل قال سمعت امير المؤمنين علي رضي الله عنه يقول اجتمعت انا وفاطمة رضي الله عنها والعباس وزيد بن حريثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال العباس يا رسول الله كبر صني ورق عظم وكثرت مؤنتي فان رأيت يا رسول الله ان تأمر لي بكذا وكذا وسقا من طعمين فافعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل فقالت فاطمة يا رسول الله ان رأيت ان تأمر لي كما امرت لعمك فافعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل ذلك ثم قال زيد بن حريثة يا رسول الله كنت اعطيتني ارضا كانت معيشتي منها منها ثم قبضتها فان رأيت فان تردها علي فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل فقالت فاطمة يا رسول الله ان رأيت ان تأمر لي كما امرت لعمك فافعل فقال رسول الله نفعل ذلك قال فقلت انا يا رسول الله ان رأيت فان توليني هذا الحق الذي جعله الله لنا في كتابه من هذا الخموس فاقسمه في حياتك كي لا ينازعنيه احد بعدك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل ذلك فولانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمته في حياته ثم ولانيه ابو بكر رضي الله عنه فقسمته في حياته ثم واللانيه عمر رضي الله عنه فقسمته في حياته حتى كانت آخر سنة من سن عمر رضي الله عنه فإنه أتاه مال كثير حثنا محمد بن عبيد حدثنا شرحبيل بن مدرك الجعفي عن عبد الله بن نجي الحضرمي عن أبيه قال قال لي علي رضي الله عنه كانت لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة لم تكن لأحد من الخلائق إني كنت آتيه كل سحر فأصلم عليه حتى يتنحنح وإني جئت ذات ليلة فصلمت عليه فقلت السلام عليك يا نبي الله فقال على رسلك يا أبا حسن حتى أخرج إليك فلما خرج إلي قلت يا نبي الله أغضبك أحد قال لا قلت فملاك لا تكلمني فيما مض حتى كلمتني الليلة قال سمعت في الحجرة حركة فقلت من هذا فقال أنا جبريل قلت أدخل قال لا اخرج إلي فلما خرجت قال إن في بيتك شيئا لا يدخله ملك ما دام فيه قلت ما أعلمه أعلمه يا جبريل قال اذهب فانظر ففتحت البيت فلم أجد فيه شيئا غير جرو كلب كان يلعب به الحسن قلت ما وجدت إلا جرو قال إنها ثلاث لن يلي جمالك ما دام فيها أبدا واحد منها كلب أو جنابة أو صورة روح حانا محمد بن عبيد حدثنا شرحبيل بن مدرك عن عبد الله بن نجي عن أبيه أنه سار مع علي رضي الله عنه وكان صاحب مطهرته فلما حاذنين وهو منطلق إلى صفينا فناد علي رضي الله عنه اصبر أبا عبد الله اصبر أبا عبد الله بشط الفرات قلت وماذا قال قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يومين وعيناه تفيضان قلت يا نبي الله أغضبك أحد ما شأن عينيك تفيضان قال بل قام من عندي جبريل قبل فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات قال فقال هلاك إلى أن أشمك من تربته قال قلت نعم فمد يده فقبض قبضة من ترابا فأعطانيها فلم أملك عيني أنفاضة حانا مروان بن معاوية الفزاري أنبأنا الأزهر بن راشد الكاهلي عن الخضري بن القواسي عن أبي سخيلة قال قال علي رضي الله عنه ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله تعالى حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وسأفسر هلاك يا علي ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم والله تعالى أكرم من أن يثني عليهم العقوبة في الآخرة وما عفى الله تعالى عنه في الدنيا فالله تعالى أحلم من أن يعود بعد عفوه حانا وكيع حدثنا سفيان وإسرائيل وأبي عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال سألنا علي رضي الله عنه عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار فقال إنكم لا تطيقونه قال قلنا أخبرنا به نأخذ منهما أطقنا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر أمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة العصر منها هنا من قبل المغرب قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر منها هنا يعني من قبل المغرب قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر يفصل بين بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين قال قال علي رضي الله عنه تلك ست عشرة ركعة تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار وقال لمن يداوم عليها حدثنا وكيا عن أبيه قال قال حبيب بن أبي ثابت لأبي إسحاق حين حدثه يا أبا إسحاق يسوى حديثك هذا ملأ مسجدك ذهبا حدثنا أسود بن عامر وحسين قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال من كل الليل قد أوتج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره فثبت الوتر آخر الليل حثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحطمين مثل الصلاة ولكنه سنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا وكيع حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال أوتج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وآخره وأوسطه فانته وتره إلى السحر حثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه قال لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأسا حثنا وكيع حدثنا عبد الملك بن مسلمين الحنفي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إننا نكون بالبادية فتخرج من أحدنا الرويحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يستحي من الحق إذا فعل أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن وقال مرة في أدبارهن حسن إسحاق بن عيسى الطبع حدثني يحيى بن سليمين عن عبد الله بن عثمان بن خثيمين عن عبيد الله بن عياض بن عمرن القاري قال جاء عبد الله بن شدد فدخل على عائشة رضي الله عنها ونحن عندها جلوس مرجعه من العراق لياليا قتل علي رضي الله عنه فقالت له يا عبد الله بن شدد هل أنت صادق عما أسألك عنه تحدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي رضي الله عنه قال وما لي لا أصدقك قالت فحدثني عن قصتهم قال فإن علي رضي الله عنه لما كاتب معاوية وحكم الحكمان خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس فنازلوا بأرض يقالوا لها حرورة من جانب الكوفة وإنهم عتبوا عليه فقالوا أنسلخت إن سلخت من قميص ألبسكه الله تعالى واسمين سمك الله تعالى به ثم انطلقت فحكمت في دين الله فلا حكم إلا لله تعالف لما أنبلغ علي رضي الله عنه ما عتبوا عليه وفارقوه عليه فأمر مؤذنا فأذن أن لا يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن فلما أن امتلأت الدار من قراء الناس دعى بمصحف إمامين عظمين فوضعه بين يديه فجعل يسكه بيده ويقول أيها المصحف حدث الناس فنداه الناس فقالوا يا أمير المؤمنين ما تسأل عنه إنما هو مداد في ورق ونحن نتكلم بما روينا منه فماذا تريد قال أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورجل وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم دما وحرمة من امرأة ورجل ونقم علي أن كتبت معاوية كتب علي بن أبي طالب وقد جاءنا سهيل بن عمر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية حين صالح قومه قريشا فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل لا تكتب باسم الله الرحمن الرحيم فقال كيف نكتب فقال أكتب باسمك اللهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب محمد رسول الله فقال لو أعلموا أنك رسول الله لم أخالفك فكتب هذا ما صالح محمد بن عبد الله قريشا يقول الله تعالى تعالى في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو أن لهو اليوم الآخر فبعث إليهم علي عبد الله بن عباس رضي الله عنه فخرجت معه حتى إذا توسطنا عسكرهم قام ابن الكواء يخطب الناس فقال يا حملة القرآن إن هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه من كتاب الله ما يعرفه به هذا ممن نزل فيه وفي قومه قوم خصمون فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله فقم خطباؤهم فقالوا والله لنواضع عنه كتاب الله فإن جاء بحق نعرفه لنتبع عنه وإن جاء بباطل لنبكتنه بباطله فوضعوا عبد الله الكتاب ثلاثة أيامين فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب تائب فيهم ابن الكواء حتى أدخلهم على علي الكوفة فبعث علي رضي الله عنه إلى بقيتهم فقال قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم فقفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بيننا وبينكم أن لا تسفكوا دما حراما أو تقطعوا سبيلا أو تظلموا ذمة فإنكم انفعتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء أن لها لا يحب الخائنين فقالت له عائشة رضي الله عنها يا أبن شداد فقد قتلهم فقال والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم واستحلوا أهل الذمة فقالت الله قال الله الذي لا إله إلا هو لقد كان قالت فما شيء بلغني عن أهل الذمة يتحدثونه يقولون ذوء الثدي وذوء الثدي قال قال قد رأيته وقمت مع علي رضي الله عنه عليه في القتل فدعا الناس فقال أتعرفون هذا فما أكثر من جاء يقول قد رأيته في مسجد بن فلاء يصلي ورأيته في مسجد بن فلاء يصلي ولم يأتوا فيه بثبت يعرف إلا ذلك قالت فما قول علي رضي الله عنه حين قام عليه كما يزعم أهل العراق قال سمعته يقول صدق الله ورسوله قالت هل سمعت منه أنه قال غير ذلك قال اللهم لا قالت أجل صدق الله ورسوله يرحم الله عليا رضي الله عنه إنه كان من كلامه لا يرى شيئا يعجبه إلا قال صدق الله ورسوله فيذهب أهل العراق يكذبون عليه ويزيدون عليه في الحديث حثنا معاوية حدثنا أبو إسحاق عن شعبة عن الحكم عن أبي محمد الهوذلي عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره ولا قبرا إلا سواه ولا صورة إلا لطخها فقال رجل أنا يا رسول الله فانطلق فهاب أهل المدينة فرجع فقال علي رضي الله عنه أنا أنطلق يا رسول الله قال فانطلق فانطلق ثم رجع فقال يا رسول الله لم أدع بها وثنا إلا كسرته ولا قبرا إلا سويته ولا صورة إلا لطختها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد لصنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وسلم ثم قال لتكون النفتانا ولا مختالا ولا تاجرا إلا تاجر الخير فإن أولئك هم المسبوقون بالعمل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكام عن رجل من أهل البصرة قال ويكنونه أهل البصرة أبا مورع قال وأهل الكوفة يكنونه بأبي محمد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فذكر الحديث ولم يقل عن علي رضي الله عنه وقال ولا صورة إلا طلخها فقال ما أتيتك يا رسول الله حتى لم أدع صورة إلا طلختها وقال لا تكن فتانا ولا مختالا حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يوتير عند الأذان ويصلي الرجعتين عند الإقامة حدثنا خلف بن الوليد حدثنا أبو جعفر يعني الرازية عن حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن الحريث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شك إلا أنه علي رضي الله عنه قال لعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مآكل الربا ومواكله وشهديه وكاتبه والوشيمة والمستوشمة والمحلل والمحلال له ومانع الصدقة وكان ينهى عن النوحي حثنا خلف حدثنا قيس عن الأجعث بن سوار عن علي بن ثابت عن أبي ظبيان عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي إن أنت وليت الأمر بعد فأخرج أهل نجرانا من جزيرة العربي حثنا خلف حدثنا أبو جعفر يعني الرازية وخالد يعني أطحانا عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمني أبن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا أما المني ففيه الغسل وأما المذي ففيه الوضوء حثنا خلف حدثنا خالد عن مطرف عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم نهاء يرفع الرجل صوته بالقراءة قبل العشاء وبعدها يغلط أصحابه وهم يصلون حثنا خلف حدثنا خالد عن عاصمي ابن كليب عن أبي بردتابن أبي موسى أن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سلأله تعالى الهدى والسداد واذكر بالهدى هدايتك الطريقة واذكر بالسداد تسديدك ساهم حثنا محمد بن الصباح قال عبد الله وسمعته أنا من محمدي بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن كثير النواء عن عبد الله بن مليل قال سمعت علي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من نبي كان قبلي إلا قد أعطي سبعة نقب أو زراء نجباء وإني أعطيت أربعة عشر وزيرا نقيبا نجيبا سبعة من قريش وسبعة من المهاجرين حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة ابني مضرب عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت يا رسول الله إنك تبعثني إلى قومينهم آسنوا مني لأقضي بينهم قال اذهب فإن الله تعالى سيثبت لسانك ويهدي قلبك حسنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا أبان يعني ابن عبد الله حدثني عمرو بن غزي حدثني عم علباء عن علي رضي الله عنه قال مرة تبل الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأهو بيده إلى وبرة من جنبي بعير فقال ما أنا بأحق بهذه الوبرة من رجل من المسلمين حسنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا الحارث بن يزيد عن عبد الله بن زرير الغافقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي إذ انصرف ونحن قيام ثم أقبل ورأسه يقطر فصل لنا الصلاة ثم قال إني ذكرت أني كنت جنوبا حين قمت إلى الصلاة لم أغتسل فمن وجد منكم في بطنه رزا أوي كان على مثل ما كنت عليه فلينصرف حتى يفرغ من حاجته أو غسله ثم يعود إلى صلاته حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن عبد الله بن زرير عن علي رضي الله عنه فذكر مثله حثنا محمد بن عبد الله حدثنا الربيع يعني ابن أبي صالح الأسلمي حدثني زياد بن أبي زياد سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينشد الناس فقال أنشد له رجلا مسلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غديره من ما قال فقام اثنى عشر بديريا فشهدوا حثنا محمد بن عبد الله حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال لعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الربى وآكله وكاتبه وشهديه والمحلل والمحلال له حثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا إسماعيل بن مسلمين العبدي حدثنا أبو كثير مولى الأنصار قال لكنت مع سيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث قتل أهل النهروان فكأن الناس وجدوا في أنفسهم من قتلهم فقال علي رضي الله عنه يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثنا بأقوامين يمرقون من الدين كما يمرق الساهم من الرمية ثم لا يرجعون فيه أبدا حتى يرجع الساهم على فوقه وإن آية ذلك أن فيهم رجلا أسود مخداج اليد أحد يديه كفدي المرأة لها حلمة كحلمة فدي المرأة حوله سبعه البات فاتميسوه فإني أراه أراه فيهم فاتمسوه فوجدوه إلى شفير النهر تحت القتل فأخرجوه فكبر علي رضي الله عنه فقال الله أكبر صدق الله ورسوله وإنه لمتقلد قوسا له عربية فأخذها بيده فجعل يطعن بها في مخدجته ويقول صدق الله ورسوله وكبر الناس حين رأوه واستبشروا وذهبا عنهم مكانوا يجدون حثن أبو سعيد حدثن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم من المعروف ست يسلم عليه إذا لقيه ويشميته إذا عطس ويعوده إذا مرض ويجيبه إذا دعاه ويشهده إذا توقفي ويحب له ما يحب لنفسه وينصح له بالغيب حدثن حسين حدثن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحريث فذكر نحوه بإسناده ومعنه حدثن أبو سعيد حدثن إسرائيل حدثن أبو إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلتمس رجل من أصحابك ما تلتمس أو تبتغى الضالة فلا يوجد حدثن أبو سعيد حدثن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة ابن مدرب عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من استطعتم أن تأصروه من بني عبد المطالب فإنهم خرجوا كرها حدثن أبو سعيد حدثن إسرائيل حدثن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلامي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال شرككم مطرنا بنو كذا وكذا بالنجم كذا وكذا حدثن محمد بن عبد الله بن الزبير وأسود بن عامر قال حدثن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال إلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطير بتسع صور من المفصل قال أسود يقرأ في الركعة الأولى قال ألهاكم التكاثور وإن أنزلناه في الليلة القدر وإذا زلزلت الأرض وفي الركعة الثانية والعصر وإذا جاء نصر الله والفتح وإن أعطيناك الكوثر وفي الركعة الثالثة قل يا أيها الكافرون وتبت يد أبي لهب وقل هو الله أحد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمات عبد الأعلى يحدث عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه أن أمة لهم زنت فحملت فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له دعها حتى تلد أو تضع ثم أجلدها حدثنا هاشم وحسن قال حدثنا شيبان عن عاصمين عن زر بن حبيش قال استأذن أبن جرموز على علي رضي الله عنه فقال من هذا قالوا أبن جرموز يستأذن قال إئذن وله ليدخل قاتل الزبير النار إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير حان معاوية بن عمر نحدثنا زائدة عن عاصمين عن زر بن حبيش قال استأذن أبن جرموز على علي رضي الله عنه وأنا عنده فقال علي رضي الله عنه بشر قاتل ابني صفية بالنار ثم قال علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير سمعت صفيان يقول الحواري الناصر حثنا سليمان بن داود أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق سمع عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الضحى حان يونس بن محمد حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن يونس بن خباب عن جريري بن حيان عن أبيه أن علي رضي الله عنه قال أبعثك فيما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أسوي كل قبر وأطمس كل صنمين حثنا يونس حدثنا حماد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي رضي الله عنه عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس عظيم العينين هديب الأشفار مشرب العين بحمرة كثة لحية أزهر اللون إذا مشت كثة كأنما يمشي في صعود وإذا أتفت أتفت جميعا شثنا الكفين والقدمين حثني أسود بن عامر أخبرنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتير بثلاث حثني أسود حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أحدث قبل أن يمس سماء وربما قال إسرائيل عن رجل عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حثني أسود حدثنا شريك عن موسى الصغير الطحاني عن مجاهد قال قال علي خرجت فأتيت حائطا قال فقال دلو بالتمرة قال فضليت حتى ملأت كف ثم أتيت الماء فاستعذبت يعني شربت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمته بعضه وأكلت أنا بعضه حثنا هاشم بن القاسم حدثنا إسرائيل عن جابر عن محمد بن علي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نظرت أن أنحر ناقتي وكيت وكيت قال أما ناقتك فانحرها وأما كيت وكيت فمن الشيطان حثنا أبو نوح يعني قرادا أنبأنا شعبة عن أبي التياح سمعت عبد الله بن أبي الهوذي ليحدث عن رجل من بني أسد قال خرج علينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسألوه عن الوتر قال فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوتير هذه الساعة تثوب يا أبنى النباح أو أذن أو أقيم حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقدم إليك خصماني فلا تسمع كلام الأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف ترى كيف تقضي قال فقال علي رضي الله عنه فما زلت بعد ذلك قاضيا حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا أبو صلى الله من عبد الملك بن مسلمين الحنفي عن عمرنا بن ضبيانا عن حكيم بن سعد أبي تحيا عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا قال بك اللهم أصول وبك أجول وبك أسير حدثنا أبو النضر هاشم وأبو داود قال حدثنا وارقاء عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه قال احتاج ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أعطي الحجام أجره حدثنا بكر بن عيسى الرسيبي حدثنا عمر بن الفضل عن نعيم بن يزيدة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته من بعده قال فخشيته أن تفوتني نفسه قال قلت أني أحفظ وأعقال أوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم حدثنا حجين حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي في حلمه كلف عقد شعيرة يوم القيامة حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا فضيل بن سليمان يعني النميري حدثنا محمد بن أبي يحيى عن إسي بن عمر الأسلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون بعد اختلاف أو أمر فإن استطعت أن تكون السلم ففعل حدثنا عبد الله حدثني محمد بن جعفر الوركاني وإسماعيل بن موسى السدي وحدثنا زكريا بن يحيى رحمويه قالوا أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيدي بن ذي حدنا عن علي رضي الله عنه قالوا إن الله عز وجل سمى الحرب على لسان نبيه خدعة قال رحمويه في حديثه على لسان نبيكم حدثنا عبد الله حدثني أبي وعبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيانا عن أبي إسحاق عن سعيدي بن ذي حدان حدثني من سمع علي يقول الحرب خدعة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثني إسحاق بن إسماعيل حدثنا يحيى بن عباد حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة سمع زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له حلة سيراء فأرسل بها إلي فرحت بها فعرفت والغضب قال فقسمتها بين نسائي حدثنا عبد الله بن الوليد وأبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سفيان لا أعلمه إلا قد رفعه قال من كذب في حلمه كل فيوم القيامة عقد شعيرة قال أبو أحمد قال أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حجين بن المثن حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمني عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل إلى السحر حدثنا روح حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن كعب القرضي عن عبد الله بن شداد بن الهادي عن عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين حنى عبيدة بن حميد حدثني ثوير بن أبي فاختة عن أبيه قال عاد أبو موسى الأشعري الحسن بن علي قال فدخل علي رضي الله عنه فقال آعائدا جئت يا أبا موسى أمزائلا فقال يا أمير المؤمنين لا بل عائدا فقال علي رضي الله عنه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول ما عاد مسلم مسلما إلا صلى عليه سبعون ألف ملك من حين يصبح إلى أن يمسي وجعل الله تعالى له خريفا في الجنة قال فقلنا يا أمير المؤمنين وما الخريف قال الساقية التي تسقي النخلة حثنا عبد الله حدثني علي بن حكيمين الأودي أنبأنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن زيدي بن وهب قال قدم علي رضي الله عنه على قومين من أهل البصرة من الخوارج فيهم رجل يقال له الجعد بن بعجة فقال له اتقل لها يا علي فإنك ميت فقال علي رضي الله عنه بل مقتول ضربة على هذا تخدب هذه يعني لحيته من رأسه عهد معهود وقضاء مقدي وقد خاب من أفطر وعاتبه في لباسه فقال ما لاكم ولللباسي هو أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدي أبي المسلم حتى نايا عقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وذكر محمد بن كعب القرضي عن الحارثي بن عبد الله الأعوري قال قلت لا أتي أن أمير المؤمنين فلا أسأل أنه عما سمعت العشية فقال فجئته بعد العشاء فدخلت عليه فذكر الحديث قالا ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبريل عليه السلام فقالا يا محمد إن أمتك مختلفة بعدك قال فقلت له فأين المخرج يا جبريل قال فقال كتاب الله تعال به يقسم الله كل جبار من اعتصم به نجا ومن تركه هلك مرتين قول فصل وليس بالهزل لا تخترقه الأسن ولا تفنى عجيبه فيه نبأ ما كان قبلكم وفصل ما بينكم وخبروا ما هو كأن بعدكم حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبني إسحاق حدثني حكيم بن حكيم بن عبدي بن حنيف عن محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شيهاب عن علي بن حسين عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فاطمة رضي الله عنها من الليل فأيقظنا للصلاة قال ثم رجع إلى بيته فصل هويا من الليل قال فلم يسمع لنا حسا قال فرجع إلينا فأيقظنا وقال قونا فصلي قال فجلست وأنا أعرك عيني وأقول إن والله ما نصلي إلا ما كتب لنا إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا قال فول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ويضرب بيده على فخيذه ما نصلي نصلي إلا ما كتب لنا ما نصلي إلا ما كتب لنا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا حسنا عبد الله حدثنا أحمد بن جميل أبو يوسف أخبرنا يحيى بن عبد الملك بن حميدي بن أبي غنية عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن زيدي بن وهب قال لما خرجت الخوارج بالنهروان قام علي رضي الله عنه في أصحابه فقال إن هؤلاء القوم قد سفكوا أدم الحرام وأغاروا في سرح الناس وهم أقرب العدو إليكم وإن تسيروا إلى عدوكم أنا أخاف أن يخلفكم هؤلاء في أعقابكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تخرج خارجة من أمتي ليس صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء ولا قراءتكم إلى قراءتهم بشيء يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق الساهم الساهم من الرمية وآية ذلك كأن فيهم رجلا له عضد وليس لها ذراع عليها مثل حلمة الثدي عليها شعرات بيد لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما لهم على لسان نبيهم لا تكلوا على العمل فسيروا على أسم الله فذكر الحديث بطوله حثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق حدثني يحيى بن عبدي بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال والله إن لمع عثمان بن عفان الجحفة ومع هرات من أهل الشام فيهم حبيب بن مسلمة الفهري إذ قال عثمان وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج إن أتم للحج والعمرة أن لا يكون في أشهر الحج فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل فإن الله تعالى قد وصع في الخير وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في بطن الوادي يعرف بعيرا له قال فبلغه الذي قال عثمان فأقبل حتى وقف على عثمان رضي الله عنه فقال أعمدت إلى سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخصة رخص الله تعالى بها للعباد للعباد في كتابه تضيق عليهم فيها وتنهى عنها وقد كانت لذي الحاجة ولناء الداري ثم أهل بحجة وعمرة معا فأقبل عثمان رضي الله عنه على الناس فقال وهل نهيت عنها أني لم أنهى عنها إنما كان رأيا أشرت به فمن شاء أخذ به ومن شاء تركه حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي سلمة عن مسعودي بن الحكم الأنصاري ثم الزرقي عن أمه أنها حدثته قالت لك كأني أنظر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء حين وقف على شعب الأنصاري في حجة الوداع وهو يقول أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بأيام صيامين إنما هي أيام أكل وشرب وذكر حناي عقوب وسعد قال حدثنا أبي عن أبيه عن عبد الله بن شداد قال سعد ابن الهاد سمعت علي رضي الله عنه يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أباه وأمه لأحد غير سعدي بن أبي وقاص فإني سمعته يقول يوم أحد أرمي يا سعد في داك أبي وأمي حسناي عقوب حدثنا أبي عن أبني إسحاق حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقول نهاكم عن تختم الذهب وعن لبس القسي والمعصفري وقراءة القرآن وأنا ركع وكساني حلة من سياراء فخرجت فيها فقال يا علي إني لم أكسكها لتلبسها قال فرجعت بها إلى فاطمة رضي الله عنها فأعطيتها ناحيتها فأخذت بها لتطويها معي فشققتها بثنتين قال فقالت تربت يدك يا أبن أبي طالب ماذا صنعت قال فقلت لها نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبسها فلبسي وكسي نساءك حثنا سريج بن النعماني حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصمي بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما وليس في تسعين ومئة شيء فإذا بلغت مئتين ففيها خمسة دراهم حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا علي بن صالح عن أبي إسحاق عن عمر بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر لك مع أنه مغفور لك لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين حدثنا أبو أحمد حدثنا شريك عن عمرنا بن ضبيانة عن أبي تحيا قال لما ضرب ابن ملجمين علي رضي الله عنه الضربة قال علي افعلوا به كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل برجل أراد قتله فقال اقتلوه ثم حرقوه حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهمانة عن منصور عن ألمنهلي بن عمرن عن عيم بن ديجاجة أنه قال دخل أبو مسعود عقبة بن عمرن الأنصري على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له علي أنت الذي تقول لا يأتي على الناس مئة سنة وعلى الأرض عين تطرف إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الناس مئة سنة وعلى الأرض عين تطرف ممن هو حي اليوم والله إن رجاء هذه الأمة بعد مئة عامين حثنا معاوية بن عمرن وأبو سعيد قال حدثنا زائدة عن عطائي بن السائب عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها في خميل وقربة ووسادة آدمين حشوها إذخر قال أبو سعيد ليوفن حثنا حسين بن محمد حدثنا شعبة عن سلمة والمجالد عن الشعبي أنهما سامعاه يحدث أن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة من أهل الكوفة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم حان سليمان بن داود حدثنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزنادي عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل بن عبد الرحمن بن فلاني بن ربعتا بن الحارث بن عبد المطالب الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرجي عن عبيد الله بن أبي رافعا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قض قراءته وأراد أن يركع ويصنعه إذا رفع رأسه من الرقوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبره حثنا علي بن حفص أنبأنا وارقاء عن منصور عن ألمنهالي عن نعيمي بن ديجاجة قال دخل أبو مسعود على علي رضي الله عنه فقال أنت القائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الناس مئة عامين وعلى الأرض نفس منفوسة إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الناس مئة عامين وعلى الأرض نفس منفوسة ممن هو حي اليوم وإن رجاء هذه الأمة بعد المئة حنى علي بن اسحاق انباءنا عبد الله حدثنا الحجاج بن ارطاط عن عطاء الخراساني انه حدثه عن مولى امرأته عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال اذا كان يوم الجمعة خرج الشياطين ويربثون الناس الى اسواقهم ومعهم الريات وتقعد الملائكة على ابواب المساجد يكتبون الناس على قدر منازلهم السابقة والمصلي والذي يليه حتى يخرج الامام فمندن من الامام فانصت او استمع ولم يلغ كان له كفلان من الاجر ومن ناء عنه فاستمع وانصت ولم يلغ كان له كفل من الاجر ومندن من الامام فلغ ولم ينصت ولم يستمع كان عليه كفل من الوزر ومن قال صه فقد تكلم ومن تكلم تكلم فلجمعت له ثم قال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم حتى خلف ابن الوليد حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلتمس الرجل من اصحابك كما تلتمس الضالة فلا يوجد حتى خلف ابن الوليد حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال لعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الربى واكله وشهديه والمحلل والمحلال له حتى نعفان حدثنا شعبة قال انبأنا ابو اسحاق قال سمعته بيرت يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب والقسي والميثرة حثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا ايوب عن عكرمة عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يودى المكاتب بقدر ما ادى حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زبيد الامي عن سعدي بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لما بعث جيشا وامر عليهم رجلا فاوقض نارا فقال ادخلوها فاراد ناس ان يدخلوها وقال اخرون انما فررنا منها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين ارادوا ان يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها الى يوم القيامة وقال للاخرين قولا حسنا وقال لطاعة في معصية الله انما الطاعة في المعروف حدثنا وهب بن جرير حدثنا ابي سمعت الاعمش يحدث عن عمر بن مرة عن ابي البختري عن علي رضي الله عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس ما ترون في فضل فضل عندنا من هذا المال فقال الناس يا امير المؤمنين قد شغلناك عن اهلك وضيعتك وتجارتك فهو عليك فقال لما تقول انت فقلت قد اشاروا عليك فقال لقل فقلت لما تجعل يقينك ظنا فقال لتخرجنا مما قلت فقلت اجل والله لا اخرجنا منه اتذكر حين بعثك نبي الله صلى الله عليه وسلم ساعيا فأتيت العباس بن عبد المطالب رضي الله عنه فمنعك صدقته فكان بينكما شيء فقلت لي انطلق معي الى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدناه خاثرا فرجعنا ثم غدونا عليه فوجدناه طيب النفس فاخبرته بالذي صنع فقال لك اما علمت ان عم الرجل صن وبيه وذكرنا له الذي رأيناه من خصوله في اليوم الاول والذي رأيناه من تبي نفسه في اليوم الثاني فقال انكما اتيتماني في اليوم الاول وقد بقي عندي من الصدقة دي نراني فكان الذي رأيتما من خصولي له واتيتماني اليوم وقد وجهتهما فذاك الذي رأيتما من تبي نفسه فقال عمر رضي الله عنه صدقت والله لا اجكرن لك الاول والاخرة حنا يونس حدثنا ليث عن ابن عجلانا عن محمد بن كعب القرضي عن عبدالله بن شداد بن الهادي عن عبدالله بن جعفر عن علي بن ابن ابي طالب رضي الله عنه قال لقنني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات وامرني ان نزل بي كرب او شدة ان اقولهن لا الها الا الله الكريم الحليم سبحانه وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن عطائي بن السائب عن زذان عن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء فعل الله تعالى به كذا وكذا من النار قال علي رضي الله عنه فمن ثم عديت شعري حسن بن موسى حدثنا حماد عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي بن الحنفية عن ابيه رضي الله عنه قال كفنا النبي صلى الله عليه وسلم في سبعة اثواب حسن ابو سعيد حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله الماجشون حدثنا عبدالله بن الفضل والماجشون عن الاعرج عن عبيد الله بن رافع عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر استفتح ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين قال ابو النضري وانا اول المسلمين اللهم لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاخفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الله ذنوبة الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا الا انت تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك وكان اذا ركع قال اللهم لاك ركعت وابك امنت ولك اسلمت خشعلك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي واذا رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السموات والارض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد واذا سجد قال اللهم لاك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد وجهي للذي خلقه فصوره فاحسن صوره فشق سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين فاذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت حثنا وكيع حدثنا فتر عن المنذر عن ابن الحنفية قال قال علي رضي الله عنه يا رسول الله ارأيت ان ولد لبعدك ولد اسميه باسمك واكنيه بكنيتيك قال نعم فكانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي حثنا وكيع حدثنا الاعمش عن علي ابن ثابت عن زر ابن حبيش عن علي رضي الله عنه قال عهدى الي النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق حثنا وكيع حدثنا سفيان عن سلمة عن حجية عن علي رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن حثنا وكيع حدثنا الاعمش عن مسلمين البطين عن علي بن الحسين عن مروان بن الحكم قال كنا نسير مع عثمان رضي الله عنه فاذا رجل يلبي بهما جميعا فقال عثمان رضي الله عنه من هذا فقال فقال علي فقال الم تعلم اني قد نهيت عن هذا قال بلى ولكن لم اكن لادعى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولك حثنا وكيع حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن حجية قال سأل رجل علي رضي الله عنه عن البقرة فقال عن سبعة فقال مكسورة القرن فقال لا يضرك قال العرجاء قال اذا بلغت المنسك فاذبح امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان استشرف العين والاذن حثنا وكيع حدثنا جرير بن حازمين وابو عمر بن العلاء عن ابن سيرين سامعاه عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم فيهم رجل مودن اليد او مثدون اليد او مخداج اليد ولولا ان تبطروا لانبأتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قال عبيدة قلت لعلي رضي الله عنه انت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي ورب الكعبة اي ورب الكعبة اي ورب الكعبة حثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الاعلى الثعلبي عن ابي جميلة الطهوي عن علي رضي الله عنه ان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم اما احدثت فامرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقيم عليها الحد فاتيتها فوجدتها لم تجف من دامها فاتيته فاخبرته فقالا اذا جفت من دامها فاقم عليها الحد اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم حثنا وكيع حدثنا الاعمش عن ابي اسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال كنت ارى ان باطن القدمين احقوا بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما حثنا وكيع حدثنا سفيان عن عثمان الثقفي رضي الله عنه عن سالم ابن ابي الجعدي عن علي رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نمزي حمارا على فرس حثنا وكيع عن سفيانا عن ابي اسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استخلفت احدا عن غير مشورة لا استخلفت ابن ام عبد حثنا وكيع حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى حدثنا علي ان فاطمة شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم اثر العجين في يديها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فاتته تسأله خادما فلم تجده فرجعت قال فاتانا وقد اخذنا مضاجعنا قال فذهبت لأقوام فقال مكانكما فجاء حتى جلس حتى وجدت برد قدميه فقال الا ادلكما على ما هو خير لكم من خادمين اذا اخذت ما مضجعكما سبحت ما الها ثلاثان وثلاثين وحمدت ماه ثلاثان وثلاثين وكبرت ماه اربعا وثلاثين حنا وكيع حدثنا صفيان عن حبيب عن ابي وإل عن ابي الهياج الاسادي قال قال لي علي ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا تدعت امثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته حدثنا وكيع حدثنا اسرائيل عن ثوير ابن ابي فاختة عن ابيه عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة سبح اسم ربك الاعلى حثنا وكيع حدثنا صفيان عن ابي اسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال جاء ثلاثة نفر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال احدهم يا رسول الله كانت لي مئة دينار فتصدقت منها بعشرة دنانير وقال الاخر يا رسول الله كان لي عشرة دنانير فتصدقت منها بدينار وقال الاخر كان لي دينار فتصدقت بعشره قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم في الاجر سواء كلكم تصدق بعشري ماله حثنا وكيع حدثنا المسعودي ومسعر عن عثمان بن عبد الله بن هرموزة عن نفع بن جبير بن مطعمين عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شثنا الكفين والقدمين الضخم الكراديوس حثنا وكيع عن شريك عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس إليك الخصمان فلا تكلم حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول حدثنا وكيع أنبأنا المسعودي عن عثمان بن عبد الله بن هرموزة عن نفع بن جبير بن مطعمين عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير ضخم الرأس واللحية شثن الكفين والقدمين مشرب وجهه حمرة طويل المزربة ضخم الكراديوس إذا مشتك فأتكف أن كأنما ينحط من صباب لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم حدثنا يزيد أنبأنا إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال أهدى كسر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقابلا منه وأهدى له قيصر فقابلا منه وأهدت له الملوك فقابلا منهم حدثنا يزيد عن الحجاج عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هان إن قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت سلعليا فإنه أعلم بهذا مني كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسألت علي رضي الله عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيامين وليليهن وللمقيم يوم وليلة حدثنا يزيد عن الحجاج عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أدثنا يزيد أنبأنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن عبد الله بن زرير الغافقي قال سمعت علي رضي الله عنه يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبا بيمينه وحريرا بشماله ثم رفع به ما يديه فقال هذاني حرام على ذكور أمتي حثنا يزيد أنبأنا حمد بن سلمة عن هشامي بن عمر وعن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامين عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وطره اللهم إني أعوذ برضاك من صختك وأعوذ بمعافتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي فناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك حثنا يزيد بن هارون حدثنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجهر القوم بعضهم على بعض بين المغرب والعشاء بالقرآن حنا يزيد أنبأنا شاريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة فلما وضع رجله في الركب قال باسم الله فلما استوى عليها قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلمون ثم حمض لها ثلاثا وكبر ثلاثا ثم قال سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاخفر لي ثم ضحك فقلت مما ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت ثم ضحك فقلت مما ضحكت يا رسول الله قال يعجب الرب من عبده إذا قال ربي أغفر لي ويقول علم عبدي أنه لا يغفر اللفذ نوب غير حدثنا يزيد حدثنا حمد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن يسار أن عمرو بن حريث عاد الحسن بن علي رضي الله عنه فقال له علي أتعود الحسن وفي نفسك ما فيها فقال له عمرو إنك لست بربي فتصرف قلبي حيث شئت قال علي رضي الله عنه أما إن ذلك لا يمنعنا أن أدي إليك النصيحة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلمين عدى أخاه إلا ابتعاث الله له سبعين ألف ملك يصلون عليه من أي ساعات النهار كان حتى يمسي ومن أي ساعات الليل كان حتى يصبح قال له عمرو وكيف تقول في المشي مع الجنازة بين يديها أو خلفها فقال علي رضي الله عنه عنه إن فضل المشي من خلفها على بين يديها كفضل صلاة المكتوبة في جماعة على الوحدة قال عمرو فإني رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشيان أمام الجنازة قال علي رضي الله عنه إنهما إنما كرهاء يحرجاء الناس حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيدي بن وهب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سياراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه قال فشققتها بين نساء حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال قال عبد الله بن شقيق كان عثمان رضي الله عنه ينهى عن المتعة وعلي رضي الله عنه يأمر بها فقال عثمان لعلي إنك كذا وكذا ثم قال علي رضي الله عنه لقد علمت أن قد تمت عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أجل ولكن كنا خائفين حثنا معاذ بن هشامين حدثني أبي عن قتادة عن أبي حربي بن أبي الأسود عن أبي الأسود الدلي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجرية قال قتادة وهذا ما لم يطعم الطعام فإذا طعم غسل جميعا حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بما أنه قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت وحتى يؤمن بالقدر حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت ناجية بن كعب يحدث عن علي رضي الله عنه أنه آتى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا إن أبا طالب مات فقالا له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره فقالا إنه مات مشركا فقال اذهب فواره قالا فلما وريته رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالك أغتسل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد يعني ابن أبي عروبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبي عغلمين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فأرجعهما ولتابعهما إلا جميعا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال ليس الوتر بحطمين كهيئة الصلاة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان وشعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق عنه بيرة عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقض أهله في العشر الأواخر من رمضان حدثنا عبد الرحمن حدثنا زهير عن عبد الله يعني ابن محمد بن عقيل عن محمد بن علي أنه سمع علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعطيتم لم يعطى أحد من الأنبياء فقلنا يا رسول الله ما هو قال نصرت بالرعب وأعطيتم فاتح الأرض وسميت أحمد وجعلت راب لي طهورا وجعلت أمة خير الأمم حدثنا عبد الرزاق أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتير عند الأذان ويصلي ركعة الفجر عند الإقامة أنهن أبو النضر حدثنا الأشجعي عن شيبان عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرنا الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فاستيقظ محمرا لونه فقال غير ذلك أخوف لي عليكم ذكر كلمة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن سالم بن أبي الجعدي عن علي بن علقمة عن علي رضي الله عنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغل أو بغلة فقلت ما هذا قال بغل أو بغلة قلت ومن أي شيء هو قال يحمل الحمار على الفرس فيخرج بينه ما هذا قلت أفلا نحمل فلانا على فلانة قال لا إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون حثنا يحيى بن آدم حدثنا أبن مبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن علي رضي الله عنه قال لكنت إذا أستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان في صلاة سبح وإن كان غير ذلك أذن أدثنا يحيى بن آدم عن سفيان بن سعيد عن عبد الرحمن بن الحريث عن زيدي بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المنحر بمنا فقال هذا المنحر ومنا كلها منحر حثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئي بن هانئن عن علي رضي الله عنه قال لما ولد الحسن سميته حربا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتمه قال قلت حربا قال بل هو حسن فلما ولد الحسين سميته حربا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتمه قال قلت حربا قال بل هو حسن فلما ولد الثالث سميته حربا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتمه قلت حربا قال بل هو محسن ثم قال سميتهم بأسماء ولد هارون شبر وشبير ومشبر حسن يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئي بن هانئن وهبيرة بن يريم عن علي رضي الله عنه قال لما خرجنا من مكة اتبعتنا أبنة حمزة تنادي يا عمي ويا عمي قال فتناوتها بيدها فدفعتها إلى فاطمة رضي الله عنها فقلت دونك أبنة عمك قال فلما قدمنا المدينة اختصمنا فيها أنا وجعفر وزيد بن حريثة فقال جعفر ابنة عمي وخالتها عندي يعني أسماء بن طعميس وقال زيد ابنة أخي وقلت أنا أخذتها وهي ابنة عمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت يا جعفر فأجبهت خلقي وخلقي وأما أنت يا علي فامني وأنا منك وأما أنت يا زيد فأخونا ومولانا الجارية وعند خالتها فإن الخالة والدة قلت يا رسول الله ألا تزوجها قال قال إنها أبنة أخي من الرضاعة حان يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي رضي الله عنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت أولم يستغفر إبراهيم لأبيه فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين إلى قوله تبرأ منه قال لما مات فلا أدري قاله سفيان أو قاله إسرائيل أو هو في الحديث لما مات حدثنا أبو عبد الرحمني حدثنا موسى بن أيوب حدثني عمي إس بن عامر سمعت علي بن أبي طالب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح من الليل وعائشة معطردة بينه وبين القبلة حدثنا حجاج وأبو نعيمين قال حدثنا فتر عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل قال حجاج سمعت علي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله عز وجل رجلا منا يملأها عدلا كما ملأت جورا قال أبو نعيمين رجلا منا قال وسمعته مرة يذكره عن حبيب عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حسنا حجاج حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني عن علي رضي الله عنه قال الحسن أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس والحسين أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك حسنا حجاج قال يونس بن أبي إسحاق أخبرني عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذنب في الدنيا ذنبا فعوقبا به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستر الله عليه وعافى عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عافى عنه حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا يحيى بن سلمة يعني ابن كهيل قال سمعت أبي يحدث عن حبة العراني قال رأيت علي رضي الله عنه ضحك على المنظر لم أره ضحك ضحكا أكثر منه حتى بدت نواجده ثم قال ذكرت قول أبي طالب ظهر علينا أبو طالب وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصلي ببطن نخلة فقال ماذا تصنعاني يا أبن أخي فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فقال ما بالذي تصنعاني بأس أو بالذي تقولاني بأس ولكن والله لا تعلوني است أبدا وضحك تعجبا لقول أبيه ثم قال اللهم لا أعطرف أن عبدا لاك من هذه الأمة عبدك قبل غير نبيك ثلاث مرات لقد صليت قبل أن يصلي الناس سبعا حتى عبد الله قال وجدت هذا الحديث في كتاب أبي وأكثر علمي إن شاء الله أني سمعته منه حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشمين حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عبد الله بن هبيرة عن عبد الله بن زرير الغافقي عن علي بن أبي طالب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فانصرفا ثم جاء ورأسه يقطر ماء فصلى بنا ثم قال أني صليت بكم آنفا وأنا جنوب فمن أصابه مثل الذي أصابني أو وجد رزا في بطنه فليصنع مثل ما صنعت حثنا وكيع عن ابن أبي الليلة عن ألمن هالي عن عبد الرحمن بن أبي الليلة قال كان أبي يسمر مع علي وكان علي يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف فقيل له لو سألته فسأله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد العين يوم خيبر فقلت يا رسول الله إني أرمد العين قال فتفل في عيني وقال اللهم أذهب عنه الحر والبرد فما وجدت حرا ولا بردا منذ يومئذ وقال لا أعطي أن الرأية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار فتشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيها حثنا وكيع حدثنا سفيان قال أبو إسحاق عن هاني بن هاني عن علي رضي الله عنه قال لكنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عمار فاستأذن فقال إئذن وله مرحبا بالطيب المطيب حثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا شعبة عن الحكام وغيره عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت سلعليا رضي الله عنه فسألته فقال ثلاثة أيمين وليليهن يعني للمسافر ويوم وليلة للمقيم حثنا أبن الأشجعي حدثنا أبي عن سفيان عن عبدة بن أبي لبابة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني إن قال أمرني علي أن أمسح على الخفين حثنا هاشم بن القاسم حدثنا شريك عن مخارق عن طارق بن شيهاب قال شهدت علي رضي الله عنه وهو يقول على المنبر والله ما عندنا كتاب نقرأه عليكم إلا كتاب الله تعالى وهذه الصحيفة معلقة بسيفه أخذتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فرائض الصدقة معلقة بسيف له حليته حديد أو قال بكراته حديد أي حلقه حدثنا هاشم حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن علي بن زيد قال عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي قال كان أبي الحارث على أمر من أمور مكة في زمن عثمان فأقبل عثمان رضي الله عنه إلى مكة فقال عبد الله بن الحارث فاستقبلت عثمان بن نزل بقديد فاصطاد أهل الماء حجلا فطبخناه بماء وملح فجعلناه عراقا للفريد فقدمناه إلى عثمان وأصحابه فأمسك وفقال عثمان صيد لم أصطده ولم أمر بصيده أصطاده قوم حل فأطعمناه فما بأس فقال عثمان من يقول في هذا فقال علي فبعث إلى علي رضي الله عنه فجاء قال عبد الله بن الحارث فك أني أنظر إلى علي حين جاء وهو يحط الخبط الخبط عن كفيه فقال له عثمان صيد لم نصطده ولم نأمر بصيده أصطاده قوم حل فأطعمناه فما بأس قال فغضب علي وقال أنشود له ورجلا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتي بقائمة حمار وحش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوم حرم فأطعموه أهل الحل قال فشهد إثنى عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال علي أشهد له رجلا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتي ببيض النعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوم حرم أطعموه أهل الحل قال فشهد دونه من العدة من آل اثني عشر قال فثنى عثمان وركه عن الطعام فدخل رحله وأكل ذلك الطعام أهل الماء حثنى هدبة بن خالد حدثنا همام حدثنا علي بن زيد عن عبد الله بن الحريث أن أباه ولي طعم عثمان قال فكأني أنظر إلى الحجل حوالي الجفان فجاء رجل فقالا إن علي رضي الله عنه يكره هذا فبعث إلى علي وهو ملطخ يديه بالخبط فقالا إنك لا كثير الخلاف علينا فقال علي أذكر لها من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعجز حمار وحش وهو محرم فقالا إن محرمونا فأطعموه أهل الحل فقام رجال فشهدوا ثم قالا أذكر له رجلا شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتي بي خمس بيضات بيض عميل فقالا إن محرمونا فأطعموه أهل الحل فقام رجال فشهدوا فقام عثمان فدخل فستاطه وتركوا الطعام على أهل الماء حثنا هاشم حدثنا ليث يعني ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن زرير الغافقي عن علي بن أبي طالب أنه قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فقلنا يا رسول الله لو أن أنزينا الحمر على خيلنا فجاءتنا بمثل هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون حثنا هاشم حدثنا أبو خيثمت حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال إن الوترة ليس بحطمين ولكنه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله عز وجل وتر يحب الوترة حثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني أبي إسحاق بن يسار عن مقسمين أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل عن مولاه عبد الله بن الحارث قال اعتمرت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في زمان عمر أو زمان عثمان رضي الله عنه فنزل على أخته أم هاني أم بنت أبي طالب فلما فرغ من عمرته رجع فسكب له غسل فاختسل فلما فرغ من غسله دخل عليه نفر من أهل العراق فقالوا يا أبا حسى إن جئناك نسألك عن أمر نحب أن تخبرنا عنه قال أظن المغيرة بن شعبة يحدثكم أنه كان أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أجل عن ذلك جئنا نسألك قال أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قثم بن العباسي حثنا عفان حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا عتيبة عن بوريدي بن أصرم قال سمعت علي رضي الله عنه يقول مات رجل من أهل الصفة وترك دينا ريني أو درهميني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتني صلوا على صاحبكم حثنا عفان حدثنا أبو عوان تحدثنا عبد الأعلى الثعلبي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنه قال من كذب في الرؤية متعمدا كلف عقد شعيرة يوم القيامة حدثنا عبد الله حدثني محمد بن سليمان لوين حدثنا محمد بن جابر عن عبد الملك بن عمير عن عمارة بن رويبة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت سمعت أذني وعاه قلبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الناس تابع لقريش صالحهم تابع لصالحهم وشرارهم تابع لشرارهم حثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا رجل من بني سدوس يقال له جري بن كوليب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عضباء الأذن والقرن قال فسألت سعيد بن المسيب فقال النصف فما فوق ذلك حثنا عفان حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا قيس بن الربيع عن أبي المقدام عن عبد الرحمن الأزرق عن علي رضي الله عنه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا نائم على المنامة فاستسقى الحسن أو الحسين قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى شات لنا بكر فحلابها فدرت فجاءه الحسن فنحاه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فطمة يا رسول الله كأنه أحبه ما إليك قال لا ولكنه استسقى قبله ثم قالا إني وإياك وهذيني وهذا الراقد في مكاء واحد يوم القيامة حدثنا عبد الله حدثني محمد بن سليمان لوين حدثنا حديج عن أبي إسحاق عن أبي حذيفة عن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت حين بزغ القمر كأنه في القجفنة فقال الليلة ليلة القدر حثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عطاء بن السائب عن زدانة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يصبها الماء فعل به كذا وكذا من النار قال علي رضي الله عنه فمن ثم عديت رأسي حثنا عفان حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن زدانة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه شرب قائما فنظر إليه الناس كأنهم أنكروه فقال ما تنظرون إن أشرب قائما فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وإن أشرب قاعدا فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قاعدا حثنا عفان وحسن بن موسى قال حدثنا حماد عن عبد الله يعني ابن محمد بن عقيل عن محمد بن علي رضي الله عنه عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس عظيم العينين هديب الأشفار قال حسن الشفار مشرب العينين بحمرة كث اللحية أزهر اللون شثنا الكفين والقدمين إذا ما شك أنما يمشي في صعود قال حسن تكفأ وإذا أتفت أتفت جميعا حسن عبد الله حدثنا أبو عبيدة بن فضيل بن عياض وقال لي هو أسمي وكن يتي حدثنا مالك بن سعير يعني ابن الخمس حدثنا فرات بن أحنف حدثنا أبي عن ربعي بن حراش أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قام خطبا في الرحبة فحمد لها وأثنى عليه ثم قال ما شاء الله أن يقول ثم دعا بكوز من ماء فتى مضمض منه وتمسح وشرب فضل كوزه وهو قائم ثم قال بلغني أن الرجل منكم يكره أن يشرب وهو قائم وهذا وضوء من لم يحدث ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن جعفر الوركاني حدثنا شريك عن مخارق عن طارق قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال ما عندنا شيء من الوحي أو قال كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما في كتاب الله وهذه الصحيفة المقرونة بسيف وعليه سيف حليته حديد وفيها فرائض الصدقات حثنا عفان حدثنا حماد أنبأنا عاصم بن بهدلة عن زري بن حبيش أن علي قيل له إن قاتل الزبير على الباب فقال لي يدخل قاتل ابن سفية النار سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي حواريا وإن الزبير حواري حثنا عفان وإسحق بن عيسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي الله عنه قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلمين أخوين فبعت أحدهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل الغلمان فقلت بعت أحدهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رده حثنا عفان وحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال عفان حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب حثنا هاشم بن القاسم حدثنا محمد يعني ابن راشد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن فضالة ابن أبي فضالة الأنصاري وكان أبو فضالة من أهل بدر قال خرجت مع أبي عائدا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من مرض أصابه ثقل منه قال فقال له أبي ما يقيمك في منزلك هذا لو أصابك أجلك لم يلك إلا أعراب جهينة تحمل إلى المدينة فإن أصابك أجلك وليك أصحابك وصلوا عليك فقال علي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي أن لا آموت حتى أؤمر ثم تخضب هذه يعني لحيته من دم هذه يعني هامته فقوتيل وقوتيل أبو فضالة مع علي يوم صفين حان هاشم بن القاسم حدثنا عبد العزيز يعني ابن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة يكبر ثم يقول وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين أن صلاة ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك وهو بذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي وعترفت بذنبي فاخفر لذنوبي جميعا لا يغفر لذنوب إلا أنت اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت أصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا إلا أن تلبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخيي وعظامي وعصبي وإذا رفع رأسه قال سمعي الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره فشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين وإذا فرغ من الصلاة وسلم قال اللهم ما أغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت قال عبد الله قال بلغنا بلغنا عن إسحاق بن رهويه عن النضري بن شميل أنه قال في هذا الحديث والشر ليس إليك قال لا يتقرب بالشر إليك حدثنا حجين حدثنا عبد العزيزي عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرجي عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنه كان إذا أفتتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي فذكر مثله إلا أنه قال وصرف عني سيئة حدثنا حجين حدثنا عبد العزيزي عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الأعرجي عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما مثله حثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي ابن شيهاب عن عمه أخبراني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يحل لمرئ المسلمين أن يصبح في بيته بعد ثلاث من لحم نسكه شيء حثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا الحسن بن يزيد الأصم قال سمعت السدية إسماعيل يذكره عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن عمك الشيخ قد مات قال اذهب فواره ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني قال فواريته ثم أتيته قال اذهب فاختسل ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني قال فاختسته ثم أتيته قال فدعالي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعام وسودها قال وكان علي رضي الله عنه إذا غسل الميت أغتسله حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن جعفر الوركاني في سنة 27 ومائتين حدثنا أبو عقيل يحيى بن المتوكل حاء وحدثنا محمد بن سليمان لوين في سنة 42 ومائتين حدثنا أبو عقيل يحيى بن المتوكل عن كثير النواء عن إبراهيم بن حسني بن حسني بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبيه عن جده قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر في آخر الزمان قوم يسمون الرافدة يرفضون الإسلام حدثنا عبد الله حدثنا أبو عقيل يحيى بن عبد الله حدثني أبو كريبا محمد بن العلا حدثنا أبن المباركي عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيدة عن القاسم عن أبي أمامة قال 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 علي رضي الله عنه كنت آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأستأذن فإن كان في صلاة سبحة وإن كان في غير صلاة أذن لي حدثنا عبد الله حدثني عبد الأعلى بن حماد حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار حدثنا أبو عبد الله مسلمة الرزي عن أبي عمر البجلي عن عبد الملك بن سفيان الثقافي عن أبي جعفر محمد بن علي رضي الله عنه عن محمد بن الحنفية عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب العبد المفتن التواب حدثنا عبد الله حدثني محمد بن جعفر الوركاني أنبأنا أبو شيها بن الحناط عبد ربه بن نافع عن الحجاج بن أرطاطا عن أبي على عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما أعيني أمر المذي أمرت المقداد أن يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء استحياء من أجل فاطمة حثنا عبد الله حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا حمد بن زيد حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن المتعة وعن لحوم الحمر حثنا يونس حدثنا حمد يعني ابن سلمة عن عاصمين عن زر أن علي رضي الله عنه قيل له إن قاتل الزبير على الباب فقال علي ليدخل أن قاتل ابن سفية النار سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي حواري وإن حواري الزبير بن العوامي حثنا عفان حدثنا حمد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن عثمان بن عفان رضي الله عنه نزل قديدا فأتي بالحجل في الجفان شائلة بأرجلها فأرسل إلى علي رضي الله عنه وهو يضفز بعيرا له فجاء والخبط يتحات من يديه فأمسك علي وأمسك الناس فقال علي من هاهنا من أشجع هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي ببيضاتنا عمين وتتمير وحش فقال أطعمهن أهلك فإن حرم قالوا بل فتورك عثمان عن صريره ونازل فقال خبثت علينا حسنا عفان حدثنا شعبة أخبرني علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمري بن جرير يحدث عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة حنا عفان حدثنا شعبة أخبرنا أبو إسحاق سمعته بيرت قال سمعت علي رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب والقصي والميثرة حسنا عفان حدثنا خالد يعني أطحان حدثنا مطرف عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع الرجل صوته بالقرآن قبل العتمة وبعدها يغلط أصحابه في الصلاة حسنا عفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهد المكاتب بقدر ما أدى حسنا عفان حدثنا حماد حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة بعث معها بخميلة ووسادة من أدمين حشو هليف ولحيين وسقاء وجرتين حنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا الحجاج عن الحسن بن سعد عن أبيه أن يحنس وصفية كان من سبيل خمس فازنت صفية برجل من الخمس فولدت غلاما فادعاه الزاني ويحنس فاختصم إلى عثمان فرفعهما إلى علي بن أبي طالب فقال علي أقضي فيهما بقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر وجلدهما خمسين خمسين حسنا يحيى بن غيلان حدثنا المفضل بن فضالة حدثني يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن أبي سلمة عن عمر بن سليمين الزرقي عن أمه قالت كنا بمنا فإذا صائح يصيح ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصومن فإنها أيام أكل وشرب قالت فرفعت أطناب الفستات فإذا الصائح علي بن أبي طالب حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكريا عن حجاجي بن دينار عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي أن العباس بن عبد المطالب سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له حدثنا عبد الله حدثني أحمد بن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن أبن عباس قال قال علي بن أبي طالب أرسة المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع وانضح فرجك حدثنا قوتيبة بن سعيد حدثنا ليث بن سعد عن أبن الهادي عن عبد الله بن أبي سلمة عن عمر بن سليمين الزرقي عن أمه أنها قالت بينما نحن بمنا إذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه على جمهل إن وهو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه أيام طعمين وشرب فلا يصو من أحد فاتبع الناس حثنا عفان حدثنا شعبة قال أبو إسحاق أنبأني غير مرة قال سمعت عاصم ابن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال من كل الليل قد أوطر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وطره إلى آخر الليل حثنا عفان حدثنا شعبة قال سلمة بن كهيل أنبأني قال سمعت حجية بن عدي رجلا من كندة قال سمعت رجلا سأل علي رضي الله عنه قال لأني اشتريت هذه البقرة للأضحق قال عن سبعة قال القرن قال لا يضرك قال العرج قال إذا بلغت المنسك فان حر ثم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن حثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا حصين حدثني سعد بن عبيدة قال تنازع أبو عبد الرحمن السلمي وحبان بن عطية فقال أبو عبد الرحمن لحبانه قد علمت ما الذي جرأ صاحبك يعني علي رضي الله عنه قال فما هو لا أبا لاك قال قول سمعته من علي رضي الله عنه يقوله قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وأبا مرثد وكلنا فارس قال انطلقوا حتى تبلغوا لوضة خاخ فإنا فيها امرأة معها صحيفة من حاطيب ابن أبي بلتعت إلى المشركين فأتوني بها فانطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسير على بعير لها قال وكان كتب إلى أهل مكة بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا فقلنا لها أين الكتاب الذي معك قالت ما معي كتاب فانخنا بها بعيرها فابتغينا في رحلها فلم نجد فيه شيئا فقال صاحبي ما نرى معها كتابا فقلت لقد علمت ما ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حلفت والذي أحرف به لأن لم تخرجي الكتاب لا أجرد أنك فأهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت الصحيفة فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين دعني أضرب عنقه قالا يا حاطب ما حملك على ما صنعت قال يا رسول الله والله ما بي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله ولكني أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي ولم يكن أحد من أصحابك إلا له هناك من قومه من يدفع الله تعالى به به عن أهله وماله قال صدقت فلا تقولوا له إلا خيرا فقال عمرو يا رسول الله إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين دعني أضرب عنقه قال أوليس من أهل بدر وما يدريك لعل الله عز وجل إطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة فغرورقت عين عمر رضي الله عنه وقال الله تعالى ورسوله أعلم حسنا هارون بن معروف قال عبد الله وسمعته أنا من هارون أنبأني أبن وهب حدثني سعيد بن عبد الله الجهني أن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثه عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يا علي لا تؤخرهن الصلاة إذا أتت الجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت كفؤا حدثنا عبد الله حدثنا أبو داود المباركي سليمان بن محمد جار خلف البزار حدثنا أبو شيهاب عن أبن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أبن عباس عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس الحمرة وعن القراءة في الركوع والسجود حدثنا عبد الله حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا عمران بن محمد بن أبي ليلى عن أبيه عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث عن أبن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم صيد وهو محرم فلم يأكله حدثنا عبد الله حدثني محمد بن عبيد بن محمد المحاربي حدثنا عبد الله بن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لباس القسي والمياثر والمعصفر وعن قراءة القرآن والرجل راكع أو ساجد حدثنا عبد الله حدثني أبو محمد سعيد بن محمد الجرمي قدم علينا من الكوفة حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن الأعمش عن عاصمين عن زري بن حبيش قال عبد الله وحدثني سعيد بن يحيى بن سعيد حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن عاصمين عن زري بن حبيش قال قال عبد الله بن مسعود ثمارينا في سورة من القرآن فقلنا خمس وثلاثون آية ست وثلاثون آية قال فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا علي رضي الله عنه يناجيه فقلنا إن أختلفنا في القراءة فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأملكم أن تقرأوا كما علمتم حدثنا عبد الله حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي حدثنا حماد عن عاصمين حاء وحدثنا عبيد الله القواريري حدثنا حماد قال القواريري في حديثه حدثنا عاصم بن أبي النجودي عن زر يعني ابن حبيش عن أبي جحي فقال سمعت عليا رضي الله عنه يقول ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم قال ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد أبي بكر عمر رضي الله عنه حدثنا عبد الله حدثني أبو صالح هدية بن عبد الوهابي بمكة حدثنا محمد بن عبيد التنافسي حدثنا يحيى بن أيوب البجلي عن الشعبي عن وهب السوئي قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال من خير هذه الأمة بعد نبيها فقلت أنت يا أمير المؤمنين قال لا خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنه وما نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه حسن إسماعيل بن إبراهيم أنبأنا منصور بن عبد الرحمن يعني الغداني الأشلة عن الشعبي حدثني أبو جحيفة الذي كان علي يسميه وهب الخير قال قال علي رضي الله عنه يا أبا جحيفة ألا أخبرك بأفضل هذه الأمة بعد نبيها قال قلت بل قال ولم أكن أرى أن أحدا أفضل منه قال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وبعد أبي بكر عمر رضي الله عنه وبعدهما آخر ثالث ولم يسميه حسن عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال قال علي رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وبعد أبي بكر عمر رضي الله عنه ولو شئت أخبرتكم بالثالث لفعت حدثنا عبد الله حدثنا منصور بن أبي مزاحمين حدثنا خالد أزيات حدثني عون بن أبي جحيفة قال كان أبي من شرط علي رضي الله عنه وكان تحت المنبر فحدثني أبي أنه صعد المنبر يعني علي رضي الله عنه فحمد الله تعالى وأثنى عليه وصل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر والثاني عمر رضي الله عنه وقال يجعل الله تعالى الخير حيث أحب حسنا عفان حدثنا حماد أنبأنا عطاء بن السائب عن أبيه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة بعثا معه بخميلة ووسادة من أدمين حشو هليف ولحيين وسقاء وجرتين فقال علي لفاطمة رضي الله عنهما ذات يومين والله لقد سنوت حتى لقد اشتكيت صدري قال وقد جاء الله أباك بسبي فاذهبي فاستخدميه فقالت وأنا والله قد طحنت حتى ما جلت يدي فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما جاء بك أي بنية قالت جئت لا أصلي ما عليك واستحيا أن تسأله ورجعت فقال ما فعت قالت أستحيت أن أسأله فأتينه جميعا فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله والله والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري وقالت فاطمة رضي الله عنها قد طحنت حتى ما جلت يدي وقد جاءك الله بسبي وسعة فأخدمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أعطيكما وأدعو أهل الصفة تطوى بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم ولكن أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم فرجع فأتاهما النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل في قطيفتهما إذا غطت رؤوسهما تكشفت أقدامهما وإذا غطي أقدامهما تكشفت رؤوسهما فثار فقال مكانكما ثم قال ألا أخبركما بخير مما سألتماني قال بلى فقال كلمات على من يهن جبريل عليه السلام فقال تسبحاني تسبحاني في دبري كل صلاة عشرا وتحمدان عشرا وتكبران عشرا وإذا أويتما إلى فراشكما فسبح ثلاثا وثلاثين واحمد ثلاثا وثلاثين وكبر أربعا وثلاثين قال لفوالله ما تركتهن منذ علمني يهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال له ابن الكواء ولا ليلة صفيا فقال قاتلكم الله يا أهل العراق نعم ولا ليلة صفيا حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سلمة ابن كوهيل عن الشعبي أن علي رضي الله عنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن عمري بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي بن أبي طالب أنا ورجلان رجل من قوم ورجل من بني أسد أحسب فبعثهما وجها وقال أما إنكما علجان فعليجا عن دينيكما ثم دخل المخرج فقض حاجته ثم خرج فأخذ حفنة من ماء فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن قال فكأنه رآنا أنكرنا ذلك ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحمة ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن عمري بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت شاكيا فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول اللهم ما إن كان أجلي قد حضر فأرحني وإن كان متأخرا فإرفعني وإن كان بلاء فصبرني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت فأعاد عليه ما قال قال فضربه برجله وقال اللهم عافه أو اللهم أشفه شك شعبة قال فما اشتكيت وجع ذاك بعد حثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق سمعت عاصم بن ضمرة يحدث عن علي رضي الله عنه قال ليس الوتر بحطمين كالصلاة ولكن سنة فلا تدعوه قال شعبة ووجدته مكتوبا عندي وقد أوطر رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا أسود بن عامر أنبأنا شريك عن أبي الحصناء عن الحكم عن حنش عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه أبدا حثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا ومواكله وشهديه وكاتبه والوشيمة والمستوشمة للحسن ومانع الصدقة والمحل والمحلال له وكان ينهى عن النوحي حثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي رضي الله عنه قال كنت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غدات فإذا تنحن حدخلت وإذا سكت لما أدخل قال فخرج إلي فقال حدث البارحة أمر سمعت خشخشة في الدار فإذا أنا بجبريل عليه السلام فقلت ما منعك من دخول البيت فقال في البيت كلب قال فدخلت فإذا جرم للحسن تحت كرسي لنا قال فقال إن الملائكة لا يدخلون البيت إذا كان فيه ثلاث كلب أو صورة أو جنوب حدثنا موسى بن داود حدثنا زهير عن منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق عن الحارث الأعوري عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مؤمرا أحدا من أمتي من غير مشورة لا أمرت عليهم ابن أم عبد حدثنا أبو أحمد حدثنا ريزام بن سعيد ألا تيمي وعن جواب ألا تيمي عن يزيد بن شريك يعني ألا تيمية عن علي قال كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا حذفت فاختسل من الجنابة وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل حدثنا الوليد بن القاسم بن الوليد الهمداني حدثنا إسرائيل حدثنا إبراهيم يعني ابن عبد الأعلى عن طارق بن زياد قال خرجنا مع علي إلى الخوارج فقط لهم ثم قال انظروا فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إنه سيخرج قوم يتكلمون بالحق لا يجاوز حلقهم يخرجون من الحق كما يخرج الساهم من الرمية سيماهم أن منهم رجلا أسود مخداج اليد في يده شعرات سود إن كان هو فقط قتلتم شر الناس وإن لم يكن هو فقط قتلتم خير الناس فبكينا ثم قال اطلبوا فطلبنا فوجدنا المخداج فخررنا سجودا وخر علي معنا سجدا غيرا أنه قال يتكلمون بكلمة الحق حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلون رزقكم يقول شككم أنكم تكذبون تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا بالنجم كذا وكذا حدثنا مؤمل حدثنا إسرائيل حدثنا عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه رفعه وتجعلون رزقكم قال مؤمل قلت لسوفيانا إن إسرائيل رفعه قال صبيان صبيان حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن شريحي بن النعمان قال أبو إسحاق وكان رجل صدق عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء قال زهير قلت لأبي إسحاق أذكر عضباء قال لا قلت ما المقابلة قال يقطع طرف الأذن قلت ما المدابرة قال يقطع مؤخر الأذن قلت ما الشرقاء قال تشق الأذن قلت ما الخرقاء قال تخرقوا أذناها السمة حسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مؤمرا أحدا من أمتي عن غير مشورة منهم لا أمرت عليهم ابن أم عبد حسن أبو سعيد مولى بن هاشمين ومعاوية بن عمر قال حدثنا زائدة حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها في خميل وقربة ووسادة من آدمين حشو هليف قال معاوية اذخر قال أبي والخميلة القطيفة المخملة حسن أسود بن عامر أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني قال قال علي رضي الله عنه الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس والحسين أشبه ما أسفل من ذلك حسن عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن منصور بن حيان عن أبي الطفيل قال قلنا لعلي أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أسر إلي شيئا كتمه الناس ولكن سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير تخوم الأرض يعني المنارة حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فإذا أمذيت أغتست فأمرت المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال فيه الوضوء حدثنا أسود يعني ابن عامر أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وجعفر وزيد قال فقال لزيد أنت مولاي فحجل قال وقال لجعفر أنت أشبهت خلقي وخلقي قال فحجل وراء زيد قال وقال لي أنت مني وأنا منك قال فحجلت وراء جعفر حدثنا عبد الله حدثني أبو الشاعثاء علي بن الحسن بن سليمان حدثنا سليمان بن حيانة عن منصور بن حيانة قال سمعت عامر بن واثلة قال قيل لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبرنا بشيء أسر إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أسر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وكتمه الناس ولكنه سمعته يقول لعن الله من سب والديه ولعن الله من غير تخوم الأرض ولعن الله من آوى محدثا حدثني أسود بن عامر حدثني عبد الحميد بن أبي جعفر يعني الفراء عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيدي بن يثيع عن علي رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من يؤمر بعدك قال إن تؤمر أبا بكر رضي الله عنه تجيدوه آمينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة وإن تؤمر عمر رضي الله عنه تجيدوه قويا أمينا لا يخاف في الله لوم تلائمين وإن تؤمر علي رضي الله عنه ولا أراكم فاعلين تجيدوه هديا مهديا يأخذ بكم الطريق المستقيم حفن هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت رجلا من عنازة يحدث عن رجل من بني أسد قال خرج علينا علي رضي الله عنه فقالا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوتر ثبت وتره هذه الساعة يا أبنى النباح أذن أو ثوب حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي التياح حدثني رجل من عنازة عن رجل من بني أسد قال خرج علي حين ثوب بل المثوب لصلاة الصبح فقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بوتر فثبت له هذه الساعة ثم قال أقم يا أبنى النواحة حتنا أسود بن عامر حدثنا شعبة عن أبي التياح سمعت عبد الله بن أبي الهذي للعنزة يحدث عن رجل من بني أسد قال خرج علينا علي رضي الله عنه فذكر نحو حديث سويدي بن سعيد كنت عند عمر رضي الله عنه وهو مسجن في ثوبه حثنا هاشم حدثنا شعبة عن عاصم ابن كليب قال سمعت أبا بردة يحدث عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخطى مفذيه أو ذه الوسطى والسبابة وقال جابر يعني الجعافية هي الوسطى لا شك فيها حان أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بي عطباء القرن والأذن حثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس حدثنا زكريا عن أبي إسحاق عن هانئي بن هانئ عن علي رضي الله عنه قال كان أبو بكر رضي الله عنه يخافت بصوته إذا قرأ وكان عمر رضي الله عنه يجهر بقراءته وكان عمار رضي الله عنه إذا قرأ يأخذ من هذه السورة وهذه فذكر ذاك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لأبي بكر رضي الله عنه لما تخافت قال إني لا أسمع من أناجي وقال لعمر رضي الله عنه لما تجهر بقراءتك قال أفزع الشيطان وأوقظ الوصنان وقال لعمار ولم تأخذ من هذه السورة وهذه قال أتسمعني أخلط به ما ليس منه قال لا قال فكله طيب حسنا عبد الله حدثني محمد بن جعفر الوركاني حدثنا أبو معشر النجيح المدني مولى بن هاشيمين عن نافع عن أبن عمر رضي الله عنه قال وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين المنبر والقبر فجاء علي رضي الله عنه حتى قام بين يدي الصفوف فقال هو هذا ثلاث مرات ثم قال رحمة الله عليك ما من خلق الله تعالى أحب إلي من أن ألقاه بصحيفته بعد صحيفة النبي صلى الله عليه وسلم ما من هذا المسجع عليه ثوبه حسنا عبد الله حدثنا سويد بن سعيد الهروي حدثنا يونس بن أبي عفور عن عوني بن أبي جحيفة عن أبيه قال كنت عند عمر رضي الله عنه وهو مسجن بثوبه قد قضى نحبه فجاء علي رضي الله عنه فكشف الثوبة عن وجهه ثم قال رحمة الله عليك أبا حفص فوالله ما بقي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحب إلي من أن ألقى لها تعالى بصحيفته منك حنا عبيدة بن حميد اللتيمي أبو عبد الرحمة حدثني ركين عن حسين بن قبيسة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فجعت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له قال فقال لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضع وضوءك للصلاة فإذا فضغت الماء فاغسل حنا عبيدة بن حميد حدثني يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمة بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل عن ذلك فقال في المذي الوضوء وفي ألمني الغسل حثنا عبيدة حدثني سليمان الأعمش عن حبيبي بن أبي ثابت عن سعيدي بن جبير عن أبن عباس قال قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال فيه الوضوء حثنا عبد الله حدثني محمد بن سليمان لوين حدثنا حماد بن زيد عن عاصمين عن زر عن أبي جحي فتقال خطبنا علي رضي الله عنه فقال ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم قال ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر رضي الله عنه فقال عمر حثنا عائد بن حبيب حدثني عامر بن السمط عن أبي الغريف قال أتي علي رضي الله عنه بوضوء فمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه وذرعيه ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هذا لمن ليس بجنوب فأما الجنوب فلا ولا آية حثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا ربيعة بن عطبة الكنني عن ألمنهلي بن عمر عن زري بن حبيش قال مسح علي رضي الله عنه رأسه في الوضوء حتى أراد أن يقتر وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ حثنا عبد الله حدثني محمد بن أبانا بن عمران الواسطي حدثنا شريك عن مخارق عن طارق يعني ابن شيهاب قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ما عندنا كتاب نقرأه عليكم إلا ما في القرآن وما في هذه الصحيفة صحيفة كانت في قراب سيف كان عليه حليته حديد أخذتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فرائض الصدقة حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن سليمان الأسادي لوين حدثنا يحيى بن أبي زائدة حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد السوائي عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه قال إن من السنة في الصلاة وضعوا الأكف على الأكف تحت السرة حدثنا مروان حدثنا عبد الملك بن السلع الهمداني عن عبد خير قال علمان علي رضي الله عنه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصب الغلام على يديه حتى أنقاهما ثم أدخل يده في الركوة فمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا ثلاثا وذرعيه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا ثم أدخل يده في الركوة فغمر أسفلها بيده ثم أخرجها فمساح بها الأخرى ثم مساح بكفيه رأسه مرة ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ثلاثا ثم أغترفه نية من ماء بكفيه فشربه ثم قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ حثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس حدثنا زكريا عن أبي إسحاق عن عاصمي بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن لها عز وجل وتر يحب الوترة حدثنا عبد الله حدثنا وهب بن بقية الواسطي أنبأنا خالد بن عبد الله عن بياء عن عامر عن أبي جحي فتقال قال علي بن أبي طالب ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر ثم رجل آخر حثنا يحيى بن آدم حدثنا مالك بن مغول عن حبيبي بن أبي ثابت عن عبد خير عن علي وعن الشعبي عن أبي جحي فتا عن علي وعن عوني بن أبي جحي فتا عن أبيه عن علي أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه وخيرها بعد أبي بكر عمر رضي الله عنه ولو شئت سميت الثالثة حثنا سفيان بن عويينة عن ابن أبي خالد حا وحدثنا أبو معاوية حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن أبي جحي فتا سمعت علي رضي الله عنه يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمار رضي الله عنهما ولو شئت لا حدثتكم بالثالث حثنا أسود بن عامر حدثنا شعبة قال الحكم أخبرني عن أبي محمد عن علي رضي الله عنه قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأمره أن يسوي القبور حثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال فقلت يا رسول الله تبعثني إلى قومين أسنى مني وأنا حديث لا أبصر القضاء قال فوضع يده على صدري وقال اللهم ثبت لسانه وهد قلبه يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تصمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنك إذا فعدت ذلك تبين لك القضاء قال فما اختلف علي قضاء بعد أو ما أشكل علي قضاء بعد حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن الأعمش عن المنهال عن عبدي بن عبد الله الأسادي عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته فاجتمع ثلاثون فأكلوا وشربوا قال فقال لهم من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون خليفتي في أهلي فقال رجل لم يسميه شريك يا رسول الله أنت كنت بحرا من يقوم بهذا قال ثم قال الآخر قال فعرض ذلك على أهل بيته فقال علي رضي الله عنه أنا حدثنا أسود حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتير عند الأذان ويصلي الرجعتين عند الإقامة حدثنا أسود حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عاصمين عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالنهار ست عشرة ركعة حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرزي حدثنا سلمة بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثدي بن عبد الله اليزني عن عبد الله بن زرير الغافقي عن علي بن أبي طالبا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركب حمارا اسمه عفير حدثنا علي بن بحر حدثنا بقية بن الوليد الحمصي حدثني الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن علي بن أبي طالبا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لسه وكأ العين فمن نام فليتوضأ حدثنا حسين بن الحسن الأشقر حدثني أبن قابوس بن أبي ظبيان الجنبي عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه قال لما قتلت مرحبا جئت برأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حسين عبد الله حدثنا شيبان أبو محمد حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا يونس بن خباب عن جريري بن حيان عن أبيه أن علي رضي الله عنه قال لأبيه لا أبعثنك فيما بعثني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسوي كل قبر وأن أطمس كل صنامين حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي الليل قال سمعت علي رضي الله عنه يقول كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء حدثنا عبد الله حدثني وهب بن بقية الواسطي أنبأنا خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي الليل عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء وفي المني الغسل حدثنا يحيى بن سعيد الأموي حدثنا أبن أبي الليل عن ابن الأصبهاني عن جدة له وكانت سرية لعلي رضي الله عنه قالت قال علي رضي الله عنه كنت رجلا نأوما وكنت إذا صليت المغرب وعلي في يابي نمت ثم قال يحيى بن سعيد فأنام قبل العشاء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فرخص لي حدثنا عبد الله حدثنا شيبان أبو محمد حدثنا عبد العزيز بن مسلمين يعني أبا زيد القسملي حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمني بن أبي الليل عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال في المذه الوضوء وفي المني الغسل حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر الباهلي محمد بن عمر بن العباس حدثنا عبد الوهاب يعني أثقفي حدثنا أيوب عن عبد الكريم وابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمني بن أبي ليلة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه بهديه فأمره أن يتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها حدثنا شجاع بن الوليد قال ذكر خلف بن حوشب عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال سبق النبي صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر رضي الله عنه ثم خبطتنا أو أصبتنا فتنة يعفو الله عمن يشاء حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثني شريح يعني ابن عبيد قال ذكر أهل الشام عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو بالعراق فقالوا ألعنهم يا أمير المؤمنين قال لا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأبدال يكونون بالشام وهم أربعون رجلا كلما مات رجل أبدل الله ما كانه رجلا يسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب حدثنا عبد الله حدثني السويد بن سعيد الهروي حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبن جريج عن الحسن بن مسلمين عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في البدن قال لا تعطي الجازر منها شيئا حثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين عن أبن أبي مليكة أنه سمع أبن عباس يقول وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على صريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبلا أن يرفع وأنا فيهم فلم يرعني إلا رجل قد أخذ بمنكبي من ورائي فاتفت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه فترحم على عمر رضي الله عنه فقال ما خلفت أحدا أحب إلي إن ألقى لها تعالى بمثل عمله منك ويم الله إن كنت لا أظن ليجعلنق الله مع صاحبيك وذلك أني كنت أكثر إن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذهبت فذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر وإن كنت لا أظن ليجعلنك الله معهما حدثنا علي بن إسحاق أنبأنا عبد الله أنبأنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أنه كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال فكنت إذا وجدته يصلي سبح فدخلت وإذا لم يكن يصلي أذن حثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب عن الزهري أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنه أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة رضي الله عنها أبنة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال لا تصلياني فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرا فحن قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مول يضرب فاخذه يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شيهاب أخبرني علي بن حسين رضي الله عنه أن أباه حسين بن علي رضي الله عنه أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه هو وفاطمة رضي الله عنها فذكر مثله حسين علي بن بحر حدثنا عبد الله بن ابراهيم بن عمر بن كيسان قال أبي سمعته يحدث عن عبد الله بن وهب عن أبيه عن أبي خليفة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف حسين عبد الله حدثني عثمان بن محمد بن أبي شيبة حدثني أبن فضيل عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أكذب الكذبين حسين عبد الله حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشمين عن محمد عن عبيدة حدثنا أن علي رضي الله عنه ذكر أهل النهروان فقال فيهم رجل مودن اليد أو مفدون اليد أو مخداج اليد لولا أن تبطروا لنبأتكم وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فقلت لعلي أنت سمعته منه قال إي ورب الكعبة حدثنا منصور بن وردان الأساجي حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله أفي كل عامين فسكت فقالوا أفي كل عامين فسكت قال ثم قالوا أفي كل عامين فقال لا ولو قلت نعم لوجبت فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم إلى آخر الآية حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هان قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح فقالت أتي علي رضي الله عنه فهو أعلم بذلك مني قال فأتيت علي رضي الله عنه فسألته عن المسح على الخفين قال فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمسح على الخفين يوما وليلة وللمسافر ثلاثا حدثنا يزيد أنبأنا حجاج رفعه حدثنا عبد الله حدثني نصر بن علي الأزدي حدثنا بشر بن المفضل عن شعبة عن حبيبي بن أبي ثابت عن عبد خير سمعت علي رضي الله عنه يقول ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حدثنا عبد الله بن عوي حدثنا مبارك بن سعيد أخو سفيانا عن أبيه عن حبيبي بن أبي ثابت عن عبد خير الهمدني قال سمعت علي رضي الله عنه يقول على المنبر ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها قال فذكر أبا بكر ثم قال ألا أخبركم بالثاني قال فذكر عمر رضي الله عنه ثم قال لو شئت لأنبأتكم بالثالث قال وساكت فرأينا أنه يعني نفسه فقلت أنت سمعته يقول هذا قال نعم ورب الكعبة وإلا صمة حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا مصهر بن عبد الملك بن السلعن حدثنا أبي عبد الملك بن السلعن عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه غسل كفيه ثلاثا ومضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وقال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا قال ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء وقال أبو معاوية مرة يعني بين المغرب والعشاء حدثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويدي بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلأن أخرى من السماء أحب إلي من أن أجذب عليه وإذا حدثتكم عن غيره فإنما أنا رجل محارب والحرب خدعة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية لا يجاوزوا إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة حدثنا أبن نمير حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق وليس فيما دون مئتين زكاة حدثنا أبن نمير حدثنا الأعمش عن سعدي بن عبيدة عن أبي عبد الرحمة عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما لي أرك تنوق في قريش وتدعنا قال عندك شيء قلت بنت حمزة قال هي بنت أخي من الرضاعة حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن أبن ابن صالح عن عكرمة قال أفضت مع الحسين بن علي رضي الله عنه من المزدلفة فلم أزل أسمعه يلبي حتى رم جمرة العقبة فسألته فقال أفضت مع أبي من المزدلفة فلم أزل أسمعه يلبي حتى رم جمرة العقبة فسألته فقال أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة فلم أزل أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة حثنا محمد بن فضيل عن عطائي بن السائب عن ميسرة قال رأيت علي رضي الله عنه يشرب قائما قال فقلت له تشرب قائما فقالا إن أشرب قائما فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وإن أشرب قاعدا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قاعدا حثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن أبي السوداء عن أبن عبد خير عن أبيه قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل ظهر قدميه وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ظهور قدميه لا ظننت أن بطونهما أحق بالغسل حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا وكيع حدثنا الحسن بن عقبة أبو كبران عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا حدثنا محمد بن فضيل حدثنا مغيرة عن أم موسى قالت سمعت علي رضي الله عنه يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبن مسعود فصعد على شجرة أمره أن يأتيه منها بشيء فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله بن مسعود حين صعد الشجرة فضحكوا من حموشة ساقيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تضحكون لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد هدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن الأسود بن قيسين عن رجل عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الجمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا عهدا نأخذ به في الإمارة ولكنه شيء رأيناه من قبل أنفسنا ثم استخلف أبو بكر رحمة الله على أبي بكر فأقام واستقام ثم استخلف عمر رحمة الله على عمر فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجرانه حسنا عبد الله حدثني وهب بن بقية الواسطي أنبأنا خالد عن عطاء يعني ابن السائب عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وخيرها بعد أبي بكر عمر ثم يجعل الله الخير حيث أحب حسنا عبد الرحمن أخبرنا سفيان عن منصور عن الحكام عمن سمع علي رضي الله عنه وابن مسعود يقولان قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواري حسنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حناين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القصي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر حسنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال جاء ثلاثة نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم كانت لمئة أوقية فأنفقت منها عشرة أواق وقال الآخر كانت لمئة دينار فتصدقت منها بعشرة دنانير وقال الآخر كانت لي عشرة دنانير فتصدقت منها بدينار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم في الأجر سواء كل إنساء منكم تصدق بعشر ماله حسنا عبد الله حدثني وهب بن بقية الواسطي أخبرنا خالد بن عبد الله عن حسين عن المسيب بن عبد خير عن أبيه قال قام علي فقال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وإن قد أحدثنا بعدهم أحداثا يقضي الله تعالى فيها ما شاء حسنا عبد الرزاق حدثنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال ليس الوتر بحطمين كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار حدثنا القاسم الجرمي عن سفيانا عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا حسنا عبد الرزاق أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتير عند الأذان حسنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قاله مرة قال عبد الرازق وأكثر ذاك يقول أخبران من شهد علي حين ربيع فلما وضع رجله في الركب قال بسم الله فلما استوى قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون ثم حمد ثلاثا وكبر ثلاثا ثم قال اللهم لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاخفر لي إنه لا يغفر الله ذنوب إلا أنت ثم ضحك قال فقيل ما يضحكك يا أمير المؤمنين قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعت وقال مثل ما قلت ثم ضحك فقلنا ما يضحكك يا نبي الله قال العبد أو قال عجبت للعبد إذا قال لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاخفر لي إنه لا يغفر الله ذنوب إلا أنت يعلم أنه لا يغفر الله ذنوب إلا هو حسنا حجاج حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني وهبيرة بن يريم عن علي أن أبنة حمزة طابعتهم تنادي يا عم يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك أبنة عمك فحوليها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي أنا أخذتها وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة أخي فقض بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأمي ثم قال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا فقال له علي رضي الله عنه يا رسول الله هلا تزوجوا أبنة حمزة فقالا إنها أبنة أخي من الرضاعة حثنى سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمار رضي الله عنهما حثنى وكيع عن سفيان وشعبت عن حبيبي بن أبي ثابت عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه قال ألا أنبئكم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما حثنى عبد الله حدثني السويد بن سعيد حدثني السبي بن الأشعث عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه ألا أنبئكم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر والثاني عمر رضي الله عنهما ولو شئت سميت الثالث قال أبو إسحاق فتهجها عبد خير لكي لا تمترون فيما قال علي رضي الله عنه حثنا حجاج حدثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال له أبو أفلح عن ابن زرير أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمة حثنا حجاج حدثنا ليث حدثنا سعيد يعني المقبورية عن عمر بن سليمين الزرقي عن عاصم بن عمر وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالحرة بالسقية التي كانت لسعدي بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مأتوني بوضوء فلما توضأ قام فاستقبل القبلة ثم كبر ثم قال اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك دعا لأهل مكة بالبركة وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثلي ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين حفناه شيم أنبأنا أبو عامر المزني حدثنا شيخ من بني تميمين قال خطبنا علي رضي الله عنه أو قال قال علي يأتي على الناس زمان عدود يعض المواسر على ما في يديه قال ولم يؤمر بذلك قال الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم وينهد الأشرار ويستغل الأخير ويبايع المضطرون قال وقد نهى رسول الله صلى عليه وسلم عن بيع المضطرين وعن بيع الغرار وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك حفنا عبد الله حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع حاء وحدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا أبو معاوية ووكيع عن هشامي بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نسائها خديجة وخير نسائها مريم حدثنا عبد الله حدثنا أبو داود المباركي سليمان بن محمد حدثنا أبو شيهاب عن أبن أبي الليلة عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ابن عباس عن علي رضي الله عنه ما قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس الحمراء وعن القراءة في الركوع والسجود حدثناه شيم أنبأنا يونس عن الحسن عن علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المصاب حتى يكشف عنه حدثناه شيم حدثنا إسماعيل بن سالمين عن الشعبي قال أتي علي بزاء محسن فجلده يوم الخميس مئة جلدة ثم رجمه يوم الجمعة فقيل له جمعت عليه حدين فقال جلدته بكتاب الله ورجمته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حثناه شيم وأبو إبراهيم المعقب عنه شيمين أنبأنا حسين عن الشعبي قال أتي علي بمولاة لسعيدي بن قيس محسنة قد فجرت قال فضربها مئة ثم رجمها ثم قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن إسحاق بن يوسف عن شريك عن السدي عن عبد خير قال رأيت علي رضي الله عنه دع بماء ليتوضأ فتمسح به تمسحا ومسح على ظهر قدميه ثم قال هذا وضوء من لم يحدث ثم قال لو لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظهر قدميه رأيت أن بطونهما أحق ثم شرب فضل وضوءه وهو قائم ثم قال أين الذين يزعمون أنه لا ينبغي لأحد أن يشرب قائما حدثنا عبد الله حدثني علي بن حكيمين وأبو باكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن بنت السدي قال أنبأنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن نفعي بن جبير بن مطعمين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان عظيم الهامة أبيض مشربا بحمرة عظيم اللحية ضخمة الكرديس شثن الكفين والقدمين طويل المسربة كثير شعر الرأس راجله يتكفأ في مشيته كأنما ينحدر في صباب لا طويل ولا قصير لم أر مثله لا قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم وقال علي بن حكيمين في حديثه ووصف لنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا كان ضخم الهامة حسن الشعر رجله حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار حدثنا القاسم الجرمي عن سفيانا عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا حسن عبد الله حدثني سريج بن يونس حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابني جريج عن صالحي بن سعيد أو سعيد عن نفعي بن جبير بن مطعمين عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قصير ولا طويل عظيم الرأس رجله عظيم اللحية مشربا حمرة طويل المسربة عظيم الكراديس شثن الكفين والقدمين إذا مشتك فأك أن ما يهبط في صباب لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم حسن عبد الله حدثني أبو الشاعثاء علي بن الحسن بن سليمان حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن حجاج عن عثمان عن أبي عبد الله المكي عن نفعي بن جبير بن مطعمين قال سئل علي رضي الله عنه عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا قصير ولا طويل مشربا لونه حمرة حسن الشعار رجله ضخم الكراديس شثن الكفين ضخم الهامة طويل المسربة إذا مشتك فأك أن ما ينحدر من صباب لم أرى مثله قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم حنا حجاج حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة ابن مضرب عن علي رضي الله عنه قالا لما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها فاجتويناها وأصابنا بها وعك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخبر عن بدر فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وبدر بئر فسبقنا المشركون إليها فوجدنا فيها رجلين منهم رجلا من قريش ومولا لعقبة ابن أبي محيط فأما القرشي فانفلت وأما مول عقبة فأخذناه فجعلنا نقول له كم القوم فيقول هم والله كثير عددهم شديد بأسهم فجعل المسلمون إذ قال ذلك ضربوه حتى أن تهووا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا له كم القوم قالا قالهم والله كثير عددهم شديد بأسهم فجهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره كم هم فأب ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله كم ينحرون من الجزر فقال عشرا كل يومين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم ألف كل جزور لمائة وتبيعها ثم إنه أصابنا من الليل تشهن من مطر فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عز وجل ويقول اللهم إنك أن تهلك هذه الفئة لا تعبد قال فلما أنطلع الفجر نادى الصلاة عباد الله فجاء الناس من تحت الشجر والحجف فصل بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرض على القتال القتال ثم قال إن جمع قريش تحت هذه الضلع الحمراء من الجبل فلما دنى القوم منا وصاففناهم إذا رجل منهم على جمهل له أحمر يسير في القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي نادي لحمزة وكان أقربهم من المشركين من صاحب الجمل الأحمر وماذا يقول لهم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر فجاء حمزة فقالا هو عتبة بن ربيعة وهو ينهى عن القتال ويقول لهم يا قوم إني أرى قوما مستميتي إن لا تصلون إليهم وفيكم خير يا قوم أعصبوها اليوم برأس وقولوا جبون عتبة بن ربيعة وقد علمتم أني لست بأجبانكم فسامع ذلك أبو جهل فقالا فقالا أنت تقول هذا والله لو غيرك يقول هذا لا أعضدته قد ملأت رئتك جوفك رعبا فقال عتبة إياي تعير يا مصفر استهي ستعلم اليوم أينا الجبان قالا فبرز عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد حمية فقال من يبارز فخرج فتية من الأنصار ستة فقال عتبة لا نريد هؤلاء ولكن يبارزون من بني عمنا من بني عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي وقم يا حمزة وقم يا عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب فقتل الله تعالى عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة وجرح عبيدة فقتلنا منهم سبعين وأسرنا سبعين فجاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيرا فقال العباس يا رسول الله الله إن هذا والله ما أسرني لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه في القوم فقال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله فقال اسكت فقد أيدك الله تعالى بملك كريمين فقال علي رضي الله عنه فأسرنا وأسرنا من بني عبد المطلب العباس وعقيلا ونوفل بن الحارث حثنا حجاج حدثنا شريك عن المقدم بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها فقلت أخبريني برجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما أسأله عن المسح على الخفين فقالت أتي علي رضي الله عنه فسأله فإنه كان يزم النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتيت علي رضي الله عنه فسألته فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على خففنا إذا سافرنا حثنا عبد الله حدثنا علي بن حكيمين الأودي أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب وعن زيدي بن يثيع قال نشد علي الناس في الرحبة من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غديرهم إلا قام قال فقام من قبل سعيد ستة ومن قبل زيد ستة فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول لعلي رضي الله عنه يوم غديرهم أليس الله أولى بالمؤمنين قالوا بل قال اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم ولمن ولاه عادي من عداه حدثنا عبد الله حدثنا علي بن حكيمين أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن عمر نذي مر بمثل حديث أبي إسحاق يعني عن سعيد وزيد وزاد فيه وانصر من نصره واخذل من خذله حدثنا عبد الله حدثنا علي أنبأنا شريك عن الأعمش عن حبيبي بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيدي بن أرقما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حثنا حجاج حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي رضي الله عنه قالا لما ولد الحسن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتمه قلت سميته حربا قال بل هو حسن فلما ولد الحسين قال أروني ابني ما سميتمه قلت سميته حربا قال بل هو حسين فلما ولدت الثالث جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتمه قلت حربا قال بل هو محسن ثم قال سميتهم بأسماء ولا دهارون شبر وشبير ومشبر حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت القاسم ابن أبي بزة يحدث عن أبي الطفيل قال سئل علي رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كفة إلا ما كان في قراب سيفي هذا قال فأخرج صحيفة مكتوب فيها لعن الله من دبح لغير الله ولعن الله من سرق منار الأرض ولعن الله من لعن والده ولعن الله من آوى محدثا حدثنا بهز وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء قال عفان قال أنبأنا يعلى بن عطاء عن عبد الله بن يسار عن عمر بن حريث أنه عاد حسنا وعنده علي فقال علي رضي الله عنه أتعود حسنا وفي النفس ما فيها قال نعم إنك لست بير بقلبي فتصرفه حيث شئت فقال أما إن ذلك ليمنعني أن أؤدي إليك النصيحة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلمين يعود مسلما إلا ابتعث الله سبعين ألف ملك يصلون عليه أي ساعة من النهار كانت حتى يمسي وأي ساعة من الليل كانت حتى يصبح حثنا بهز وحدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن البصري عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوم أو قال المجنون حتى يعقل وعن الصغير حتى يشب حنا بهز وأبو كامل قال حدثنا حماد قال بهز قال أنبأنا هشام بن عمر الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامين المخزومي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر واتره اللهم إني أعوذ برضاك من صختك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك ولا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك حدثنا عبد الله حدثنا أبو بكر بن محمد بن عمر بن العباس الباهلي حدثنا أبو داود حدثنا شعبة أخبران أبو بشر سمعت مجاهدا يحدث عن أبن أبي الليل سمعت علي رضي الله عنه يقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم بحلة حرير فبعث بها إلي فلبستها فرأيت الكراهية في وجهه فأمرني فأطرتها خمرا بين النساء حدثنا بهز حدثنا همام أنبأنا قتادة عن أبي حسان أن علي رضي الله عنه كان يأمر بالأمر فيؤت فيقال قد فعلنا كذا وكذا فيقول صدق الله ورسوله قال فقال له الأشتروا إن هذا الذي تقول قد تفشغ في الناس أفا شيء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي رضي الله عنه ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خاصة دون الناس إلا شيء سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي قالا فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة قالا فإذا فيها من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعيا لا يقبل منه صرف ولا عدل قالا وإذا فيها فيها إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة حرام ما بين حرتها وحماها كله لا يختل خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشار بها ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعرف رجل بعيره ولا يحمل فيها السلاح القتال قالا وإذا فيها المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ألا لا يقتل مؤمن بكفر ولا ذو عهد في عهده حثنا روح حدثنا أبن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضلي عن عبد الرحمن الأعرجي عن عبيد الله بن أبي رافعا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يونس بن أرقم حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليل قال شهدت علي رضي الله عنه في الرحبة ينشد الناس أنشد لها من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غديره من من كنت مولاه فعلي مولاه لما قام فشهد قال عبد الرحمن فقام اثنى عشر بديريا كأني أنظر إلى أحدهم فقالوا نشهد أن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غديره من ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواج أمهاتهم فقلنا بلى يا رسول الله قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم ولم ولاه وعادي من عداه حثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن مخارق عن طارق بن شيهاب قال رأيت علي رضي الله عنه على المنبر يخطب عليه سيف حليته حديد فسمعته يقول والله ما عندنا كتاب نقرأه عليكم إلا كتاب الله تعالى وهذه الصحيفة أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فرائض الصدقة قال لصحيفة معلقة في سيفه حثنا علي بن عاصمين أنبأنا إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير قال كنت قاعدا عند علي رضي الله عنه قال فجاء ساعة بن سواحان فسلم ثم قام فقال يا أمير المؤمنين أنهنا عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نهان عن الدباء والحمتم والمزفة والنقير ونهان عن القسي والميثرة الحمراء وعن الحرير والحلق الذهبي ثم قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة من حرير فخرجت فيها ليرى الناس علي كسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني بنزعهما فأرسل بأحداهما إلى فاطمة وشق الأخر بين نسائه حدثنا عبد الله حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا الوليد بن عقبة بن نزار العنسي حدثني سماك بن عبيدي بن الوليد العبسي قال دخلت على عبد الرحمني بن أبي ليلة فحدثني أنه شهد علي رضي الله عنه في الرحبة قال أنشود له رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهده يوم غديرهم إلا قام ولا يقوم إلا من قد رآه فقام إثنى عشر رجلا فقالوا قد رأيناه وسمعناه حيث أخذ بيده يقول اللهم ولي من ولاه وعادي من عداه وانصر من نصره واخذوا من خذله فقاما إلا ثلاثة لم يقوموا فدعا عليهم فأصبتهم دعوته حدثنا عبد الله حدثني محمد بن المنهال أخو حجاجي بن منهال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمني بن إسحاق حدثني أبو سعيد عن عبد الرحمني بن أبي ليلة قالا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا سمع المؤذن يؤذن قالا كما يقول فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قال علي رضي الله عنه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأن الذين جحدوا محمد هم الكذبون حثنا يحي بن سعيد عن شعبة قال حدثني الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هان قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين قالت سلعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال للمسافر ثلاثة أيامين وليليهن وللمقيم يوم وليلة قال يحيى وكان يرفعه يعني شعبة ثم تركه حدنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عطاء مولى أم صبيتة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك عند كل صلاة ولا أخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله تعالى إلى السماء الدنيا فلم يزل هناك حتى يطلع الفجر فيقول قائل ألا سائل يعطى لداع يجاب ألا سقيم يستشفي فيشفى ألا مذنب يستغفر فيغفر له حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق حدثني عم عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافعا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي هريرة حدثنا أبو معاوية حدثنا الحجاج عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال سئلا عن الوتر أواجب هو قال أما كالفريضة فلا ولكنها سنة صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى مضوى على ذلك حدثنا أبن الأشجعي حدثنا أبي عن سفيان عن السدي عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه دعا بكوز من ماء ثم قال أين هؤلاء الذين يزعمون أنهم يكرهون الشرب قائما قال فأخذه فشرب وهو قائم ثم توضأ وضوءا خفيفا ومساح علن عليه ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاهر ما لم يحدث حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا أبو إسحاق عن أبي حية بن قيس عن علي رضي الله عنه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا وشرب فضل وضوءه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن أبن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله رب العالمين وليقول من حوله يرحمك الله وليقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم حدثنا عبد الله حدثنا داود بن عمر النوء الضبي حدثنا منصور بن أبي الأسود عن أبن أبي ليلى عن الحكم أو عيسى شك منصور عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله على كل حال وليقول لهم من عنده يرحمك الله ويرد عليهم يهديكم الله ويصلح بالكم حدثنا غسان بن الربيع حدثنا أبو إسرائيل عن السدي عن عبد خير قال خرج علينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونحن في المسجد فقال أين السائل عن الوتر فمن كان مننا في ركعة شفع إليها أخر حتى اجتمعنا إليه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطير في أول الليل ثم أوطر في وسطه ثم أثبت الوتر في هذه الساعة قال وذلك عند طلوع الفجر حسن عبد الله بن يزيد حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع قال عاد أبو موسى الأشعري الحسن بن علي فقال له علي رضي الله عنه أعائدا جئت أم زائدا فقال أبو موسى بل جئت عائدا فقال علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مريضا بكرا شيعه سبعون ألف ملك كلهم يستغفر له حتى يمسي وكان له خريف في الجنة وإن عاده مساء شيعه سبعون ألف ملك كلهم يستغفر له حتى يصبح وكان له خريف في الجنة حتى محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع قال عاد أبو موسى الأشعري الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له علي رضي الله عنه أعائدا جئت أم زائر قال لا بل جئت عائدا قال علي رضي الله عنه أما إنه ما من مسلمين يعود مريضا إلا خرج معه سبعون ألف ملك كلهم يستغفر له إن كان مصبحا حتى يمسي وكان له خريف في الجنة وإن كان ممسيا خرج معه سبعون ألف ملك كلهم يستغفر له حتى يصبح وكان له خريف في الجنة حدثنا شيبان أبو محمد حدثنا عبد العزيز بن مسلمين يعني أبا زيد القسملي حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال في المذي الوضوء وفي المني الغسل حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد حدثنا عامر قال كان لشراحة زوج غائب بالشام وإنها حملت فجاء بها مولاها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالا إن هذه زنت فاعترفت فجلدها يوم الخميس مئة ورجمها يوم الجمعة وحفر لها إلى السرة وأنا شاهد ثم قالا إن الرجم سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان شاهد على هذه أحد لا كان أول من يرمي الشاهد يشهد ثم يتبع شهادته حجره ولكنها أقرت فأنا أول من رماها فرماها بحجر ثم رما الناس وأنا فيهم قال فكنت والله في من قتلها دثن أسود بن عامر أنباء إسرائيل عن محمد بن عبيد الله عن أبيه عن عمه قال قال علي رضي الله عنه وسوء إلى يركب الرجل هديه فقال لا بأس به قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم يركبون هديه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تتبعون شيئا أفضل من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم حثن يحيى بن سعيد عن إسماعيل حدثنا عامر عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال لعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومطعمه وشهديه وكاتبه ومانع الصدقة والوشيمة والمستوشمة والحاول المحلال له قال وكان ينهى عن النوحي حثن يزيد أنبأنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال نهي عن مياثر الأرجوان ولبس القصي وخاتم الذهب قال محمد فذكرت ذلك لأخي يحيى بن سرين فقال أولم تسمع هذا نعم وكف في الديباج حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد أنبأنا أيوب عن محمد عن عبيدة قال ذكر علي أهل النهروان فقال فيهم رجل مودن اليد أو مثدون اليد أو مخداج اليد لولا أن تبطروا لنبأتكم بما وعد الله عز وجل الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قال قلت أنت سمعت منه قال ورب الكعبة حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا حماد بن يحيى الأبح حدثنا ابن عو عن محمد عن عبيدة قال لما قتل علي أهل النهروان قال تمسوه فوجدوه في حفرة تحت القتل فاستخرجوه وأقبل علي رضي الله عنه على أصحابه فقال لولا أن تبطروا لا أخبرتكم ما وعد الله من يقتل هؤلاء على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قلت أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إي ورب الكعبة حدثنا أبو معاوية حدثنا حجاج عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عافو لكم عن صدقة الخيل والرقيق وفي الرقة ربع وعشرها حثن أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمري ابن مرة عن أبي البختري عن عمري عن عن عمري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهد والذي هو أهيا والذي هو أتقى حثن يحيى بن سعيد عن مسعر حدثنا عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي أهياه وأهداه وأتقاه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن عمري بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أهياه وأتقاه وأهداه وخرج علي علي حين ثوب المثوب فقال أين السائل عن الوتر هذا حين وتر حسن حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن أبي بكري بن علي المقدمي حدثنا حمد يعني ابن زيد عن أيوب وهشمين عن محمد عن عبيدة أن علي رضي الله عنه ذكر أهل النهروان فقالا فيهم رجل مودن اليد أو مفدون اليد أو مخداج اليد لولا لأ لن نبأتكم وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فقلت لعلي أأنت سمعته قال إي ورب الكعبة حن يحيى بن سعيد عن شعب تحدثني مالك بن عرف تتسمعت عبد خير قال كنت عند علي فأتي بكرسي وتور قال فغسل كفيه ثلاثا ووجهه ثلاثا وذرعيه ثلاثا ومساح برأسه وصف يحيى فبدأ بمقدم رأسه إلى مؤخره وقال ولا أدري أرد يده أم لا وغسل رجليه ثم قال من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر القطيعي قال لنا أبو عبد الرحمن هذا أخطأ فيه شعبة إنما هو عن خالد بن علقمة عن عبد خير حتنا عبد الله حدثني أبو إسحاق الترمذي حدثنا الأشجعي عن سفيان عن عاصمين عن زر بن حبيش عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه قالا كنا نراها الفجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر يعني صلاة الوسطى حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا محمد بن عبد الواحد بن أبي حزمين حدثنا عمر بن عامر عن قتادة عن أبي حسان عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون تكفأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يصعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكفير ولا ذو عهد في عهده حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد عن يوسف بن مسعود عن جدته أن رجلا مر بهم على بعير يوضعه بمنا في أيام التشريق إنها أيام أكل وشرب فسألت عنه فقالوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدثنا يحيى حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال أنطلقت أنا والأشتر إلى علي رضي الله عنه فقلنا هل عهد إليك نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة قال لا إلا ما في كتابي هذا قال وكتاب في قراب سيفه فإذا فيه المؤمنون تكفأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكفير ولذو عهد في عهده من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس والناس أجمعيا حسن يحيى عن هشامين عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس أو كدت الشمس أن تغرب ملأ الله أجوافهم أو قبورهم نارا حتى نيحيى عن أبني أبي ليلة حدثني أخي عن أبي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقال له يرحمكم الله وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم فقلت له عن أبي أيوب قال علي رضي الله عنه حدنا عبد الله حدثني أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثني أزهر بن سعد عن أبن عو عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال اشتكت إلي فاطمة رضي الله عنها مجل يديها من الطحن فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله فاطمة تشتكي إليك مجل يديها من الطحن وتسألك خادما فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادمين فأمرنا عند منامنا بثلاث وثلاثين 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 واربع وثلاثين من تسبيح وتحميد وتكبير حسنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي قال أخبرت عن سناني بن هارون حدث نبيان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لوضع قدح من ماء على ظهره لم يهرق حسنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك عن خالد بن علق متى عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال توضأ علي رضي الله عنه فتا مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحد وغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الركوة فمساح رأسه وغسل رجليه ثم قال هذا وضوء نبيكم صلى الله عليه وسلم حسنا يحيى عن شعبة حدثني أبو إسحاق عن هان إبن هان عن علي رضي الله عنه أن عمار استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الطيب المطيب حسنا يحيى يعني ابن سعيد عن شعبة حا وحدثنا حجاج أنبأنا شعبة عن منصور قال يحيى قال حدثني منصور عن ربعي قال سمعت علي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله مثله حسنا حسنا يحيى حدثنا ابن جريج أخبراني حسن بن مسلمين وعبد الكريم أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليل أخبره أن علي رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وآمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها منها شيئا حدثنا عبد الرزاق أنباء معمر عن عبد الكريم فذكر الحديث وقال نحن نعطيه من عندنا الأجر حان يحيى عن ابن عجلان حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حناين عن أبيه عن ابن عباس عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وأن أقرأ وأنا ركع وعن القصي والمعصفري حدثنا وكيع حدثني شعبة وعن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن علي رضي الله عنه لما صلى الظهر دع بكوز من ماء في الرحبة فشرب وهو قائم ثم قال إن رجالا يكرهون هذا وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلك الذي رأيتموني فعثت ثم تمسح بفضله وقال هذا وضوء من لم لم يحدث حدث حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم حدثنا وكيع حدثنا الحسن بن عقبة أبو كبران المرادي سمعت عبد خير يقول قال علي ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا ثلاثا حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا مسهر بن عبد الملك بن السلع حدثنا أبي عبد الملك بن السلع قال كان عبد خير يا أمنا في الفجر فقال صلينا يوما الفجر خلف علي رضي الله عنه فلما سلم قام وقمنا معه فجاء يمشي حتى انتهى إلى الرحبة فجلس وأسند ظهره إلى الحائط ثم رفع رأسه فقال يا قنبر ائتني بالركوة والطست ثم قال له صب فصب عليه فغسل كفاه ثلاثا وأدخل كفاه اليوم فمضمض واستنشق ثلاثا ثم أدخل كفيه فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل كفاه اليوم فغسل ذراعه الأيمن ثلاثا ثم غسل ذراعه الأيسر ثلاثا فقال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال قال علي كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ حثنا وكيع حدثنا الأعمش عن منذر أبيه عن ابن الحنفية أن علي رضي الله عنه أمر المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال يتوضأ حثنا وكيع عن شعبة عن عمر ابن مرة عن عبد الله ابن سلمة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجة فيأكل معنا اللحم ويقرأ القرآن ولم يكن يحجزه أو يحجبه إلا الجنابة حنى وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصلي على كل أثر صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر وقال عبد الرحمن في دمر كل صلاة حثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل وأبو خيثمة قال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال لكنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما حدنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن أبي السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل ظهور قدميه وقال لو لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ظهور قدميه لا ظننت أن بطونهما أحق بالغسل حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق حدثنا سفيان مرة أخرى قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فمساح ظهورهما حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا وكيع حدثنا الحسن بن عقبة أبو كبران عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال يعني هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سعدي بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا بأبويه إلا سعد بن مالك فأني سمعته يقول له يوم أحد أرمي سعد في داك أبي وأمي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سعدي بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم صرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا قال فأغضبوه في شيء فقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا حطبا ثم قال أوقدوا نارا فأوقدوا له نارا فقال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا قالوا بل قال فادخلوها قال فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل النار فكانوا كذلك إذ سكن غضبه وطفئت النار قال فلما قضي على النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقالا لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف دخلوها عبد الرحمن عن سفيان وعبد الرزاق أنبئنا سفيان عن عاصمين يعني ابن كوليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل الخاتفة ما في هذه أوي في هذه قال عبد الرزاق لأصبعيه السبابة والوسطى حسنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي هاشمين القاسم ابن كثير عن قيس الخارفي قال سمعت علي رضي الله عنه يقول سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر رضي الله عنه ثم خبطتنا أو أصبتنا فتنة فما شاء الله جل جلاله قال أبو عبد الرحمن قال أبي قوله ثم خبطتنا فتنة أراد أن يتواضع بذلك حنى عبد الرحمن عن سفيان وشعبة وحمدي بن سلمة عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي أن رجلا سأل علي رضي الله عنه عن البقرة فقال عن سبعة قال القرن قال لا يضرك قال فالعرجاء قال إذا بلغت المنسك قال وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت حجية بن عدي قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسأله رجل فذكر الحديث حنى عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن حارث تابني مضرب عن علي رضي الله عنه قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولا قد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح حثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي حصي عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه قال ما من رجل أقمت عليه حدا فمات فأجيد في نفس إلا الخمر فإنه لو مات لو ديته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه حثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثلاثا حثنا عبد الرحمن عن زائدة ابن قدامة عن أبي حصي الأسادي وابن أبي بكير حدثنا زائدة أنباء أبو حصي الأسادي عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء وكانت تحت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت رجلا فسأله فقال توضأ واغسله حثنا عبد الله حدثنا محمد بن جعفر الوركاني أنباء شريك عن خارد بن علق متى عن عبد خير قال صلينا الغدات فأتينه فجلسنا إليه فدع بوضوء فأتي بركوة فيها ماء وطست قال فأفرغ الركوة على يده اليمن فغسل يديه ثلاثا وتمض مض ثلاثا واستنثر ثلاثا بكف كف ثم غسل وجهه ثلاثا وذرعيه ثلاثا ثلاثا ثم وضع يده في الركوة فمساح بها رأسه بكفيه جميعا مرة واحدة ثم غسل رجليه ثقابا ثلاثا ثم قال هذا وضوء وضوء نبيكم صلى الله عليه وسلم فاعلموه حسنا عبد الرحمن حدثنا زائدة عن الركين بن الربيع عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا رأيت المذية فتوضأ واغسل ذكرك وإذا رأيت فضخ الماء فاختسل فذكرته لسوفيان فقال قد سمعته من ركال حدثنا معاوية وابن أبي بكير قال حدثنا زائدة حدثنا الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري فذكر مثله وقال فضخ الماء وحدثنا ابن أبي بكير حدثنا زائدة وقال فضخ أيضا حسنا عبد الله حدثني وهب بن بقية أنباء خالد عن عطاء يعني ابن السائب عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم خيرها بعد أبي بكر عمر رضي الله عنه ثم يجعل الله الخير حيث أحب حفن عبد الله حدثني أبو بحر عبد الواحد البصري حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال قال علي رضي الله عنه لما فرغ من أهل البصرة أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وبعد أبي بكر عمر وأحدثنا أحداثا يصنع الله فيها ما شاء حفن عبد الله حدثني وهب بن بقية الواسطي أنبأنا خالد بن عبد الله عن حسين عن المسيب بن عبد خير عن أبيه قال قام علي رضي الله عنه فقال خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وإن قد أحدثنا بعض أحداثا يقضي الله فيها ما شاء حدنا عبد الرحمن حدثنا سفيان وعن أبي إسحاق عن هان إي بن هان عن علي رضي الله عنه قال جاء عمار يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إئذن وله مرحبا بالطيب المطيب حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيدي بن ذي حدان حدثني من سمع علي رضي الله عنه يقول سم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة حثن يحي بن سعيد عن هشامين أخبرني أبي أن علي رضي الله عنه قال للمقداد سي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدنو من المرأة فيمذي فإني أستحيي منه لأن ابنته عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ حثن عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن شتير بن شكل عن علي رضي الله عنه قال شغلون يوم الأحزاب عن صلاة العصر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شغلون عن صلاة الوسط صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم نارا حثن عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم اللي الطيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله تعالى وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور من أحدث فيها حدث أو آوى محدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينا لا يقبل منه عدل ولا صرف وقال ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينا لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن تول قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينا لا يقبل الله منه صرف ولا عدلا حان عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن سعدي بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما لي أراك تنوق في قريش وتدعون أن تزوج إلينا قال وعندك شيء قال قلت أبنة حمزة قال إنها أبنة أخي من الرضاعة حدث حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال علي إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أهياه وأهداه وأطقاه حثنا وكيع عن صفيان وشعبة عن حبيبي بن أبي ثابت عن عبد خير عن علي أنه قال ألا أنبئكم بخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر حثنا عبد الله حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا مطالب بن زياد عن السدي عن عبد خير عن علي في قوله إنما أنت منذر ولكل قومين هاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذر والهادي رجل من بن هاشيمين حثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة ابن مضرب عن علي قال لما حضر البأس يوم بدر أتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أشد الناس ما كان أوي لم يكن أحد أقرب إلى المشركين منه قرأت على عبد الرحمن عن مالك عن نافع وحدث نا إسحاق يعني ابن عيسى أخبرني مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حني قال إسحاق عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القصي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع حن عبد الله حدثني أبي وأبو خيث مت قال حدثنا إسماعيل وأن بأنا أيوب عن نافع عن إبراهيم بن فلني بن حني عن جد عبد الله بن حني قال قال علي النهان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر وعن القصي وعن خاتم الذهب وعن القراءة في الركوع قال أيوب أو قال أن أقرأ وأنا ركع قال أبو خيث مت في حديثه حدثت أن إسماعيل رجع عن جده حن حسن حسن عبد الوهاب عن سعيد عن رجل عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي أن قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلمين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تابعهما إلا جميعا ولا تفرق بينهما حسن عبد الله حدثنا خلاف بن هشمين البزار حدثنا أبو الأحواصي عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت علي رضي الله عنه يتوضأ فغسى لكفيه حتى أنقاهما ثم مضمض ثلاثا ثم استنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذرعيه ثلاثا ومساح برأسه وغسل قدميه إلى الكعبين وأخذ فضل طهوره فشرب وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثنا خلاف بن هشمين البزار حدثنا أبو الأحواصي عن أبي إسحاق قال وذكر عبد خير عن علي مثل حديث أبي حية إلا أن عبد خير قال كان إذا فرغ من طهوره أخذ بكفيه من فضل طهوره فشرب حدثنا حدثنا عبد الوهاب قال سئل سعيد عن الأعضب هل يضح به فأخبرنا عن قتادة عن جري بن رجل من قومه أنه سمع علي رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضح بأعضب القرن والأذن قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال العضب النصف فأكثر من ذلك حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لبس القصي والمياثير حدثنا وكيع عن إسرائيل وعبد الرزاق أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي حية الوادعي قال عبد الرزاق عن أبي حية قال رأيت علي بالا في الرحبة ودع بماء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ومضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومساح برأسه وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا ثم قام فشرب من فضل وضوئه ثم قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلك الذي رأيتموني فعت فأردت أن أريكموه حدثنا عبد الله حدثني أبو صالح الحكم بن موسى حدثنا شيهاب بن خراش حدثني الحجاج بن دينار عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي قال ضرب علقمة بن قيس هذا المنبر وقال خطبنا علي رضي الله عنه على هذا المنبر فحمض لها وأثنى عليه وذكر ما شاء الله أن يذكر وقال إن خير الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما ثم أحدثنا بعدهما أحداثا يقضي الله فيها حدثنا عبد الله حدثنا أبو صالح الحكم بن موسى حدثنا شيهاب بن خراش أخبرني يونس بن خباب عن المسيبي بن عبد خير عن عبد خير قال سمعت علي رضي الله عنه يقول إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما حدثنا وكيع حدثنا مجمع بن يحيى عن عبد الله بن عمران الأنصاري عن علي والمسعودي عن عثمان بن عبد الله بن هرموزى عن نفعي بن جبير عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالقصير ولا بالطويل ضخم الرأس واللحية شثن الكفين والقدمين ضخم الكراديوس مشربا وجهه حمرة طويل المسربة إذا مشتك فأتكف أن كأنما يتقلع من صخر لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم وقال أبو النظر المسربة وقال كأنما ينحط من صبب وقال أبو قطأ المسربة وقال يزيد المسربة حدثنا عبد الله حدثنا أبو صالح الحكم بن موسى حدثنا شيهاب بن خراش حدثنا الحجاج بن دينار عن حسين بن عبد الرحمن عن أبي جحي فتقال كنت أرى أن علي رضي الله عنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قلت لا والله يا أمير المؤمنين أني لم أكن أرى أن أحدا من المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منك قال أفلا أحدثك بأفضل الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى فقال أبو بكر رضي الله عنه فقال أفلا أخبرك بخير الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر قلت بلى قال عمر رضي الله عنه حدثنا عبد الله حدثني سريج بن يونس حدثنا مروان الفزاري أخبرنا عبد الملك بن السلع عن عبد خير قال سمعته يقول قام علي رضي الله عنه على المنبر فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه فعمل بعمله وسار بسيرته حتى قبضه الله عز وجل على ذلك ثم استخلف عمر رضي الله عنه على ذلك فعمل بعملهما وسار بسيرتهما حتى قبضه الله عز وجل على ذلك حثنا وكيع عن اسرائيل عن أبي اسحاق عن علي بن ربيعة قال كنت ردف علي رضي الله عنه فلما وضع رجله في الركب قال باسم الله فلما استوى قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون وقال أبو سعيد مولى بن هاشيمين ثم حمد لها ثلاثا والله أكبر ثلاثا ثم قال سبحان الله ثلاثا ثم قال لا إله إلا أنت ثم رجع إلى حديث وكيع سبحانك إني ظلمت نفسي فاخفر لي أنه لا يغفر اللفذ نوبا إلا أنت ثم ضحك قلت ما يضحكك قال كنت ردفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلك الذي رأيتني فعاته ثم ضحك قلت يا رسول الله ما يضحكك قال قال الله تبارك وتعالى عجب لعبدي يعلم أنه لا يغفر اللفذ نوبا غيري حدثنا وكيع عن شعبة عن عمري بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال اشتكيت فأتني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول اللهم ثم إن كان أجلي قد حضر فأرحني وإن كان متأخرا فاشفني أو عافني وإن كان بلاء فصبرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف قلت قال فأعدت عليه قال فما ساح بيده ثم قال اللهم أشفه أو عافه قال فما اشتكيت وجع ذاك بعد حدثنا وكيع عن سفيانا عن أبي إسحاق عنه بيرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقض أهله في العشر حثنا عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبن نمير عن عبد الملك بن سلعن عن عبد خير قال سمعت علي رضي الله عنه يقول قبض الله نابيه صلى الله عليه وسلم مع الخير ما قبض عليه نبي من الأنبياء عليهم السلام ثم استخلف أبو بكر رضي الله عنه فعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة نبيه وعمار رضي الله عنه كذلك حثنا عبد الله حدثنا زكريا بن يحيى رحمويه حدثنا عمر بن مجاشع عن أبي إسحاق عن عبد خير قال سمعت علي رضي الله عنه يقول على المنبر خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمار رضي الله عنهم ولو شئت أن أسمي الثالث لا سميته فقال رجل لأبي إسحاق أنهم يقولون أنك تقول أفضل في الشر فقال أحروري حثنا وكيع عن إسرائيل وعلي بن صالح عن أبي إسحاق عن شريح بن النعماني عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بشرقاء ولا خرقاء ولا مقابلة ولا مدابرة حثنا وكيع حدثنا الأعمش عن علي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه قال عهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق حثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن سماكي بن حرب عن حنش الكناني أن قوما باليمن حفروا زبية لأسد فوقع فيها فتكب الناس عليه فوقع فيها رجل فتعلق بآخر ثم تعلق الآخر بآخر حتى كانوا فيها أربعة فتنازع في ذلك حتى أخذ السلاح بعضهم لبعض فقال لهم علي رضي الله عنه أتقتلون مائتين في أربعة ولكن سأقضي بينكم بقضاء إن رضيتموه للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع لدية فلم يرضوا بقضائه فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال سأقضي بينكم بقضاء قال فأخبر بقضاء علي رضي الله عنه فأجازه حنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيانا عن حبيب عن أبي وإل عن أبي الهياج قال قال لي علي وقال عبد الرحمن إن علي رضي الله عنه قال لأبي الهياج أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن زبيد عن سعدي بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لطعة لبشر في معصية الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة وعن قتادة قال سمعت جري بن كولي بن يحدث عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عضب الأذن والقرن قال فسألت سعيد بن المسي بما العضب فقال النصف فما فوق ذلك حدثنا عبد الرحمن حدثنا زائدة وعن منصور عن سعدي بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنا مع جنازة في بطيع الغرقض فأتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلسا وجلسنا حوله ومعه مخسرة ينكت بها ثم رفع بصره فقال ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد كتب مقعدها من الجنة والنار إلا قد كتبت شقية أو سعيدة فقال القوم يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى السعادة ومن كان من أهل الشقوة فسيصير إلى الشقوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أعمل فكل ميسر أما من كان من أهل الشقوة فإنه يسر لعمل الشقوة وأما من كان كان من أهل السعادة فإنه يسر لعمل السعادة ثم قرأ فأما من أعطى واتقى إلى قوله فسنيسره للعسر حدثنا زياد بن عبد الله البكائي حدثنا منصور عن سعدي بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنا مع جنازة في بقيع الغرقض فذكر معناه حدثنا عبد الله حدثنا أبو كري بن الهمداني حدثنا معاوية بن هشمين عن سفيان الثوري عن جابر عن سعدي بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عشراء ويأمر به حدثنا عبد الله قال وحدثنا خلف بن هشمين البزار حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب على عينيه كلف يوم القيامة عقدا بين طرفي شعيرة حدثنا عبد الله حدثني أبو بحر عبد الواحد بن غياث البصري وحدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر وسفيان بن وكيع وحدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قالوا حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصيء عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ابنته كانت عندي فأمرت رجلا فسأله فقال منه الوضوء حثنا عبد الرحمن عن سفيانا عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم حنى عبد الرحمن عن سفيانا وشعبة عن منصور عن هلال عن وهبي بن الأجدعي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة حثنا عبد الله حدثنا زكريا بن يحيى رحمويه وحدثنا محمد بن بكر وحدثنا إسماعيل أبو معمر وصريج بن يونس قال حدثنا الحسن بن يزيد الأصم قال أبو معمر مولى قريش قال أخبرني السدي وقال رحمويه في حديثه قال سمعت السدي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن عمك الشيخ قد مات قال اذهب فواريه ولا تحدث من أمره شيئا حتى تأتيني فواريته ثم أتيته فقال اذهب فاختسل ولا تحدث شيئا حتى تأتيني فاختسته ثم أتيته فدعالي بدعوات ما يسرني بهن حمر نعم وسودها وقال ابن بكر في حديثه قال السدي وكان علي رضي الله عنه إذا غسل ميتا اغتصل حدثنا عبد الله حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قال حدثناه إسحاق بن يوسف أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصمين عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصل بعد العصر إلا أن تصل والشمس مرتفعة قال سفيان فما أدري بمكة يعني أو بغيرها حدثناه وكيع حدثناه مسعر عن أبي عوان عن أبي صالح الحنفي عن علي رضي الله عنه أن أكيد ردومة أهدل النبي صلى الله عليه وسلم حلة أو ثوب حرير قال فأعطانيه وقال شققه خمرا بين النسوة حثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعدي عن عبد الله بن صبع قال سمعت علي رضي الله عنه يقول لا تخضبن هذه من هذا فما ينتظر بي الأشق قال يا أمير المؤمنين فأخبرنا به نبير عترته قال إذا فهل الله تقتلون بي غير قاتل لي قال فاستخلف علينا قال لا ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما تقول لربك إذا أتيته وقال وكيع مرة إذا لقيته قال أقول اللهم تركتني فيهم بدلاك ثم قبطتني إليك وأنت فيهم فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسلتهم حثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه عمار فاستأذن فقال إئذن وله مرحبا بالطيب المطيب حدثنا عبد الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن عمر بن مرة عن أبي البختري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهيى والذي هو أهدى والذي هو أتقى حدثنا عبد الله حدثنا عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن عمر بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه مثله حدثنا عبد الله حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعدي بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أتقى والذي هو أهيى حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين بن عبد الرحمن عن سعدي بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد والزبير بن العوام وكلنا فارس فقال انطلقوا حتى تأتوا لوضة خاخ كذا قال ابن أبي شيبة خاخ وقال ابن نمير في حديثه لوضة كذا وكذا وحدثناه عفان حدثنا خالد عن حسين مثله قال لوضة خاخ حدثنا وكيع حدثنا مسعر وصفيان عن أبي حصيء عن عمير بن سعيد قال قال علي رضي الله عنه ما كنت لأقيم على رجل حدا فيمتت فأجيد في نفسي منه إلا صاحب الخمر فلو مات وديته وزاد سفيان وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه حثنا وكيع عن سفيان حا وحدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي رضي الله عنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت تستغفر لأبويك وهما مشركان فقال أليس قد استغفر أب إبراهيم لأبيه وهو مشرك قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وصلنا إلى آخر الآيتين قال عبد الرحمن فأنزل الله وما كان استغفر إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه حثنا وكيع حدثنا الأعماش وعبد الرحمن عن سفيان عن الأعماش عن خيثمتا عن سويدي بن غفالة قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان وقال عبد الرحمن أسفاه الأحلام يقولون من قول خير البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم قال عبد الرحمن لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق الساهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم قتلهم عند الله عز وجل يوم القيامة قال عبد الرحمن فإذا لقيتهم فاقتلهم فإن قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتجعلون رزقكم قال شكركم أنكم تكذبون قال تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا حدثنا عبد الله حدثني إسحاق بن إسماعيل حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال أراه رفعه قال من كذب في حلمه كلف عقد شعيرة يوم القيامة حدثنا عبد الله حدثني إبراهيم بن الحسن المقرئ الباهيلي حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب في الرؤية متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا حسين حدثني سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وأبا والزبير وأبا مرثد وكلنا فارس فقال انطلقوا حتى تبلغوا لوضة خاخن كذا قال أبو عوانة فإنا فيها امرأة معها صحيفة من حاطيب ابن أبي بلتعت إلى المشركين وذكر الحديث بطوله حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون من بعد وصية يوص بها أو دين وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات حثنا عبد الله حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا جرير عن الأعمشي عن عمري بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال علي إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهيى والذي هو أهدى والذي هو أتقى حثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية ابني كعب عن علي قال لما مات أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن عمك الشيخ الضالة قد مات فقال انطلق فواره ولا تحدث شيئا حتى تأتيني قال فانطلقت فواريته فأمرني فاغتسته ثم دعالي بدعوات ما أحب أن لي بهن ما عرض من شيء حثنا وكيع حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدري عن مسعود بن الحكام عن علي قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا حثنا عبد الله حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن زبيد عن سعدي بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعطى لمخلوق في معصية الله عز وجل حنا وكيع حدثنا سفيان عن علي بن زيد عن سعدي بن المسيب قال قال علي قلت يا رسول الله ألا أدلك على أجمل فتاة في قريش قال ومن؟ هي قلت أبنة حمزة قال أما علمت أنها أبنة أخي من الرضاعة إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الناس به حثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ولكن هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهما حدثنا وكيع وعثمان بن عمر قال حدثنا أسامة بن زيد قال وكيع قال سمعت عبد الله بن حني وقال عثمان عن عبد الله بن حني سمعت علي رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن المعصفر والتختم بالذهب حثنا عبد الله حدثني محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا الأعمشو عن سعدي بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قلت يا رسول الله ما لي أراك تنوق في قريش وتدعنا قال عندك شيء قلت أبنة حمزة قال هي ابنة أخي من الرضاعة حثنا وكيع حدثنا سيف بن سليمان المكي عن مجاهد عن أبن أبي ليلى عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انحر البدن أمرني أن أتصدق بلحومها وجلودها وجلالها حدثنا وكيع قال زاد سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد عن أبن أبي ليلى عن علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن لا أعطي الجزار منها أن لا أعطي الجزار منها على جزارتها شيئا حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحواص عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن الميثارة وعن القصي وعن الجعة حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أيقظ أهله ورفع المئزر قيل لأبي بكر ما رفع المئزر قال اعتزل النساء حدثنا عبد الله حدثني أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن صفيان وشعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان حدثنا عبد الله حدثني يوسف الصفار مولى بن أمية وصفيان بن وكيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد المئزر وإيقظ نساءه قال ابن وكيع رفع المئزر حدثنا عبد الله حدثني محمد بن بكر مولى بن هاشمين حدثنا أبو وكيع الجراح بن مليح عن أبي إسحاق الهمداني عن هبيرة بن يريم عن علي بن أبي طالب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن فصاعدا حدثنا وكيع عن سفيانا عن أبي هاشمي بن كثير عن قيس الخارفي عن علي رضي الله عنه قال سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمره ثم خبطتنا فتنة فهو ما شاء الله حثنا وكيع حدثنا سفيانا عن عثمان الثقافي عن سالم بن أبي الجعدي عن علي رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزي حمارا على فرس حنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نسائها خديجة وخير نسائها مريم بنت عمران وكيع حدثنا الأعمش عن سعدي بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة أراه قال ببقيع الغرقد قال فناكت في الأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قال قلنا يا رسول الله أفلا نتكل قال لا أعمل وفكل ميسر ثم قرأ فأما من أعطى واتقى إلى قوله فسنيسره للعسرة حسنا عبد الله حدثني السويد بن سعيد أخبرني عبد الحميد بن الحسن الهلالي عن أبي إسحاق عنه بيرتابن يريم عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان فإن غلبتم فلا تغلبوا على السبع البواقي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يؤمن بالله وأن الله بعثني بالحق ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر خيره وشره حسنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا يحيى بن عباد حدثنا شعبة أخبران أبو إسحاق عنه بيرتا عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القاسي وعن الميثرة حدثنا عبد الله حدثني أبو موسى محمد بن المثن حدثنا أبو بكر بن عياش حدثني أبو إسحاق عنه بيرتا بن يريم عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقض أهله في العشر الأواخر ويرفع المئزرة حسنا عبد الله حدثني سريج بن يونس حدثنا سلم بن قوتيبة عن شعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق عنه بيرتا بن يريم عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقض أهله في العشر حسنا عبد الله حدثني علي بن حكيمين الأودي يحدثنا شريك عن أبي إسحاق عنه بيرتا بن يريم مقال كنا مع علي فدعا ابنا له يقال له عثمان له ذؤابة حسنا وكيع عن أبن أبي ليلى عن المنهلي بن عمر وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قالا كان أبي يسمر مع علي فكان علي يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف فقيل له لو سألته فسأله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد يوم خيبر فقلت يا رسول الله إني رمد فتفل في عيني وقال اللهم أذهب عنه الحر والبرد فما وجدت حرا ولا بردا بعد قال وقال لا أبعثنا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ليس بفرار قال فتشرف لها الناس قال فبعث علي رضي الله عنه حسنا عبد الله حدثني أبو السري هناد بن السري حدثنا شريك وحدثنا علي بن حكيمين الأودي أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عنه بيرة عن علي رضي الله عنه قال علي بن حكيمين في حديثه أما تغارون أن يخرج نسائكم وقال هناد في حديثه ألا تستحيون أو تغارون فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يزاح من العلوجة حدنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكام قال سمعت القاسم بن مخيم رطي حدث عن شريح بن هاني أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت سأل عن ذلك علي رضي الله عنه فإنه كان يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال للمسافر ثلاثة أيامين وليليهن وللمقيم يوم وليلة قيل لمحمد كان يرفعه فقال إنه كان يرى أنه مرفوع ولكنه كان يهابه حثنا محمد بن أبي عادي عن أبن عوين عن الشعبي قال لعنى محمد صلى الله عليه وسلم مآكل الربا ومواكله وكاتبه وشهده والوشيمة والمتوشيمة قال ابن عوين قلت إلا من داء قال نعم والحى والمحلال لهو مانع الصدقة وقال وكان ينهى عن النوحي ولم يقل لعنى فقلت من حدثك قال الحارث الأعور الهمداني حتنا عبد الله حدثنا إبراهيم بن الحجاج الناجي ومحمد بن أبانا بن عمران الواسطي قال ثنا حمد بن سلمة وهذا لفظ محمد بن أبانا عن عطائي بن السائب عن زذان عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل به كذا وكذا من النار قال علي فمن ثم عديت شعري كما ترون حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن أبن عمير قال شريك قلت له عمان يا أبا عمير عن من حدثه قال عن نفعي بن جبير عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الهامة مشربا حمرة شثنا الكفين والقدمين ضخم اللحية طويلة المسربة ضخم الكرديس يمشي في صباب يتكفأ في المشية لا قصير ولا طويل لم أرى قبله مثله ولا بعده صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو معاوية حدثنا أبن أبي ليلى عن عمري بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا حدثنا علي بن عاصمين أخبرنا عاصم بن كولي بن الجرمي عن أبي بردتابن أبي موسى قال كنت جالسا مع أبي فجاء علي فقام علينا فسلم ثم أمر أبا موسى بأمور من أمور الناس قال ثم قال علي رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألها الهدى وأنت تعني بذلك هداية الطريق ونهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه أو هذه السبابة والوسطى قال فكان قائما فما أدري في أيته ما قال ونهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الميثرة وعن القصية قلنا له له يا أمير المؤمنين وأي شيء الميثرة قال شيء يصنعه النساء لبعولتهن على رحالهن قال قلنا وما القصية قال ثياب تأتينا من قبل الشام مضلعة فيها أمثال الأطرج قال قال أبو بردة فلما رأيت السبانية عرفت أنها هي حدنا عبد الله حدثني وهب بن بقية الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن عطائي بن السائب عن ميسرة وزاذان قال شرب علي رضي الله عنه قائما ثم قال إن أشرب قائما فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب جالسا حتى ناسحاق بن يوسف حدثنا سفيان وعبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عمر بن قيسين عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني عن علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيامين وليالياهن وللمقيم يوما وليلة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وعن عوني بن أبي جحيفة عن أبيه قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلأن أقع من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ولكن الحرب خدعة حدثنا عبد الله حدثني إبراهيم بن الحجاج حدثنا حماد بن سلمة عن عطائه بن السائب عن زذان أن علي بن أبي طالب شرب قائما فنظر الناس فأنكروا ذلك عليه فقال علي رضي الله عنه ما تنظرون إن أشرب قائما فقد رأيت رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم وإن أشرب قاعدا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قاعدا حدثنا عبد الله حدثني أبو حفص عمرو بن علي حدثنا أبو داود أخبرني ورقاءه عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحتاج ما وأعطى الحجام أجره حدثنا عبد الله حدثني أبو خيثمت حدثنا هاشم بن القاسم قال أبو عبد الرحمني وحدثني عبد الله بن أبي زياد حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقاءه عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي قال احتاج ما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني فأعطيت الحجام أجره حدثنا عبد الله حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن عثمان عن زذان عن علي رضي الله عنه قال سألت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدين مات لها في الجهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما في النار قال فلما رأى الكراهية في وجهها قال لو رأيت مكانهما لا أبغطهما قالت يا رسول الله فولد منك قال في الجنة قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا وتبعتهم ذريتهم بإيماء الحقنة بهم ذرياتهم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزاري عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا يوم الخندق على فرضة من فرض الخندق فقال شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ملأ الله بطونهم وبيوتهم نارا حدثنا عبد الرحمن حدثنا زائدة بن قدامة عن خالد بن علقم حدثنا عبد خير قال جلس علي بعدما صلى الفجر في الرحبة ثم قال لغلامه أأتني بطاهور فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست قال عبد خير ونحن جلوس ننظر إليه فأخذ بيمينه الإناء فأكفأه على يده اليسرى ثم غسل كفيه ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى ثم غسل كفيه فعله ثلاث مرار قال عبد خير كل ذلك لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى فعل ذلك ثلاث مرات ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى ثلاث مرات إلى المرفق المرفق ثم غسل يده اليسرى ثلاث مرات إلى المرفق ثم أدخل يده اليمنى في الإناء حتى غمرها الماء ثم رفعها بما حملت من الماء ثم مسحها بيده اليسرى ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما مرة ثم صب بيده اليمنى ثلاث مرات على قدمه اليمنى ثم غسلها بيده اليسرى ثم صب بيده اليمنى على قدمه اليسرى ثم غسلها بيده اليسرى ثلاث مرات ثم أدخل يده اليمنى فغرف بكفه فشربا ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن ينظر إلى طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره حتن عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأعرجي عن عبيدة السلماني عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب اللهم أملأ بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس حتن إسماعيل بن إبراهيم أنبأني أيوب عن مجاهد قال قال علي رضي الله عنه جعت مرة بالمدينة جوعا شديدا فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا فظننتها تريد بالله فأتيتها فقطعتها كل ذنوب على تمرة فمددت ستة عشر ذنوبا حتى ما جلت يديا ثم أتيت الماء فأصبت منه ثم أتيتها فقلت بكفي هكذا بين يديها وبسط إسماعيل يديه وجمعهما فعدت لي ستة عشر تمرة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأكل معي منها حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وحدثنا عبد الله قال وحدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن أبي جناب عن أبي جميلة الطهوي قال سمعت علي رضي الله عنه يقول احتاجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للحجام حين فرغ كم خراجك قال صاعان فوضع عنه صاعا وأمرني فأعطيته صاعا حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا وكيع عن سفيان حا وحدثنا عبد الله قال وحدثني أبو خيثمت حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه أن خادما للنبي صلى الله عليه وسلم فجرت فأمرني أن أقيم عليها الحد فوجدتها لم تجف من دامها فأتيته فذكرت له فقال إذا جفت من دامها فأقيم عليها الحد أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم وهذا لفظ حديث إسحاق بن إسماعيل حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة والعباس بن الوليد قال حدثنا أبو الأحواص عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمة له فجرت فذكر الحديث حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن الحسين عن مروان بن الحكم أنه قال شهدت علي وعثمان رضي الله عنهما بين مكة والمدينة وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما رأى ذلك علي رضي الله عنه أهل به ما فقال لبيك بعمرة وحج معا فقال عثمان رضي الله عنه تراني أنهى الناس عنه وأنت تفعله قالا لم أكن أدعو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس حدثنا عبد الله حدثني أبي وإسحاق بن إسماعيل قال حدثنا أبن فضيل عن عطائي بن السائب وحدثنا عبد الله قال وحدثني سفيان بن وكيعا حدثنا عمران بن عيينة جميعا عن عطائي بن السائب عن ميسرة رأيت عليا رضي الله عنه شرب قائما فقلت تشرب وأنت قائم قالا إن أشرب قائما فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وإن أشرب قاعدا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قاعدا حانى محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكام قال سمعت ابن أبي ليلة حدثنا علي أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تلقى من أثر الرحى في يدها وآتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده ولقيت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة رضي الله عنها إليها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم على مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدر فقال ألا أعلمكم خيرا مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبر ألا أربعا وثلاثين وتسبحاه ثلاثا وثلاثين وتحمداه ثلاثا وثلاثين فهو خير لاكم من خادمين حدثنا عبد الله حدثني محمد بن بكار مولى بن هاشمين وأبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو وكيع الجراح بن مليح عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه وقال أبو الربيع في حديثه عن ميسرة أبي جميلة عن علي رضي الله عنه أنه قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمة له سوداء زنت لأجلدها الحد قال فوجدتها في دمائها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال لي إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين وقال أبو الربيع في حديثه قال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا جفت من دمائها فحدها ثم قال أقيموا الحدود حدثنا عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده أن علي رضي الله عنه كان يسير حتى إذا غربت الشمس وأظلم نزل فصل المغرب ثم صلى العشاء على أثرها ثم يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرنا الحكام قال سمعت ابن أبي ليلى أن علي رضي الله عنه حدثهم أن فاطمة رضي الله عنها شكت إلى أبيها ما تلقى من يديها من أرحة فذكر معنى حديث محمد بن جعفر عن شعبة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن عمر بن مرة قال سمعت أبا البختري الطائية قال أخبرني من سمع علي رضي الله عنه يقول لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت تبعثني وأنا رجل حديث السن وليس لي علم بكثير من القضاء قال فضرب صدري رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اذهب فإن لها عز وجل سيثبت لسانك ويهدي قلبك قال فما أعياني قضاء بين اثنين حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن عمر بن مرة عن سعيدي بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان رضي الله عنه ما بعصفان فكان عثمان رضي الله عنه ينهى عن المتعة والعمرة فقال علي رضي الله عنه ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنها فقال عثمان رضي الله عنه دعنا منك حان محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج أخبرنا شعبة وعن سعدي بن ابراهيم قال سمعت عبد الله بن شداد يقول قال علي رضي الله عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعدي بن مالك فإن يوم أحد جعل يقول أرم في داك أبي وأمي حدثنا عبد الله حدثني أبي وعبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن بشار بن دار قال حدثنا معاذ بن هشامين قال حدثني أبي وحدثنا عبد الله قال وحدثني أبو خيثمة حدثنا عبد الصمد ومعاذ عن هشامين عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي الأسود وقال أبو خيثمة في حديثه ابن أبي الأسود عن أبيه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجرية يغسل قال قتادة وهذا ما لم يطعم الطعام فإذا طعم الطعام غسل جميعا قال عبد الله ولم يذكر أبو خيثمة في حديثه قول قتادة حان عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا هشام عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود الدلي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجرية قال قتادة وهذا ما لم يطعم الطعام فإذا طعم غسل جميعا حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أبي حسان الأعرجي عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلون عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس ملأ الله قبورهم نارا أو بيوتهم أو بطونهم شك شعبة في البيوت والبطون حان حجاج حدثني شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت أبا حسان يحدث عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلون عن الصلاة الوسطى حتى آبت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو بطونهم نارا شك في البيوت والبطون فأما القبور فليس فيه شك حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال من كل الليل أوطج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتله إلى آخره حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عنه بيرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقض أهله في العشر الأواخر من رمضان حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عنه بيرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له حلة من حرير فكسنيها قال علي رضي الله عنه فخرجت فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست أرض لا كما أكره لنفسي قال فأمرني فشققتها بين نسائي خمرا بين فاطمة وعمته حسنا عبد الله حدثنا محمد بن عبيد بن حساب حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا عتيبة وهو الضرير عن بريدي بن أصرم قال سمعت علي رضي الله عنه يقول مات رجل من أهل الصفة فقيل يا رسول الله ترك دينارا ودرهما فقال كيتني صلوا على صاحبكم حدثنا عبد الله قال وحدثني أبو خيثمت حدثنا حبان بن هلال حدثنا جعفر فذكر مثله نحوه حدثنا حجاج حدثني شعبة عن قتادة قال سمعت جري بن كليب يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عضب القرن والأذن قال قتادة فسألت سعيد بن المسيب قال قلت ما عضب الأذن فقال إذا كان النصف أو أكثر من ذلك حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن جري بن كليب أنه سمع علي رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال نعم العضب النصف أو أكثر من ذلك حنى محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عنه بيرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهى عن الميثرة والقسي وخاتم الذهب حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عنهاني بن هانئن عن علي رضي الله عنه أن عمارا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الطيب المطيب إئذن له حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت حريثة بن مضرب يحدث عن علي رضي الله عنه قال لقد رأيتنا ليلة بدر وما منا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح وما كان منا فارس يوم بدر غير المقدادي بن الأسود حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل بن سميع حدثني مالك بن عمير قال قال جاء زيد بن صوحان إلى علي رضي الله عنه فقال حدثني من هك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نهاني عن الحنتم والدباء والنقير الجعة وعن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب وعن الحرير والقسي والميثرة الحمراء قال وأهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فكسنيها فخرجت فيها فأخذها فأعطاها فطمت أو عمته إسماعيل يقول ذلك حدثناه يونس حدثنا عبد الواحد فذكره بإسناده ومعناه إلا أنه قال جاء صع ساعة بن صوحان إلى علي رضي الله عنه حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن بكار حدثنا حبان بن علي عن ضراري بن مرة عن حسين المزني قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه على المنبر أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع الصلاة إلا الحدث لا أستحيكم مما لا يستحي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والحدث أن يفسوا أو يضرط حان عبد الله حدثني قطن بن نسير أبو عباد الظارع حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا عتيبة الضرير حدثنا بريد بن أسرم قال سمعت علي رضي الله عنه يقول مات رجل من أهل الصفة وترك دينارا ودرهما فقيل يا رسول الله ترك دينارا ودرهما فقال كيتني صلوا على صاحبكم حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا سعيد بن سلمة يعني ابن أبي الحسام حدثنا مسلم بن أبي مريم عن رجل من الأنصار عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا مشى في خراف الجنة فإذا جلس عنده استنقاع في الرحمة فإذا خرج من عنده وكل به سبعون ألف ملك يستغفرون له ذلك اليوم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج أنبأنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت مسعود بن الحكم قال سمعت علي رضي الله عنه قال حجاج قال حدثنا علي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاما في جنازة فقمنا ورأيته قعد فقعدنا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن عاصمي بن كليب قال سمعت أبا بردة قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد واذكر بالهدى هدايتك الطريقة واذكر بالسداد تسديدك الساهم قال ونهى أو نهاني عن القصي والميثرة وعن الخاتم في السبابة أو الوسطى حنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن أبي عوين قال سمعت أبا صالح قال قال علي ذكرت ابنة حمزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا إنها أبنة أخي من الرضاعة حدنا عبد الله حدثني أبو داود المباركي سليمان بن محمد حدثنا أبو شيهاب عن شعبة عن الحكم عن أبي المورع عن علي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال من يأتي المدينة فلا يدع قبرا إلا سواه ولا صورة إلا طلقها ولا وثنا إلا كسره قال فقام رجل فقال أنا ثم هاب أهل المدينة فجلس قال علي رضي الله عنه فانطلقت ثم جئت فقلت يا رسول الله لم أدع بالمدينة قبرا إلا سويته ولا صورة إلا طلقتها ولا وثنا إلا كسرته قال فقال من عاد فصنع شيئا من ذلك فقط كفر بما أنزل الله على محمد علي لا تكون النافتانا أو قال مختالا ولا تاجرا إلا تاجر الخير فإن أولئك هم المسوفون في العمل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي عو عن أبي صالح قال سمعت علي رضي الله عنه قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت فيها فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت الغضب في وجهه فقال إني لم أعطكها لتلبسها قال فأمرني فأطرتها بين نسائي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا جنوب ولا كلب حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن أن الزالي بن سبرة أنه شهد علي رضي الله عنه صلى الظهر ثم جلس في الرحبة في حوائج الناس فلما حضرت العصر أتي بتور فأخذ حفنة ماء فمسح يديه وذرعيه ووجهه ورأسه ورجليه ثم شرب فضله وهو قائم ثم قال إن ناسا يكرهون أن يشربوا وهم قيام وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت وهذا وضوء من لم يحدث حدثنا عفان حدثنا شعبة أنباءنا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة قال سمعت علي رضي الله عنه فذكر معناه إلا أنه قال أتي بكوز حدثنا أسود بن عامر حدثنا شعبة قال الحكم أخبرني عن أبي محمد عن علي رضي الله عنه قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأمره أن يسوي القبور حدثنا عبد الله حدثني شيبان أبو محمد حدثنا حماد يعني ابن سلمة أنباءنا حجاج بن أرطاة عن الحكم ابني عتيبة عن أبي محمد الهوذلي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من الأنصار أن يسوي كل قبر وأن يلطخ كل صنمين فقالا يا رسول الله إني أكره أن أدخل بيوت قومي قال فأرسلني فلما جئت قالا يا علي لا تكون النفتانا ولا مختالا ولا تاجرا إلا تاجر خير فإن أولئك مسوفون أو مسبوقون في العمل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن رجل من أهل البصرة قال وأهل البصرة يكنونه أبا مورع قال وكان أهل الكوفة يكنونه بأبي محمد قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فذكر نحو حديث أبي داود عن أبي شهاب حدثنا محمد بن جعفر قال حجاج قال حدثني شعبة قال سمعت مالك بن عرفتة قال سمعت عبد خير قال رأيت علي رضي الله عنه أتي بكرسي فقعد عليه ثم أتي بكوز قال حجاج بتور من ماء قال فغسل يديه ثلاثا ومضمض ثلاثا مع الاستنشاق بماء واحد وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذرعيه ثلاثا قال حجاج ثلاثا ثلاثا بيد واحدة ووضع يديه في التوري ثم مسح رأسه قال حجاج فأشار بيديه من مقدم رأسه إلى مؤخر رأسه قال ولا أدري أردها إلى مقدم رأسه أم لا وغسل رجليه ثلاثا قال حجاج ثلاثا ثلاثا ثم قال من أراد أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد حدثنا جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال شهدت علي رضي الله عنه حيث قتال أهل النهروان قال التمسوا إلي المخداج فطلبوه في القتل فقالوا ليس نجده فقال ارجعوا فاتمسوا فوالله ما كذبت ولا كذبت فرجعوا فطلبوه فردد ذلك مرارا كل ذلك يحلف بالله ما كذبت ولا كذبت فانطلقوا فوجدوه تحت القتل في طيء فاستخرجوه فجيء به فقال أبو الوضيء فكأني أنظروا إليه حبشي عليه ثدي قد طبق إحدى يديه مثل ثدي المرأة عليها شعارات مثل شعارات تكون على ذنب اليربوع حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سليمان عن إبراهيم الطيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سليمان عن سعدي بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أما أنه كان في جنازة فأخذ عودا ينكت في الأرض فقال ما منكو من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة قالوا يا رسول الله أفلا نتكل قال أعمل فكل ميسر فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسر قال شعبة وحدثني به منصور بن المعتمري فلم أنكر من حديث سليمان شيئا حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت سليمان يحدث عن المنذر الثوري عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه قال استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة رضي الله عنها فأمرت المقداد بن الأسود فسأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء حثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن أن عمر بن الخطاب أراد أن يرجم مجنونة فقال له علي ملاك ذلك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الطفل حتى يحتلم وعن المجنون حتى يبرأ أو يعقل فأدرأ عنها عمر رضي الله عنه حانا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن عبد الله هدى ناجي عن حضي قال شهد على الولد بن عقبة عند عثمان أنه شرب الخمر فكلم علي عثمان فيه فقال دونك أبن عمك فاجلده فقال قم يا حسن فقال ملاك ولهذا ولهذا غيرك فقال بل عجزت وهنت وضعفتكم يا عبد الله بن جعفر فجلده وعد علي رضي الله عنه فلما كمل أربعين قال حسبك أو أمسك جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وكملها عمر ثمانين وكل سنة حسن محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن الشعبي أن شراحة الهمدانية أتت علي رضي الله عنه فقالت إني زنيت فقال لعلك غير لعلك رأيت في منامك لعلك أستكرهت فكل تقول لف جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا معمر أنباءنا الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال شهدت علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يمسك أحد من نسكه شيئا فوق ثلاثة أيامين حدثنا عبد الله حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب وصفيان بن واكيعي بن الجراح قال حدثنا جرير عن منصور عن المنهلي بن عمر وعن عيمي بن ديجاجة الأسادي قال كنت عند علي رضي الله عنه فدخل عليه أبو مسعود فقال قال له يا فروخ أنت القائل لا يأتي على الناس مئة سنة وعلى الأرض عين تطرف أخطط استك الحفرة إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الناس مئة سنة وعلى الأرض عين تطرف ممن هو اليوم حي وإنما رخاء هذه وفرجها بعد المئة حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا حماد بن زيد حدثنا جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال شهدت علي رضي الله عنه حين قطال أهل النهروان قال التمس المخدجة في القتل قالوا لم نجده قال أطلبوه فوالله ما كذبت ولا كذبت حتى أستخرجوه من تحت القتل قال أبو الوضيء فكأني أنظر إليه حبشي إحدى يديه مثل ثدي المرأة عليها شعرات مثل ذنب اليربوع حدثنا عبد الله حدثني حجاج بن يوسف الشاعر حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا يزيد بن أبي صالح أن أبا الوضيء عبادا حدثه أنه قال كنا عامدين إلى الكوفة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلما بلغنا مسيرة ليلتين أو ثلاث من حرور أشفى منا ناس كثير فذكرنا ذلك لعلي رضي الله عنه فقال لا يهولنكم أمرهم فإنهم سيرجعون فذكر الحديث بطوله قال فحمد الله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال إن خليلي أخبرني أن قائد هؤلاء رجل مخدج اليد على حلمة فديه شعرات كأنهن ذنب اليربوع فاتمسوه فلم يجدوه فأتيناه فقلنا إن لم نجده فقال فاتمسوه فوالله ما كذبت ولا كذبت ثلاثا فقلنا فقلنا لم نجده فجاء علي بنفسه فجعل يقول أقلب ذا أقلب ذا حتى جاء رجل من الكوفة فقال ذا قال علي رضي الله عنه الله أكبر لا يأتيكم أحد يخبركم من أبوه فجعل الناس يقولون هذا ملك هذا ملك يقول علي رضي الله عنه ابن من هو حسنا بهز حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا سلمة بن كهيل عن الشعبي أن علي رضي الله عنه قال لشراحة لعلك أستكرهت لعل زوجك أتاك لعلك لعلك قالت لا قالا فلما وضعت ما في بطنها جلدها ثم رجمها فقيل له جلدتها ثم رجمتها قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حنا يزيد أنبأنا شعبة عن سلمة ابن كهيل عن حبة العراني قال سمعت علي رضي الله عنه يقول أنا أول رجل صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال ثم شهدته مع علي فصلى قبل أن يخطب بلا أذاء ولا إقامة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن تأكلوا نسكاكم بعد ثلاث ليال فلا تأكلوها بعد حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن هلالي بن يساف عن وهبي بن الأجدعي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة حسنا عبد الرزاق حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل من السحر إلى السحر حسنا عبد الرزاق أنبأنا ابن عيينة عن محمد بن سوقة عن منذر الثوري عن محمد بن علي قال جاء إلى علي رضي الله عنه ناس من الناس فشكوا سععة عثمان قال فقال لي أبي اذهب بهذا الكتاب إلى عثمان فقول له إن الناس قد شكوا سععتك وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة فامرهم فليأخذوا به قال فأتيت عثمان فذكرت ذلك له قال فلو كان ذاكرا عثمان بشيء لذكره يومئذ يعني بسوء حسنا عبد الله حدثني حجاج بن الشاعر حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا يزيد بن صالح أن أباء الوضيء عبادا حدثه أنه قال كنا عامدين إلى الكوفة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فذكر حديث المخداج قال علي فوالله ما كذبت ولا كذبت ثلاثا فقال علي أما إن خليلي أخبرني ثلاثة أخوة من الجن هذا أكبرهم والثاني له جمع كثير والثالث فيه ضعف حسنا عبد الله حدثنا زكريا بن يحيى رحمويه حدثنا شريك عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال صلينا الغدات فجلسنا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فدعى بوضوء فغسل يديه ثلاثا ومضمض مرتين من كف واحد ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذرعيه ثم غسل قدميه ثلاثا ثم قال هذا وضوء نبيكم صلى الله عليه وسلم فاعلموا حان عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال أتينا علي رضي الله عنه وقد صلف دعى بكوز ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا تمضمض من الكف الذي يأخذ وغسل وجهه ثلاثا ويده اليمن ثلاثا ويده الشمال ثلاثا ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن أبي معمر قال كنا مع علي رضي الله عنه فمر به جنازة فقام لها ناس فقال علي رضي الله عنه من أفتاكم هذا فقالوا أبو موسى قال إنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فكان يتشبه بأهل الكتاب فلما نهي انتهى حثنا عبد الرزاق أنبأني أبن جريج حدثني ابن شيهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال علي أصبت شريفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغنم يوم بدر وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخر فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليه ما إذخرا لأبيعه ومعي صائغ من بنقى نقاع لأستعين به على وليمة فاطمة وحمزة بن عبد المطالب يشرب في ذلك البيت فثار إليه ما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ أخذ من أكبادهما قلت لابن شيهاب ومن السنام قال جب أسنمتهما فذهب بها قال فنظرت إلى منظر أفضعني فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حريثة فأخبرته الخبر فخرج ومعه زيد فانطلق معه فدخل على حمزة فتغيض عليه فرفع حمزة بصره فقال هل أنتم إلا عبيد لأبي فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقاقر حتى خرج عنهم وذلك قبل تحريم الخمر حثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحواصي عن أبي إسحاق عن عاصمي بن ضمرة قال قال ناس من أصحاب علي لعلي رضي الله عنه ألا تحدثنا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار واستطوع فقال علي رضي الله عنه إنكم والله لا تطيقونها فقالوا له أخبرنا بها نأخذ منها ما أطقنا فذكر الحديث بطوله حدثنا عبد الله حدثنا أبو كامل الجحضري فضيل بن الحسين إملاء علي من كتابه حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصمي بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بالنهار فقالا كان يصلي 16 ركعة قال يصلي إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها كهيئتها منها هنا كصلاة العصر ركعتين وكان يصلي إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا كصلاة الظهر أربع ركعات وكان يصلي قبل الظهر أربع ركعات وبعد الظهر ركعتين وقبل العصر أربع ركعات حسنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن الحسن وعبد الله أبني محمد بن علي عن أبي همام محمد بن علي أنه سمع أباه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لابن عباس وبلغه أنه رخص في متعة النساء فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية حدثنا عبد الرزاق عن سفيانا عن أبي إسحاق عن أبي حيتا بن قيس عن علي رضي الله عنه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم مسح رأسه ثم شرب فضل وضوءه ثم قال من سره أن ينظر إلى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هذا حسنا عبد الرزاق أنبأنا سفيانا عن شيخ لهم يقال له سالم عن عبد الله بن مليل قال سمعت علي رضي الله عنه يقول أعطي كل نبي سبعة نجباء من أمته وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم أربعة عشر نجيبا من أمته منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حسنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن علي بن زيد عن الحسن عن قيس بن عباد قال كنا مع علي رضي الله عنه فكان إذا شهد مشهدا أو أشرف على أكمة أو هبط واديا قال سبحان الله صدق الله ورسوله فقلت لرجل من بني يشكر انطلق بنا إلى أمير المؤمنين حتى نسأله عن قوله صدق الله ورسوله قال فانطلقنا إليه فقلنا يا أمير المؤمنين رأيناك إذا شهدت مشهدا أو هبطت واديا أو أشرفت على أكمة قلت صدق الله ورسوله فهل عهد رسول الله إليك شيئا في ذلك قال فأعرض عنا وألححنا عليه فلما رأى ذلك قال والله ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا إلا شيئا عهده إلى الناس ولكن الناس وقعوا على عثمان رضي الله عنه فقتلوه فقتلوه فكان غير فيه أسوأ حالا وفعلا مني ثم إني رأيت أني أحقهم به هذا الأمر فوثبت عليه فالله أعلم أصبنا أم أخطأنا حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل وأبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق حق قال عبد الله وحدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال سألنا علي رضي الله عنه عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار قال قال علي تلك ست عشرة ركعة تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار وقال من يداوم عليها حدثنا وكيع قال وقال أبي قال حبيب بن أبي ثابت يا أبا إسحاق ما أحب أن لي بحديثك هذا ملأ مسجدك هذا ذهبا حثنا سفيان عن أبن أبي نجيح عن مجاهد عن أبن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بجلودها وجلالها حثنا يحي بن زكريا بن أبي زائدة أخبرنا مجالد عن عامر قال حملت شراحة وكان زوجها غائبا فانطلق بها مولاها إلى علي فقال لها علي رضي الله عنه لعل زوجك جاءك أو لعل أحدا استكرهاك على نفسك قالت لا وأقرت بالزين فجلدها علي رضي الله عنه يوم الخميس أنا شاهده ورجمها يوم الجمعة وأنا شاهده فأمر بها فحفر لها إلى السرة ثم قال إن الرجم سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانت نزلت آية الرجم فهلك من كان يقرأها وآيا من القرآن باليمامة دثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاض إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع ما يقول الآخر ترى كيف تقضي قال فما زلت بعد قاضيا حنى محمد بن بشر حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر حدثه أنه سمع علي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن عباد حدثنا عبد الله بن معاذ يعني الصنعانية عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يمدله في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتقل له وليصل رحمه حدثنا عبد الله حدثني أبو خيثمت حدثنا جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وطر يحب الوطر فأوتيروا يا أهل القرآن حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثني يزيد بن زرعي عن حدثني شعبته عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال من كل الليل قد أوطج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وطره إلى آخر الليل حسنا يحيى بن آدم حدثنا زهير حدثنا الحسن بن الحر حدثنا الحكم بن عتيبة عن رجل يدعى حنشا عن علي رضي الله عنه قال كسفت الشمس فصل علي رضي الله عنه للناس فقرأ يس أو نحوها ثم ركع نحوا من قدر سورة ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ثم قام قدر السورة يدعو ويكبر ثم ركع قدر قراءته أيضا ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام أيضا قدر السورة ثم ركع قدر ذلك أيضا حتى صل أربع ركعات ثم قال سمع الله لمن حمده ثم سجد ثم قام في الركعة الثانية ففعلك فعله في الركعة الأولى ثم جلسا يدعو ويرغب حتى إن كشفت الشمس ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كذلك فعله حثنا عبد الله حدثني أبو خيثم تحدثنا جرير ومحمد بن فضيل عن مطرف عن أبي إسحاق عن عاصمي بن ضمرة عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يصلي صلاة إلا صلى بعدها ركعتين حتى عبد الله حدثني أبو خيثم تحدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن أبي إسحاق عن عاصمي بن ضمرة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر في أول الليل وفي أوسطه وفي آخره ثم ثبت له الوتر في آخره حثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن عطائي بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال سمعت علي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا جلس في مصلاه بعد الصلاة صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه اللهم أغفر له اللهم ارحمه حثنا عبد الله حدثنا علي بن حكيمين الأودي أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن عاصمي بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحطمين ولكنه سنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا يزيد أنبأنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ما لهم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس حثنا يزيد أنبأنا زكريا عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال لا إنكم تقرؤون من بعد وصية يوص بها أو دين وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات يريث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه حثنا يزيد أنبأنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن أن الزالي بن سبرة قال أتي علي بإناء من ماء فشرب وهو قائم ثم قال إنه بلغني أن أقوى من يكرهون أن يشرب أحدهم وهو قائم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت ثم أخذ منه فتمسح ثم قال هذا وضوء من لم يحدث حثنا يزيد أنبأنا هشام عن محمد عن عبيدة قال قال علي لأهل النهرواني منهم رجل مثدون اليد أو مودن اليد أو مخدج اليد لولا أن تبطروا لأنبأتكم ما قضى الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لمن قتلهم قال عبيدة فقلت لعلي رضي الله عنه أنت سمعته قال نعم ورب الكعبة يحلف عليها ثلاثا حدثنا عبد الله حدثني إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن عاصمي بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر فأوتيروا يا أهل القرآن حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصمي بن ضمرة السلولي عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على أثري كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصرة حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير ومحمد بن فضيل بن غزوان عن مطرف عن أبي إسحاق عن عاصمي بن ضمرة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة يصلى بعدها إلا صلى بعدها ركعتين حدثنا عبد الله حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن عاصمي بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر فأوتيروا يا أهل القرآن حدثنا يزيد أنباءنا العوام عن عمري بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال أتنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى وضع قدمه بيني وبين فاطمة فعلمنا ما نقول إذا أخذنا مضاجعنا ثلاثا وثلاثين تسبيحة وثلاثا وثلاثين تحميدة وأربعا وثلاثين تكبيرة قال علي فما تركتها بعد فقال له رجل ولا ليلة صفينا قال ولا ليلة صفينا حنا يزيد بن هارون أنباءنا سعيد بن أبي عروبة عن عبد الله الدناجي عن حضيني بن المنذري بن الحارثي بن وعلة أن الوليد بن عقبة صلى بالناس الصبح أربعا ثم اتفت إليهم فقال أزيدكم فروف عذلك إلى عثمان فأمر به أن يجلد فقال علي للحسن بن علي قم يا حسن فجلده قال وفيما أنت وذاك فقال علي بل عجزت وهنت قم يا عبد الله بن جعفر فجلده فقام عبد الله بن جعفر فجلده وعلي يعد فلما بلغ أربعين قال له أمسك ثم قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر أربعين وضرب أبو بكر أربعين وعمر صدرا من خلافته ثم أتمها عمر ثمانين وكل سنة حسنا يزيد أنبأنا سفيان بن سعيد عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي جميلة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن جارية للنبي صلى الله عليه وسلم منفست من الزنا فأرسلني النبي صلى الله عليه وسلم لأقيم عليها الحد فوجدتها في الدم لم يجف عنها فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال لي إذا جف الدم عنها فاجلدها الحد ثم قال أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم حدثنا عبد الله حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد حدثنا عبد الله بن داود الخريبي عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال إن الوتر ليس بحطمين ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوتروا يا أهل القرآن حدثنا عبد الله حدثني العباس بن الوليد النرسي حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عافوت لكم عن الخيل والرقيق فأدوى صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما وليس في تسعين ومئة شيء فإذا بلغت مئتين ففيها خمسة دراهم حدثنا عبد الله حدثني العباس بن الوليد حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال سئل علي رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يصلي من الليل ست عشرة ركعة حدثنا يزيد أنباءنا إسرائيل بن يونس عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أهدى كسر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقابلا منه وأهدى قيصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقابلا منه وأهدى الملوك فقابلا منهم حدثنا يزيد أنباءنا حمد بن سلمة عن علي بن زيد عن ربعة بن النابغة عن أبيه عن علي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور وعن الأوعية وأن تحبس لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم قال إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ونهيتكم عن الأوعية فاشربوا فيها واجتنبوا كل ما أسكر ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحبسوها بعد ثلاث فاحبسوا ما بدلاكم حدثناه عفان حدثنا حمد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن ربعة بن النابغة عن أبيه عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور فذكر معناه إلا أنه قال وإياكم وكل مسكر حنا يزيد أنبأنا شريك عن الركين بن الربيع عن حسين بن قبيصة عن علي قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ابنته فأمرت المقداد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد المذي فقال ذلك ماء الفحل ولكل فحل ماء فليغسل ذكره وأنثيه وليتوضأ وضوءه للصلاة حتنا يزيد أنبأنا أشعث بن سوار عن ابني أشوع عن حنشي بن المعتمري أن علي رضي الله عنه بعث صاحب شرطته فقال أبعث كلمة بعثني له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدع قبرا إلا سويته ولا تمثالا إلا وضعته حتنا عبد الله حدثني عثمان بن أبي شيبة تحدثنا جرير عن محمد بن سالمين عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء ففيه العشر وما سقي بالغرب والدالية ففيه النصف العشر قال أبو عبد الرحمن فحدثت أبي بحديث عثمان عن جرير فأنكره وكان أبي لا يحدثنا عن محمد بن سالمين لضعفه عنده وإنكاره لحديثه حتنا عبد الله حدثنا أبو عبد الرحمن بن عمر حدثنا عبد الرحيم يعني الرازية عن العلاء بن المسيب عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليج 16 ركعة سوى المكتوبة حدثنا عبد الله حدثني أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر أخبرنا عبد الرحيم الرازي عن زكريا بن أبي زائدة والعلاء بن المسيب عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال أتينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقلنا يا أمير المؤمنين هل تحدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تطوعه فقال وأيكم يطيقه قالوا نأخذوا منهما أطقنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من النهار 16 ركعة سوى المكتوبة حدثنا يزيد أنباءنا سفيان وشريك عن أبي إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فأدوا ربع العشور حدثنا يزيد أنباءنا إسرائيل بن يونس حدثنا أبو إسحاق عن الحريث عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أني أحب لا كما أحب لنفسي وأكره لا كما أكره لنفسي لا تقرأ وأنت راكع ولا وأنت ساجد ولا تصلي وأنت عقص شعرك فإنه كفل الشيطان ولا تقع بين السجدتين ولا تعبث بالحصى ولا تفترش ذراعيك ولا تفتح على الإمام ولا تتختم بالذهب ولا تلبس القاسية ولا تركب على المياثير حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عمري بن قيسين عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني إن قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فسألته فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيامين ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم حسنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن شتير بن شكل العبسي قال سمعت علي رضي الله عنه يقول لما كان يوم الأحزاب صلينا العصر بين المغرب والعشاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا حدنا عبد الله حدثنا شيبان أبو محمد حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا الحسن بن ذكوانا عن عمري بن خالد عن حبيبي بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فلم يدخل علي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تدخل قال إن لن ندخل بيتا فيه صورة ولا بول وحدثنا عبد الله قال وحدثناه شيبان مرة أخر حدثنا عبد الوارث عن حسين بن ذكوانا عن عمري بن خالد عن حبة بن أبي حبة عن عاصم بن ضمرة ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام يسلم علي فذكر الحديث مثله نحوه قال أبو عبد الرحمن وكان أبي لا يحدث عن عمري بن خالد يعني كان حديثه لا يسوى عنده شيئا حسنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثني يزيد أبو خالد البيسري القرشي حدثنا أبن جريج أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت حدثنا أسود بن عامر وحسين وأبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي رضي الله عنه قال قلت لفاطمة لو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته خادما فقد أجهدك الطحن والعمل قال حسين إنه قد جهدك الطحن والعمل وكذلك قال أبو أحمد قالت فانطلق معي قال فانطلقت معها فسألناه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكما على ما هو خير لكما من ذلك إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا ألها ثلاثان وثلاثين وإحمداه ثلاثان وثلاثين وكبراه أربعا وثلاثين فتلك مئة على اللسان وألف وألف في الميزان فقال علي رضي الله عنه ما تركتها بعدما سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل ولا ليلة صفينا قال ولا ليلة صفينا حسنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن عطائه بن السائب قال دخلت على أبي عبد الرحمن السلمي وقد صلى الفجر وهو جالس في المجلس فقلت لو قمت إلى فراشك كان أوطأ لك فقال سمعت علي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه صلات عليه الملائكة وصلاتهم عليه اللهم أغفر له اللهم ارحمه حسنا عبد الله حدثني أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر حدثنا المحاربي عن فضيل بن مرزوق عن أبي إسحاق عن عاصمي بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى حين كانت الشمس من المشرق من مكانها من المغرب صلاة العصر حسنا عبد الله حدثني محمد بن يحيى بن أبي سمينة حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا حسن بن ذكوانة عن حبيبي بن أبي ثابت عن عاصمي بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل مزألة عن ظهر غنى استكثر بها من رضف جهنم قال ما ظهر غنى قال عشاء ليلة حسنا عبد الله حدثني محمد بن يحيى عن عبد الصمد حدثني أبي حدثنا حسن بن ذكوانا عن حبيبي بن أبي ثابت عن عاصمي بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السبوع وكل ذي مخلب من الطير وعن ثمن الميتة وعن لحم الحمر الأهلية وعن مهر الباغي وعن عسب الفحل وعن المياثير الأرجواني حتنا أبو نعيمين حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن طارق بن زياد قال سار علي إلى النهرواني فقتل الخوارج فقال اطلبوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيجيء قوم يتكلمون بكلمة الحق لا يجاوز حلوقهم يمرقون من الإسلام كما يمرق الساهم من الرمية سيماهم أوي فيهم رجل أسود مخدج اليدي في يده شعرات سود إن كان فيهم فقد قتلتم شر الناس وإن لم يكن فيهم فقد قتلتم خير الناس قال ثم إن وجدنا المخدج قال فخررنا سجودا وخر علي ساجدا معنا حتنا أبو نعيمين حدثنا شريك عن الأسود بن قيسين عن عمري بن سفيان قال خطب رجل يوم البصرة حين ظهر علي رضي الله عنه فقال علي هذا الخطيب الشحشح سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمره ثم خبطتنا فتنة بعدهم يصنع الله فيها ما شاء حدثنا أبو نعيمين حدثنا مسعر عن أبي عوين عن أبي صالح الحنفي عن علي قال قيل لي علي ولي أبي بكر يوم بدر مع أحد كما جبريل ومع الآخر ميكائل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال أو قال يشهد الصفة حدثنا أبو نعيمين حدثنا مسعر عن أبي إسحاق عن عاصمين عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا قبل ظهر حدثنا أبو نعيمين حدثنا سفيان عن القاسم بن كثير أبي هاشمين بياع السابري عن قيس الخارفي قال سمعت علي رضي الله عنه يقول على هذا المنبر سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر رضي الله عنه ثلث عمره ثم خبطتنا فتنة أو أصبتنا فتنة فكان ما شاء الله حدثنا عبد الله حدثنا يحيى بن عبدويه أبو محمد مولى بن هاشمين حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصمي بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال من كل الليل قد أوتج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتله إلى آخر الليل حدثنا عبد الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سعيد بن خثيمين أبو معمر الهلالي حدثنا فضيل بن مرزوق عن أبي إسحاق عن عاصمي بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من التطوع ثمانية ركعات وبالنهار ثنتي عشرة ركعة حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن صندل والسويد بن سعيد جميعا في سنة ست وعشرين ومائتين قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصمي بن ضمرة السلولي قال قال علي رضي الله عنه ألا إن الوتر ليس بحطمين كصلاتكم المكتوبة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوترى ثم قال أوتر يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر وهذا لفظ حديث عبد الله بن صندل ومعناهما واحد حدثنا أبو نعيمين حدثنا فتر عن كثير ابن نافع النواء قال سمعت عبد الله بن مليل قال سمعت علي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لم يكن قبلي نبي إلا قد أعطي سبعة رفقاء نجباء أو زراء وإني أعطيت أربعة عشر حمزة وجعفر وعلي وحسن وحسين وأبو بكر وعمر والمقداد وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وحذيفة وسلمان وعمار وبلال حدثنا أبو نعيمين حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن عبد خير قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ ومسح على النعلين ثم قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعتل رأيت أن باطن القدمين هو أحق بالمسح من ظاهرهما حدثنا عبد الله حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عاصمي بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول حدثنا عبد الله حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عاصمي بن ضمرة قال قلت للحسني بن علي إن الشيعة يزعمون أن علي رضي الله عنه يرجع قال كذب أولئك الكذبون لو علمنا ذاك ما تزوج نسائه ولا قسمنا مراثه حدثنا عبد الله حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عاصمي بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق ولا صدقة فيهما حدثنا عبد الله حدثني عمرو بن محمد الناقد حدثنا عمرو بن عثمان الرقي حدثنا حفص أبو عمرى عن كثير بن زذان عن عاصمي بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوته عن الخيل والرقيق في الصدقة حدثنا عبد الله حدثنا أبو سلمين خليل بن سلمين حدثنا عبد الوارث عن الحسن بن ذكوانا عن عمرو بن خالد عن حبيبي بن أبي ثابت عن عاصمي بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن جبريلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا إن لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب وكان الكلب للحسن في البيت حدثنا عبد الله حدثني إسماعيل أبو معمر حدثنا أبن علية عن يونس عن الحسن عن قيس بن عباد قال قلت لعلي أرأيت مسيرك هذا عهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رأيته قال ما تريد إلى هذا قلت ديننا ديننا قال ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا ولكن رأي رأيته حدنا أبو أحمد حدثنا صفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي رضي الله عنه قالا كان للمغيرة بن شعبة رمح فكنا إذا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة خرج به معه فيركزه فيمر الناس عليه فيحملونه فقلت لئن أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لا أخبرنه فقالا فإنك إن فعدت لم ترفع ضالة حدثنا أبو أحمد حدثنا صفيان عن أبي إسحاق عن أبي حيتا بن قيس قال توضأ علي رضي الله عنه ثلاثا ثلاثا ثم شرب فضل وضوئه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ حدثنا معاوية بن هشامين حدثنا صفيان عن سالم بن أبي حفصة قال بلغني عن عبد الله بن مليل فغدوت إليه فوجدتهم في جنازة فحدثني رجل عن عبد الله بن مليل قال سمعت علي رضي الله عنه يقول أعطي كل نبي سبعة نجباء وأعطي نبيكم أربعة عشر نجيبا منهم أبو بكر وعمر وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير أنبأنا أبو إسحاق عن شريحي بن النعماني قال وكان رجل صدق عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء قال زهير فقلت لأبي إسحاق أذكر عضباء قال لا قلت ما المقابلة قال هي التي يقطع طرف أذنها قلت فالمدابرة قال التي يقطع مؤخر الأذن قلت ما الشرقاء قال التي يشق أذنها قلت فما الخرقاء قال التي تخرق أذناها السمة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحبس لحوم الأضاحي بعد ثلاث حدثنا يزيد أنباءنا الحجاج بن أرطاط عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت سلعليا فهو أعلم بهذا مني هو كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عليا رضي الله عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوم للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيامين وليليهن حدثنا عبد الله حدثني محمد بن بكار حدثنا حفص بن سليمان يعني أبا عمر القارئة عن كثير ابن زذان عن عاصم ابن ضمرة عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن فاستظهره وحافظه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار حان عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا شريك عن أبي الحصناء عن الحكم عن حنش عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضحي عنه بك بشين فأنا أحب أن أفعله وقال محمد بن عبيد المحاربي في حديثه ضحى عنه بك بشين واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عنه فقيل له فقال إنه أمرني فلا أدعه أبدا حدثنا عبد الله حدثني محريز بن عوني بن أبي عون حدثنا شريك عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا فقال إذا جاءك الخصمان فلا تقضي على أحدهما حتى تسمع من الآخر فإنه يبين لك القضاء حدثنا عبد الله حدثني أبو الربيع الزهراني وحدثنا علي بن حكيمين الأودي وحدثنا محمد بن جعفر الوركاني وحدثنا زكريا بن يحيى رحمويه وحدثنا عبد الله بن عامري بن زرارة الحضرامي وحدثنا داود بن عمر والضبي قال حدثنا شريك عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا فقلت تبعثني إلى قومين وأنا حدث السن ولا علم لي بالقضاء فوضع يده على صدري فقال ثبتك الله وسدادك إذا جاءك الخصماني فلا تقضل الأول حتى تسمع من الآخر فإنه أجدل أن يبين لك القضاء قال فما زلت قاضيا وهذا لفظ حديث داود بن عمر والضبي وبعضهم أتم كلاما كلاما من بعض حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن سليمان لوين وحدثنا محمد بن جابر عن سماك عن حنش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا إلى اليمن فذكر الحديث قال إن الله مثبت قلبك وهاد فؤادك فذكر الحديث قال لوين وحدثنا شريك عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا السكن بن إبراهيم حدثنا الأشعث بن سوار عن أبني أشوع عن حنش الكناني عن علي رضي الله عنه أنه بعث عامل شرطته فقال له أتدري على ما أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنحيت كل يعني صورة وأن أسوي كل قبر حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاض إذا تقاض إليك رجلاني فلا تقضي للأول حتى تسمع ما يقول الآخر فإنك سوف ترى كيف تقضي حدثنا عبد الله حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش قال رأيت علي رضي الله عنه يضحي بكبشين فقلت له ما هذا فقال لا أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضحي عنه حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر حدثنا عمرو بن حمد عن أسباط بن نصر عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه ببراءة فقال يا نبي الله أني لست باللسين ولا بالخطيب قال ما بد أن أذهب بها أنا أو تذهب بها أن تقال فإن كان ولا بد فسأذهب أنا قال فانطلق فإن الله يثبت لسانك ويهدي قلبك قال ثم وضع يده على فمه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن جابر أن عاصم بن بهدلت قال سمعت زرا يحدث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم أحد شغلون عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم وبطونهم نارا حنى محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن جابر قال سمعت الشعبية يحدث عن الحريث عن علي رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مآكل الربا ومواكله وشهديه وكاتبه والوشيمة والمتوشمة والمحل والمحلال له ومانع الصدقة ونهى عن النوحي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن جابر قال سمعت عبد الله ابن نجي يحدث عن علي رضي الله عنه قال كانت لي ساعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل ينفعني الله عز وجل بما شاء أن ينفعني بها قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنوب قال فنظرت فإذا جر للحسن بن علي تحت السرير فأخرجته حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن جابر قال سمعت أبا بردة يحدث عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضع الخاثما في الوسطى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن منصور عن ربعي بن حراش أنه سمع علي رضي الله عنه يخطب ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذب علي فإنه من يكذب علي يا لجأ النار حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا خالد بن الحريث حدثنا سعيد عن قتادة أنه سمع جريا بن كليب يحدث أنه سمع علي رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عضباء القرن والأذن حدثنا عبد الله حدثني أبو خيثمت حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن جريا بن كليب النهدي عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن حدثنا عبد الله حدثني إبراهيم بن الحجاج النجي يحدثنا حماد بن سلمة عن هشامي بن عمر الفزاري عن عبد الرحمني بن الحارثي بن هشامين عن علي بن بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وطره اللهم إني أعوذ برضاك من صختك ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك قال أحصفنا أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك حدثنا عبد الله حدثني نصر بن علي الأزدي أخبراني أبي عن أبي صلى من عبد الملك بن مسلم بن صلى من عن عمرنا بن ضبيان عن حكيم بن سعد عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا قال اللهم بك أصول وبك أحول وبك أسير حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن سليمان لوين حدثنا محمد بن جابر عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت عشر آيات من براءة على النبي صلى الله عليه وسلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة ثم دعاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أدرك أبا بكر رضي الله عنه فحيثما لاحقته فخذ الكتابة منه فذهب به إلى أهل مكة فقرأه عليهم فلاحقته الجحفة فأخذت الكتابة منه ورجع أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله نزل في شيء قالا لا ولكن جبريل جاءني فقالا لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم للطيمي عن الحارث بن سويد قال قيل لي علي رضي الله عنه إن رسولكم كان يخصكم بشيء دون الناس عامة قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بشيء لم يخص به الناس إلا بشيء في قراب سيفي هذا فأخرج صحيفة فيها شيء من أسنان الأبل وفيها أن المدينة حرم من بين ثور إلى عائر من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينا لا يقبلوا منه يوم القيامة صرف ولا عدل وذمة المسلمين واحدة فمن اخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعينا لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل ومن تولى مولا بغير اذنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعينا لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن شتير بن شكل عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الأحزاب حبسون عن صلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو قبورهم وبطونهم ناراً قال شعبة ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو قبورهم وبطونهم ناراً لا أدري أفي الحديث هو أم ليس في الحديث أشك فيه حثنا عبد الله حدثنا نصر بن علي حدثنا نوح بن قيس حدثنا خالد بن قيس عن يوسف بن مازئ أن رجلاً سأل علي رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إنعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفه لنا فقال كان ليس بالذاه بطولاً وفوق الربعة إذا جاء مع القوم غمرهم أبيض الشديد هذا الوضح ضخم الهامة أغرى أبلج هديب الأشفار شثنا الكفين والقدمين إذا مشى يتقلع كأنما ينحدر في صباب كأن العرق في وجهه اللؤلؤ لم أرى قبله ولا بعده مثله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا نوح بن قيس حدثنا خالد بن قيس قيس عن يوسف بن مازئ عن رجل عن علي رضي الله عنه أنه قيل له إنعت لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان ليس بالذاه بطولاً فذكر مثله سواء حسنا عبد الله حدثني نصر بن علي حدثنا عبد الله بن داود عن عيمي بن حكيمين عن أبي مريم عن علي رضي الله عنه قال كان على الكعبة أصنام فذهبت لأحمل النبي صلى الله عليه وسلم إليها فلم أستطع فحملني فجعت أقطعها ولو شئت لنلت السماء حدثنا عبد الله حدثني أبو خيثمت حدثنا شبابة بن سوار حدثني نعيم بن حكيمين حدثني أبو مريم حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قوماً يمرقون من الإسلام كما يمرق الساهم من الرمية يقرؤون القرآن ليجاوز تراقيهم طوبى لمن قتلهم وقتلوه علامتهم رجل مخدج اليد حدثنا عبد الله حدثني نصر بن علي وعبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الله بن داود عن نعيم بن حكيمين عن أبي مريم عن علي رضي الله عنه أن امرأة الوليد بن عقبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أن الوليد يضربها وقال نصر بن علي في حديثه تشكوه قال قولي له قد أجارني قال علي فلم تلبث إلا يسيراً حتى رجعت فأخذ هدبة من ثوبه فدفعها إليها وقال قولي له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم قد أجارني فلم تلبث إلا يسيراً حتى رجعت فقالت ما زادني إلا ضرباً فرفع يديه وقال اللهم عليك الوليد أثمى بي مرتين وهذا لفظ حديث القواريري ومعنهما واحد حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة وأبو خيثمة قال حدثنا عبيد الله بن موسى أنباء نعيم بن حكيمين عن أبي مريم عن علي أن امرأة الوليد بن عقبة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي الوليدة أنه يضربها فذكر الحديث حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزاري عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوم الأحزاب على فرضة من فرض الخندق فقال شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غربت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو بطونهم وبيوتهم نارا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت القاسم ابن أبي بزة يحدث عن أبي الطفيل قال سئل علي رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كفة إلا ما كان في قراب سيفي هذا قال فأخرج صحيفة فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من سرق منار الأرض ولعن الله من لعن والده ولعن الله من آوى محدثا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأعرجي عن عبيدة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب اللهم أملأ بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس حان محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سلمة ابن كهيل قال سمعت حجية بن عدي قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسأله رجل عن البقرة فقال عن سبعة وسأله عن الأعرج فقال إذا بلغت المنسك وسئلا عن القرن فقال لا يضره وقال علي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن حثنا بهز وعفان المعنى قال حدثنا حمد بن سلمة أخبرنا سماك عن حنشي بن المعتمري أن علي رضي الله عنه كان باليمن فاحتفروا زبية للأسد فجاء حتى وقع فيها رجل وتعلق بآخر وتعلق الآخر بآخر وتعلق الآخر بآخر حتى صار أربعة فجرحهم الأسد فيها فمنهم من مات فيها ومنهم من أخرج فمات قال فتنازعوا في ذلك حتى أخذوا السلاح قال فأتاهم علي رضي الله عنه فقال وي لكم تقتلون مئتي إنساء إنساء في شأن أربعة أنسية تعالوا أقضي بينكم بقضاء فإن رضيتم به وإلا فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد للأول ربع دية وللثاني ثلث دية وللثالث نصف دية وللرابع لدية كاملة قال فرضي بعضهم وكره بعضهم وجعل لدية على قبائل الذين إزدحموا قال فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بهز قال حماد أحسبوه قال كان متكي أنفحت بقال سأقضي بينكم بقضاء قال فأخبر أن علي رضي الله عنه قضى بكذا وكذا قال فأمضى قضاءه قال عفان سأقضي بينكم حدثنا عبد الله حدثني حجاح بن الشاعر حدثنا شبابة حدثني نعيم بن حكيمين حدثني أبو مريم ورجل من جلساء علي رضي الله عنه عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم غديره من من كنت مولاه فعلي مولاه قال فزاد الناس بعد ولمن ولاه وعادي من عداه حدثنا بهز بن أسد حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي أن علي رضي الله عنه سئلا عن البقرة فقال عن سبعة وسئلا عن المكسورة القرن فقال لا بأس وسئلا عن العرج فقال ما بلغت المنسكة ثم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين حدثنا عبد الله حدثني العباس بن الوليد النرسي حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا سعيد الجريري عن أبي الوردي عن أبني أعبد قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا أبن أعبد هل تدري ما حق الطعام قال قلت وما حقه يا أبن أبي طالب قال تقول باسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا قال وتدري ما شكره إذا فرغت قال قلت وما شكره قال تقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا ثم قال ألا أخبرك عني وعن فاطمة رضي الله عنها كانت أبنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت وكانت من أكرم أهله عليه وكانت زوجتي فجلت بالرحة حتى أثر الرح بيدها وأسقط بالقربة حتى أثرت القربة بنحرها وقمت البيت حتى أغبرت ثيابها وأوقدت تحت القدر حتى دنست ثيابها فأصابها من ذلك ضرر فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي أو خدمين قال فقلت لها انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأليه خادما يقيك حرما أنت فيه فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده خدما أو خدما فرجعت ولم تسأله فذكر الحديث فقال ألا أدلك على ما هو خير لك من خادمين إذا أويت إلى فراشك سبحي ثلاثا وثلاثين واحمدي ثلاثا وثلاثين وكبري أربعا وثلاثين قال فأخرجت رأسها فقالت رضيته رضيته عن الله ورسوله مرتين فذكر مثل حديث ابن علية عن الجريري أو نحوه حثنا بهز حدثنا همام عن قتادة عن أبي حسان عن عبيدة قال كنا نرى أن صلاة الوسط صلاة الصبح قال فحدثنا علي رضي الله عنه أنهم يوم الأحزاب أقتتلوا وحبسون عن صلاة العصر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أملأ قبورهم نارا أو أملأ بطونهم نارا كما حبسونا عن صلاة الوسط قال فعرفنا يومئذ أن صلاة الوسط صلاة العصر حثنا بهز حدثنا شعبة أخبراني عبد الملك بن ميسرة عن زيدي بن وهب عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه حلة سياراء فلبسها وخرج على القوم فعرف الغضب في وجهه فأمره أن يشققها بين نسائه حنا بهز حدثنا شعبة وعن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة قال رأيت علي رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس فلما حضرت العصر أتي بتور من ماء فأخذ منه كفا فمسح وجهه وذرعيه ورأسه ورجليه ثم أخذ فضله فشرب قائما وقالا إن ناسا يكرهون هذا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وهذا وضوء من لم يحدث حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن سلمة ابن كهيل عن الشعبي أن علي رضي الله عنه قال لشراحة لعلك أستقرهت لعل زوجك أتاك لعلك قالت لا فلما وضعت جلدها ثم رجمها فقيل له لما جلدتها ثم رجمتها قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثنا أبو كامل فضيل بن الحسين وحدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمني بن سعد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم من تعلم القرآن وعلمه حدثنا عبد الله حدثني أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق القرشي عن سيار أبي الحكم عن أبي وإل إن قال أتى علي رضي الله عنه رجل فقال يا أمير المؤمنين أني عجزت عن مكاتبتي فأعني فقال علي رضي الله عنه ألا أعلمك كلمات علمني يهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل صير دننير لأداه الله عنك قلت بل قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك حدثنا عبد الله حدثنا أبو كامل الجحضري ومحمد بن أبي بكر المقدمي وروح بن عبد المؤمن المقري وحدثنا محمد بن عبيد بن حساب وعبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمني بن سعد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمد اللهم بارك لأمتي في بكورها حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عاصمي بن كليب حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال كنت جالسا مع أبي موسى فأتنا علي رضي الله عنه فقام على أبي موسى فأمره بأمر من أمر الناس قال قال علي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريقة أو اذكر بالسداد تسديد السامي ونهاني أن أجعل خاتمي في هذه وأهوى أبو بردة إلى السبابة أو الوسطى قال عاصم أنا الذي اشتبه علي أيتهم عن ونهاني عن الميثرة والقصية قال أبو بردة فقلت لأمير المؤمنين ما الميثرة وما القصية قال أما الميثرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن ويجعلونه على رحالهم وأما القصي فثياب كانت تأتينا تأتينا من الشام أو اليمن شك عاصم فيها حرير فيها أمثال الأطرج قال أبو بردة فلما رأيت السبانية عرفت أنها هي حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن المنهال أخو حجاج حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمني بن سعد قال قال رجل لعلي يا أمير المؤمنين أي شهر تأمرني أن أصوم بعد رمضان فقال ما سمعت أحدا إن سأل عن هذا بعد رجل إن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله أي شهر تأمرني أن أصوم بعد رمضان فقالا إن كنت صائما شهرا بعد رمضان فصم المحرما فإنه شهر الله وفيه يوم تاب على قومين ويتوب فيه على قومين حدثنا عبد الله حدثنا روح بن عبد المؤمن حدثنا عبد الواحد بن زياد وحدثني عمر الناقد حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمني بن سعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها حثنا عفان أراه عن أبي عوانة عن خارد بن علقمة عن عبد خير قال أتيت علي رضي الله عنه وقد صلى فدعى بطهور فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى ما يريد إلا أن يعلمنا فأتي بطسط وإناء فرفع الإناء فصب على يده فغسلها ثلاثا ثم غمس يده في الإناء فمضمض واستنثر ثلاثا ثم تمضمض وتنثر من الكف الذي أخذ منه ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمن ثلاثا ويده الشمال ثلاثا ثم جعل يده في الماء فمساح برأسه مرة واحدة ثم غسل رجله اليمن ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا ثم قال من سره أن يعلم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا حسنا معاذ أنبأنا زهير بن معاوية أبو خيثمة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجازر منها قال نحن نعطيه من عندنا حدثنا معاذ حدثنا سفيان الثوري عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا إلا أنه لم يقل نحن نعطيه من عندنا حدثنا عفان حدثنا همام أنبأنا قتادة عن أبي حسان عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس أو قال حتى آبت الشمس أحد الكلمتين حثنا عفان حدثنا حماد عن عطائي بن السائب عن أبي ظبيان الجنبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بامرأة قد زنت فأمر برجمها فذهبوا بها ليرجموها فلقيهم علي رضي الله عنه فقال ما هذه قالوا زنت فأمر عمر برجمها فانتزعها علي من أيديهم وردهم فرجعوا إلى عمر رضي الله عنه فقال ما ردكم قالوا ردنا علي رضي الله عنه قال ما فعل هذا علي إلا لشيء قد علمه فأرسل إلى علي فجاء وهو شبه المغضب فقال ما لك ردد هؤلاء قال أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المبطل حتى يعقل قال بل قال علي رضي الله عنه عنه فإن هذه مبتلات بني فلاء فلعله أتاها وهو بيها فقال عمر لا أدري قال وأنا لا أدري فلم يرجمها حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر وحدثني روح بن عبد المؤمن حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمني بن سعد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمني بن سعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رفعه أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ القرآن وهو ركع وقال إذا ركعتم فعظموا الهوى وإذا سجدتم فادعوا فقمين أن يستجاب لكم حدثنا عبد الله حدثني أبو معمر حدثني علي بن مسهر وأبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمني بن سعد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها حسن أبن أبي عادي عن أبن عو عن محمد قال قال عبيدة لا أحدثك إلا ما سمعت منه قال محمد فحلف لنا عبيدة ثلاث مرار وحلف له علي لولا أن تبطروا لنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم عن لسان محمد صلى الله عليه وسلم ما قال قلت أنت سمعته منه قال إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة فيهم رجل مخدج اليد أو مفدون اليد أحسبه قال أو مودن اليد حدثنا عبد الله حدثني السويد بن سعيد أخبرنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق حدثنا النعمان بن سعد قال كنا جلوسا عند علي رضي الله عنه فقرأ هذه الآية يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال لا والله ما على أرجلهم يحشرون ولا يحشر الوفد على أرجلهم ولكن على نوق لم ترى الخلائق مثلها عليها لحائل من ذهب فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة حسنا محمد بن أبي عادي عن محمد بن إسحاق حدثني أبان بن صالح عن عكريمة قال وقفت مع الحسين فلم أزل أسمعه يقول لبيك حتى رم الجمرة فقلت يا أبا عبد الله ما هذا الإهلال قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يهل حتى أنتهى إلى الجمرة وحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل حتى أنتهى إليها حسنا عبد الله حدثني زهير أبو خيثمت حدثنا أبو معاوية حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمني بن سعد عن علي رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أخبرني بشهر أصمه بعد رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت صائما شهرا بعد رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله وفيه يوم تاب فيه على قومين ويتاب فيه على آخرين حتى نأسود بن عامر أخبرنا شريك عن منصور عن ربعي عن علي رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم أناس من قريش فقالوا يا محمد إن جيرانك وحلفاك وإن ناسا من عبيدنا قد أتوك ليس بهم رغبة في الدين ولا رغبة في الفقه إنما فروا من ضياعنا وأموالنا فارددهم إلينا فقال لأبي بكر رضي الله عنه ما تقول قال صدقوا إنهم جيرانك قال فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لعمر رضي الله عنه ما تقول قال صدقوا إنهم لجيرانك وحلفاك فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم حسنا عبد الله حدثني السويد بن سعيد سنة ست وعشرين ومائتين أخبرنا علي بن مسهر عن عبد الرحمة بن إسحاق عن النعمة بن سعد عن علي رضي الله عنه قال سأله رجل أقرأ في الركوع والسجود فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أني نهيت أن أقرأ في الركوع والسجود فإذا ركعتم فعظموا الله وإذا سجدتم فاجتهدوا في المسألة فقمين أن يستجاب لكم حسنا عبد الله حدثني عباد بن يعقوب الأسدي أبو محمد حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمة بن إسحاق عن النعمة بن سعد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا يرى بطونها من ظهورها والظهورها من بطونها فقال أعرابي يا رسول الله لمن هي قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى لله بالليل والناس نيام حدثنا عبد الله حدثني روح بن عبد المؤمن المقري حدثنا عبد الواحد بن زياد وحدثني عباد بن يعقوب الأسدي حدثنا ابن فضيل جميعا عن عبد الرحمة بن إسحاق عن النعمة بن سعد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها حدثنا أسود بن عامر أنباءنا أبو بكر عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن صبع قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال والذي فلق الحبة وبارى النسمة لتخضبن هذه من هذه قال قال الناس فأعلمنا من هو والله لنبيرن عترته قال أنشودكم بالله أن يقتل غير قاتل لي قالوا إن كنت قد علمت ذلك استخلف إذن قال لا ولكن أكلكم إلى ما وكلكم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا سليمان بن داود أنباءنا زائدة وعن السدي عن سعدي بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال خطبنا علي رضي الله عنه قالا يا أيها الناس أقيم على أرقائكم الحدود من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحد فأتيتها فإذا هي حديث عهد بن فسن فخشية إن أنا جلدتها أن ثموت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أحسنت حثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة ابني مضرب عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت إنك تبعثني إلى قومين وهم أسنوا مني لأقضي بينهم فقال اذهب فإن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك حثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمني بن إسحاق عن النعمني بن سعد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة سوقا ما فيها بيع ولا شراء إلا الصور من النساء والرجال فإذا أشتهى الرجل صورة دخل فيها وإن فيها لمجمعا للحور العين يرفعنا أصواتا لم يرى الخلائق مثلها يقولنا نحن الخالدات فلا نبيد ونحن الراضيات فلا نسخط ونحن النعمات فلا نبأ اسفط وبال من كان لنا وكنا له حدثنا عبد الله حدثني زهير أبو خيثمت حدثنا أبو معاوية حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة سوقا فذكر الحديث إلا أنه قال فإذا أشتهى الرجل صورة دخلها قال وفيها مجتمع الحور العين يرفعنا أصواتا فذكر مثله حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبان البلخي حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حيتا بن قيسين عن علي رضي الله عنه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه ثم شرب فضل وضوئه ثم قال من سره أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هذا حان يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سويدي بن غفلة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يكون في آخر الزمان قوم يقرؤون القرآن ليجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق الساهم من الرمية قتالهم حق على كل مسلمين حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن حارثة بن المضرب عن علي رضي الله عنه حدثنا يحيى بن آدم وأبو النضر قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه قال كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم أتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون منا أحد أدنى من القوم منه حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيدي بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال هذا الموقف وعرفة كلها موقف ثم أردف أسامة فجعل يعنق على ناقته والناس يضربون الأبل يمينا وشمالا لا يتفتوا إليهم ويقول السكينة أيها الناس ودفع حين غابت الشمس فأتى جمعا فصل بها الصلتين يعني المغرب والعشاء ثم بات بها فلما أصبح وقف على قزح فقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف قالا ثم سارا فلما آت محسرا قرعها فخبت حتى جاز الوادي ثم حبسها وأردف الفضلا الفضلا ثم سار حتى آت الجمرة فراماها ثم آت المنحر فقال هذا المنحر ومنا كلها منحر ثم أتته أمرأة شابة من خثعم فقالت أن أبي شيخ قد أفند وقد أدركته فريضة الله في الحج فهل يجزئ أن أحج عنه قال نعم فأدي عن أبيك قال ولو عنق الفضل فقال له العباس يا رسول الله ما لك لويت عنق أبن عمك قال رأيت شابا وشابة فخفت الشيطان عليه ما قال وأتاه رجل فقال أفضت قبل أن أحلق قال فاحلق أو قصر ولا حرج قال وأتزمزم فقال يا بني عبد المطالب سقايتكم لولا أن يغلبكم الناس عليها لا نزعت حثنا محمد بن عبيد حدثنا هاشم يعني ابن البريد عن اسماعيل الحنفي عن مسلمين البطين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال أخذ بيد علي رضي الله عنه فانطلقنا نمشي حتى جلسنا على شط الفرات فقال علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس منفوسة إلا قد سباق لها من الله شقاء أو سعادة فقام رجل فقال يا رسول الله فيما إذن نعمل قال العمل فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ هذه الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن إلى قوله فسنيسره للعسرة حثنا عبد الله حدثنا اسحاق بن اسماعيل حدثنا وكيع حدثنا اسرائيل عن أبي اسحاق عن أبي حية الوادعي قال رأيت علي رضي الله عنه بالا في الرحبة ثم دعى بماء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وتمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومساح برأسه وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلك الذي رأيتموني فعت حثنا عبد الله حدثني زهير أبو خيثمت حدثنا عبد الرحمن عن سفيانة عن أبي اسحاق عن أبي حية عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا حثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحواصي عن أبي اسحاق عن أبي حية قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فأنقى كفيه ثم غسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومساح برأسه ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فشرب فضل وضوئه ثم قال إنما أردت أن أريكم توهور رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا عبد الله حدثني السويد بن سعيد حدثنا مروان الفزاري عن المختري بن نافع حدثني أبو مطر البصري وكان قد أدرك علي رضي الله عنه أن علي اشترى ثوبا بثلاثة دراهما فلما لبسه قال الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي ثم قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حثنا عبد الله حدثني سعيد بن يحيى بن سعيد حدثنا أبي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية الهمداني قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه من سره أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلي قال فتوضأ ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه ثم شرب فضل وضوءه حانى محمد بن عبيد حدثنا مختار بن نافعا التمارو عن أبي مطر أنه رأى علي أتى غلاما حدثا فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم ولبسه إلى ما بين الرسغين إلى الكعبين يقول ولبسه الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي فقيل هذا شيء ترويه عن نفسك أوي عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال هذا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقوله عند الكسوة الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي حثنا محمد بن عبيد حدثنا مختار عن أبي مطر قال بينا نحن جلوس مع أمير المؤمنين علي في المسجد على باب الرحبة جاء رجل فقال أرني وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الزوار فدعا قنبرا فقال ائتني بكوز من ماء فغسل كفيه ووجهه ثلاثا وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثا وغسل ذرعيه ثلاثا ومساح رأسه واحدة فقال داخلهما من الوجه وخارجهما من الرأس ورجليه إلى الكعبين ثلاثا ولحيته تهطل على صدره ثم حسا حسوة بعد الوضوء ثم قال أين السائل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كان وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن عبيد وأبو نعيمين قال حدثنا مصعر عن سعد بن إبراهيم عن ابن شدد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع أباه وأمه لأحد إلا لسعد قال أبو نعيمين أبويه لأحد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن سعدي بن عبيدة عن أبي عبد الرحمني عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما لاك تنوق في قريش ولا تزوج إلينا قال وعندك شيء قال قلت نعم ابنة حمزة قال تلك أبنة أخي من الرضاعة حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن زرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها فقال بعض أصحابه لو اتخذنا مثل هذا قال أتريدون أن تنزوا الحمير على الخيل إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون حدثنا عبد الله حدثني عمرو بن محمد بن بكيرن الناقد حدثنا العلاء بن هلال الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرن عن زيدي بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي حية قال قال علي رضي الله عنه ألا أريكم كيف كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قلنا بل قال فأتوني بطست وتور من ماء فغسل يديه ثلاثا واستنشق ثلاثا واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ومساح برأسه ثلاثا وغسل رجليه ثلاثا حان أبو سعيد حدثنا حماد بن سلمة عن عطائي بن السائب عن أبي ظبيانا أن علي رضي الله عنه قال لعمر يا أمير المؤمنين أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المبطل حتى يعقل حدثنا أبو سعيد حدثنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي الأكبر أنه سمع أباه علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت أربعا لم يعطهن أحد من أنبياء الله أعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعلت رابلي طهورا وجعلت أمة خير الأمم حدثنا أبو سعيد حدثنا حماد بن سلمة عن عطائي بن السائب عن أبي ظبيانا أن علي رضي الله عنه قال العمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المبطل حتى يعقل حتى أبو سعيد حدثنا إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر لك على أنه مغفور لك لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا هو الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين حان أبو سعيد حدثنا هشيم حدثنا حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن الحريث عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربى ومواكله وشهديه وكاتبه والمحل والمحلال له والوشيمة والمستوشمة ومانع الصدقة ونهى عن النوحي حان حجاج قال يونس بن أبي إسحاق أخبرني عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذنبا في الدنيا ذنبا فعوقبا به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده ومن أذنبا ذنبا في الدنيا فستر الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه حدثنا عبد الله حدثني أبو خيثمة وحدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا جرير عن منصور عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال صلينا مع علي رضي الله عنه الظهر فانطلق إلى مجلس له يجلسه في الرحبة فقعد وقعدنا حوله ثم حضرت العصر فأتي بإناء فأخذ منه كفا فتامض مضى واستنشق ومساح بوجهه وذراعيه ومساح برأسه ومساح برجليه ثم قام فشرب فضل إنائه ثم قال إني حدثت أن رجالا يكرهون أن يشرب أحدهم وهو قائم إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت حدثنا حجاج حدثنا شريك عن عاصم ابن كليب عن محمد ابن كعب القرضي أن علي رضي الله عنه قال لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لا أربط الحجر على بطني من أجوعي وإن صدقة اليوم لا أربعون ألفا حدثنا أسود حدثنا شريك عن عاصم ابن كليب عن محمد ابن كعب القرضي عن علي رضي الله عنه فذكر الحديث وقال فيه وإن صدقة مالي لا تبلغ أربعين ألف دينار حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا حمد بن سلمة عن محمد ابن إسحاق عن محمد ابن إبراهيم عن سلمة ابن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظر النظر فإن الأولى لك وليست لك الأخيرة حدثنا زكريا بن عدي أنبأنا عبيد الله بن عمر وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه قال لما ولد الحسن سماه حمزة فلما ولد الحسين سماه بعمه جعفر قال فدعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا إني أمرت أن أغير أسم هذين فقلت الله ورسوله أعلم فسماهما حسنا وحسينا حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجذ عن علي رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطالب فيهم رهت كلهم يأكل الجذعة ويشرب الفرق قال فصنع لهم مدا من طعمين فأكلوا حتى شبعوا قال وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس ثم دعا بغمر فشرب حتى روى وبقي الشراب كأنه لم يمس أو لم يشرب فقال يا بني عبد المطالب إني بعثت لكم خاصة وإلى الناس بعامة وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم فأيكم يبايعوني على أن يكون أخي وصاحبي قال فلم يقم إليه أحد قال فقمت إليه وكنت أصغر القوم قال فقال إجلس قال ثلاث مرات كل ذلك أقوم أقوم إليه فيقول لي إجلس حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي حدثنا عبد الله حدثنا أبو عبد الرحمة عبد الله بن عمر حدثنا أبن فضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن علي رضي الله عنه أنه شرب وهو قائم ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا عفان حدثنا حمد بن سلمة حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سلمة بن أبي الطفيل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي إن لك كنزا من الجنة وإنك ذو قرنيها فلا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمة بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه نحر بيده ثلاثين وأمرني فنحرت صائرها وقال اقسم لحومها بين الناس وجلودها وجلالها ولا تعطين جازرا منها شيئا حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة يقول سألنا علي رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذلك قلنا من أطاق من ذلك قال إذا كانت الشمس منها هناك هيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت الشمس منها هناك هيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين قال أبو عبد الرحمن حدثني سريج بن يونس أبو الحريث حدثنا أبو حفص الأبار عن الحكمي بن عبد الملكي عن الحارث بن حصيرة عن أبي صادق عن ربي عتاب بن ناجذ عن علي رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم فيك مثل من عيسى أبغضته اليهود حتى باهتوا أمه وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس به ثم قال يهلك في رجلان محب مفرط يقرضني بما ليس في ومبغض يحمله شناني على أن يبهتني حان عبد الله حدثني أبو محمد صفيان بن وكيعي بن الجراحي بن مليح حدثنا خالد بن مخلد حدثنا أبو غيلان الشيباني عن الحكمي بن عبد الملكي عن الحارث بن حصيرة عن أبي صادق عن ربي عتاب بن ناجد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال دعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا إن فيك من عيسى مثلا أبغضته يهود حتى باهتوا أمه وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذي ليس به ألا وإنه يهلك في أثنان محب يقرضني بما ليس في ومبغض يحمله شناني على أن يبهتني ألا أني لست بنبي ولا يوحى إلي ولكني أعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما ما استطعت فما أمرتكم من طاعة الله فحق عليكم طاعتي فيما أحببتم وكرهتم حدثنا عبد الله حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا القاسم بن مالك المزني عن عاصم ابن كليب عن أبيه قال كنت جالسا عند علي رضي الله عنه فقالا إني دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عنده أحد إلا عائشة رضي الله عنها فقال يا أبن أبي طالب كيف أنت وقومه كذا وكذا قال قلت الله ورسوله أعلم قال قوم يخرجون من المشرق يقرؤون القرآن ليجاوزوا تراقيهم يمرقون من الدين مروق الساهم من الرمية فمنهم رجل مخدج اليد كأن يديه فديو حبشية حدثنا عبد الله حدثني إسماعيل أبو معمر حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا عاصم ابن كليب كليب عن أبيه قال كنت جالسا عند علي رضي الله عنه إذ دخل عليه رجل عليه ثياب السفر فاستأذن على علي رضي الله عنه وهو يكلم الناس فشغل عنه فقال علي رضي الله عنه إني دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة رضي الله عنها فقال لي كيف أنت وقوما كذا وكذا فقلت الله ورسوله أعلم ثم عاد فقلت الله ورسوله أعلم قال فقال قوم يخرجون من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق الساهم من الرمية فيهم رجل مخدج اليد كأن يده ثدي حبشية أنشودكم بالله هل أخبرتكم أن فيهم فذكر الحديث بطوله حسنا عبد الله حدثني صفيان بن واكعي بن الجراح حدثنا أبي عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي حية الودعي عن عمر نذي مر قال أبصرنا علي رضي الله عنه توضأ فغسل يديه ومضمض واستنشق قال وأنا أشك في المضمضة والاستنشاق ثلاثا ذكرها أملا وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا كل واحدة منهما ثلاثا ومساح برأسه وأذنيه قال أحدهما ثم أخذ غرفة فمساح بها رأسه ثم قام فشرب فضل وضوئه ثم قال هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ آخر مسند أمير المؤمنين علي رضي الله عنه